نقرأ لكم رواية جريمة في ليلة ممطرة تاليف نهى داود صادر عن تويا للنشر والتوزيع بصوت إسلام عدل إهداء إلى ميان وهاري أبطال الرواية المكررة في كل زمان ومكان البداية جثى على ركبتي يتفحص الجسد المنكفي على أرض المكتب جثة رجل في العقد السادس من عمره أو ربما السابع ممدد على سجادة المكتب الحمراء السميكة تخثرت الدماء على رأسه ومن حولها وإن تعذر تمييز لونها القاني على السجادة اقترب من رأس القتيل يتأمل الثقب الذي اخترق جمجومته والجرح الظاهر على جبهته ورودته الأسئلة المعتادة عن هوية المجن عليه والجاني والدافع صوت نهنهة مفاجئ استرع انتباهه رفع رأسه ناظرا إلى الثلة المحيطة به والذي كان قد صرفهم عن وجودهم صمتهم المطبق مرر عيونه بهم في فضول فتاة طويلة رشيقة القد تقف بجوار الباب يتجلى الهلع في عينيها الواسعتين وقد غطت فمها بإحدى كفيها وإلى يسارها جلس شاب متوسط الطول دفن رأسه بين كفيه وانخرط في بكاء صامت وبجوارهما وقف رجل أربعيني ضئيل البنية اجتمع في عينيه قليل من الحزن مع كثير من الحذر ثم شاب في الثلاثينيات تبدو عليه أمارات الجدية والكفاءة وقد لانت ملامحه بالتأثر وأخيرا امرأة بدينة لمعت في عينيها إثارة جارفة تغط على أي شعور إنساني آخر قد يتنسب مع الفاجئة تأملهم المقدم أحمد وتساءل في أعماقه ترى أي العيون تفحص عما بالقلب وأيهما تزيفه تفرس في وجوههم متحيرا هل له يخمن علاقة كل منهم بالآخر أو علاقة أي منهم بالجثة المنكفئة هنعرف هنعرف وقالها لنفسه متصبر ثم أعاد نظره إلى الجثة يتأمل وضعيتها الغريبة الرأس مائلة إلى اليمين تكشف الجرحة والثقبة للعيان نظر إلى المسدس الملقى بجوار الجثة ثم تأمل ثانية الثقبة الضقيق الذي وصم الصدغة قبل أن يتساءل بصوت خافت مع أولى تكون انتحار قبل البداية دفع أدهم الباب الزجاجية للشركة وهو يرفع صوته قائلا صباح الخير يا جيجي جفل أدهم حينما اصطدمت عينه بشخص آخر صباح نور يا فندم قالت فتاة مختلفة تمام الاختلاف عن جيجي تحتل مقعدها في باه الشركة الصغير نظر لها أدهم بارتباك فقالت بابتسامة واثقة جيجي ميشيت ونهن مكنها لحظت حيرته فأردفت أنا أبرار مديرة مكتب مستر عبداللطيف الجديدة أسعد حضرتك إزاي؟ مستر رمضان بطيخة بقى منامور تمت ما أدهم لنفسه ثم وإذا أنظرتها المتسائلة استدرك قائلا بصوت مسموع يعني أنت السكرتير الجديدة؟ لا أنا مديرة مكتب في فرق كل وظيفة لها مهام مختلفة فعلا عقب أدهم ساخرا وتجه نحو باب مكتب رئيس مجلس الإدارة بثقة فعجلته أبرار قائلا بارتباك مسر عبداللطيف مش موجود دلوقتي أمالو أستنى في المكتب ثم أردف مجيبا نظراتها المتسائلة أنا أدهم ابنه قالها بطريقة مسرعية وهو يحني قامته قليلا ثم دلف إلى المكتب وترك الباب يرتد خلفه في هدوء جلس على الكرسي المواجه لمكتب والده وأخرج هاتفه وضغط بعض الأزرار وانتظر لحظة ثم قال شيري صباح الفل انت لسه نيمة ساعة 12 دهر اللهي حسين دا غلبان معاك مش هتسدى إلا حصل في الشرك بابا مش جيجي وقاب مكانها سكرتيرا جديدة محجبة قلنا اسمها مديرة مكتبه انتفض أدهم إذا الصوت الذي همس بتلك العبارة ليجد أبرار أمامه بايا شيري دلوقتي قالها أدهم وهو يدس هاتفه في جيبه بارتباك نظر حوله ليجد أبرار قد أولته ظهرها وانهمكت في البحث عن شيء ما في المكتبة تأملها طويلة رشيقة القد ذات ظهر مستقيم أوحى إليه بالثقة والاعتداد بالنفس ترتدي زي أنيقا أشعره بتأنيب الضمير إذا أما أوحى به لشيري عنها كانت ترتدي سروالا فطفاضا من قماش أسود هفهف يعله قميص حريري أبيض ذياقة مربوطة على شكل فيونك كبيرة وكانت تغطي شعرها بإشرب منقوش ذي ألوان ربيعية ربطته حول رقبتها في عقدة محكمة جعلته يتدلى على ظهرها ويتحرك مع حركتها هو والعقد ذو الأحجار السوداء اللامعة الذي زينت به جيدها استدارت أبرار لتكمل بحثها في الأوراق الموجودة على سطح المكتب فأنزل أدهم عينيه من عليها وانشغل بنفض ذرة غبار وهمية على سرواله كانت أبرار تبحث في انهماك وتؤدى متجاهلة وجوده تماما فلم يملك سوى النظر إليها مجددا وقد أتاح له السطح اللامع المسقول للمكتب تأمل ملامحها كانت خمرية البشرة ذات وجه بيضاوي ووجنتين ممتلئتين قليلا وذقن مستدقى توحي بقوة الشخصية وأرنبت أنف أكبر قليلا من المعتاد عيونها سوداء واسعة مسحوبة إلى خارج وجهها تظللها رموش ساحرة أهذه هي العيون الكحيلة التي يتغنون بها؟ تسأل في نفسه رفعت رأسها ونظرت إليه بابتسامة جانبية أظهرت صفا من الأسنان البيضاء الكبيرة التي زادت وجهها جاذبية فتحت فمها لتتكلم ولكن الباب فتح ودخل منه الحاج عبداللطيف اليوم الأول قام الحج بتعريف أدهم وأبرار سريعا ثم جلس على كرسي مكتبه بينما خرجت أبرار انتظر أدهم حتى أغلقت البابة ثم انبرا قائلا إيه بابا السكرتيرا دي؟ فين جي جي؟ جي جي إيه يا أدهم؟ يا ممتك دايما كده تدبسني في ناس ملهاش في الشغل الحمد لله أن خلصت منها أبرار دي خريج التجارة الإنجليزي وعندها خبرة كويسة تبقى بنت الأستاذ كامل المصطفى كانوا جرانا أيام الحلمية عمتك ندرة لسه على اتصال بعمتها ورفت منها أنها سابت الشغل فاقترحت علي تشتغل معنا صراحة لما عادت معاها انبسطت وقلت هي دي دي محجبة يا بابا يا ابني انت هتعمل زي يمك هي هتشتغل بشعرها ولا بمخها أيوة أماما لو شفتها مش هيحصل كويس ليه يعني؟ دي مش أول موظفة محجبة ما عندها ميسة موظفين ورا المكاتب حاجة واحدة بتقابل العملاء وواجهة للشركة حاجة تانية انت نسيت ماما عملت ايف عميته لما تحجبت مش فاكر فكرني لما تقابلوا في المل بالصدفة من كم سنة بعدما عميته تحجبت على طول وعميته قالت لها وصليني في سكتك فماما قالت لها بس تركابي ورا ما ينفعش تركابي جنبي وانت بالحجاب هيفتكروني مركبة شغالة جنبي قامت عميته وفتحت الباب اللي جنب السواء وقعدت وماما قعدت تزعى وتقول لها انزلي ولا هنزل انا عميته ما تحركتش من مكانها قامت ماما نزلت ورزعت الباب ومشيت خطوتين وسمعت صوت المطور بتبص وراها لقيت عميته دورة العربية وبتتحرك بيها وانت عارف عميته ما بتعرفش تسوق ماما شافت المنظر بقت هي اللي عمالة تصرخ وتجري ورا العربية كانت المرسيديس الإي كلاس الجديدة وطبعا في الآخر عميته وقفت وماما ساءت من سكات وعميته قعد جنبها قهقها الحاج بصوت عالي متخيلا المشهد واهتس جسده الممتلئ مع ضحياته منطق دي عليها حركات على مين دي برضو عميته المعروفة بجبرتها اه والله عندك حق قالها ضحكا ثم ظهرت أماراته الجدية المهم انت ايه اللي جابك عندي مش في مكتبك ليه وانت مسد يا بابا جو مكتبي ده ما انت عارف اني يقاعد فيه علشان أراضيك تاني يا عدهم وما اليابني هسيبك كل ده المين صدقني لو اديت نفسك فرصة هتحب الشغل وما البيزنس ايه اللي انت درسته بابا مش هنعيده تاني قديني بحاول أراضيك وباجي الشركة كل يوم المهم انا جايلك علشان تكلملي عم حسين لحسن الفتس بتاع العربية علق تاني انا قلتلك بلاش العربية دي الفتس بتاعها سمعته وحشة انت اللي ركبت دماغك عموما حاضر يا سيدي اكلمه لك حالا وممكن عشري يوديها لك وخد انت عربية من القراج ما وريش مشوير النهاردة وممكن ارجع البيت ماشي حبيب انت يا بابا يا سيدي الكل قالها ادهم وهو يخرج من المكتب مبتسما تنهد الحاج وهو يفكر كان يأمل عن يدير ادهم أعماله فشير ابنته الصغرى مدللة لا أمل منها والعمر بيجري ولا يعقل ان يترك كل اعماله في يد حسام زوج ابنته ولكن ها قد مرت سنتان على ادهم وهو في الشركة بلا اي جديد حتى بعد افتتاح الفرع الجديد للشركة منذ عدة اشهر ومحاولة الحاج ترقية ابنه ليكون مديرا للفرع متحججا بكبر سنه ورغبته في الراحة الا ان ادهم رفض روح يا ابني ربنا يكرمك واشوفك ناجح ومرتاح البال يا رب تمتمى بها الحاج وهو يغلق ملف ادهم في عقله ويستعد لمتابعة اعماله قطعا هماكه في العمل صوت طرقات على بابه الاذ فتح ليطالعه وجه ابرار البشوش عادة وهي عابسة في حيرة تمسك بعض الاوراق في يديها خير يا بنتي نظرت ابرار الى الاوراق وقلبتها بين يديها قائلة الحسابات اللي جاية من عند مستر مهدي ملخبطة خالص مش فهمة منها حاجة لا قالها الحاج ضحكا ثم اردف قائلا حسابات الحاج مهدي مش هيفهمها غير عبدالله مدير الحسابات ومالانا جبت معايا الفرع الجديد ليه سيبها له خالص وما تشغلش بالك بيها انا والحاج مهدي شركة من عشرين سنة وعبدالله حافظ نظامه كويس مهم انت تزبطي لنظام الموظفين الجديد زي ما عدتني حاضر مستر كلها كم يوم ويبقى شغال ان شاء الله خرجت ابرار الى مكتبها لتجد ان الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بعدة دقائق لقد بدأت ساعة الراحة اليومية امسكت بحقيبتها وازاحت القرد المخملي الذي يتدل منها مزين لتغرج منها كيسا به شطيرة صغيرة بدأت تقضمها وهي تتأمل اركان المكتب تناهدت مبتسمة وهي تتذكر كيف كانت منذ اسبوع واحد جالسة تبكي على مكتبها القديم بعد ان كرر مديرها تجاوزاته غير الاخلاقية تجاهها بشكل اكثر فجاجة من كل مرة فقررت التطهية براحتها في العمل وعزمت على الاستقالة وقد شعرت وقتها بيأس شديد وهي تعلم انه قد تمر عليها شهور حتى تجد عملا اخر مناسبا وبالرمي انها لم تكن تعمل من اجل المادة اذا ان والدها ميسور الحال ويلبي طلبتها كافة فانها كانت تحب العمل وتكره ان لا تكون منتجة عادت الى منزلها مبكرا ذلك اليوم لتجد عمتها العزيزة هادية وقد اتتهم بالحمام المحشي بالفريك الذي يعشقونه من يدها لحظت هادية على الفور عيون ابنة اخيها المنتفخة وما انسألتها حتى انهارت ابرار في البكاء وهي تحكي لها عن تجاوزات المدير واستقالتها اخيرا امسكت عمتها بهاتفها المحمول وضغطت ازراره ثم وضعته على اذنها منتظرة في صبر حتى قالت ندرا حبيبتي ازايك شعرت ابرار بغصة تعتصر قلبها عند سماع الاسم الا تعلم عمتها كم تكره نادرة دلفت ابرار غرفتها وهي تشعر بمزيج من المشاعر المطلطمة بيدانها ما لبثتان استجابت لطرقات عمتها الرقيقة وادخلت الغرفة فبدرت العمت بالكلامي قائلا عارفة انك مش بتحب نادرة مع ان هي ملحج زنب في دماغك عموما انت مشاي كلك علاقة بيها اخوها الحج عبداللطيف كان بيدور على مدير شطر المكتب الكديد وهو راجل كويس ومحترم وبعدين الشركة في التجمع الخامس على التسعين على طول يعني احسن من شركتك القديمة ومشوار الدقي ده انا اخذت لك معاد مع الحج يوم الحد ساعة عشر الصبح واول منادرة تبعت للعنوان بالتفصيل هبعته لك ثم اقتربت منها واحتضنتها حبيبي تعميت وانت وجدت ابرار نفسها ترتاح في حضن عمتها الذي اصبح بديلا لها عن حنان الام منذ ان توفيت والدتها منذ عدة سنوات وها قد مر الاسبوع سريعا وهي الان جالسة في مكتبها الجديد انتهت ساعة الرحى وترتها ساعة العمل حتى حان موعد الانصراف لم لمت ابرار اغراضها ونزلت الى سيارتها ولكن المحركة ابى ان يدور حاولت عدة مرات باءت كلها بالفشل ترجلت من سيارتها واغلقتها ثم اخرجت هاتفها لكي تطلب سيارة اجرة وافل وحدك لي يا جميل عبست ابرار واطلقت عيناها شزرا وهي تنظر اتجاه قائل العبارة حنين ارتبك ادهم ازاء نظرة ابرار النارية فرفع كفه اتذارا وهم بغلق نافذة سيارته حينما لمح شبح ابتسامة في عيونه الكحيلة تسمر اصبعه على زر غلق الزجاج وابتسم لها ابتسامته الطفولية الساحرة التي جعلتها تبتسم ابتسامة واسعة رغما عنها اسف جدا انا فعلا بسألك وافل الوحدك لو تحب وصلك العربية مش راضي الدور فطلبت اوبر تأمل ادهم سيارتها وهو يقول ضحكا ما هي الصراحة عربية اديما اوي بحبها ردت ابرار بحدة رفعة كتفيها باعتداد فارتبك ادهم مجددا اه طبعا طبعا طب اتفضل لحد ما اوبريدي لا شكر ما فيش داعي هو انت على طول بتتعملي رسمي كده رسمي ازاي نظر اليها ادهم للحظة محاولة انفك شفرتها ثم قال شكلك كده عيش دور السترونج اندبندد ويمن ومش بيعجبون البنات اللي بيعيشوا الدور ده مش لازم يعجبوك على فكر قالتها ابرار بصوت جليدي وهي تشير لسيارة توقفت لتويها امامها ميرسي اوي اوبرجي ابتعدت ابرار بينما ضرب ادهم مقود السيارة بكفه قائلا في حنق ايه اللي بقوله ده انطلق صوت نفير السيارة عاليا فهب حارس ابن العقاري من مكانه ملبيا امر يا استاذ ادهم معلش يا محروس الكلاكسي ضرب بالغلط رقب ادهم الحارس الاسمر النحيل وهو يعود الى مقعده بمدخل المبنى ويمسك بهاتفه المحمول ويضع فيه وجهه محروس ده مش هيبطل لعب جيمس غير لما الحق يرفض خالص واضح ان لفت النظر محاويش فيه فكر ادهم ثم زفر منفسا عن التوتر غير المبرر الذي يكتنفه منذ الصباح نظر الى المبنى الاداري الفاخر الذي يضم فرع الشركة الجديد كان لا يزال تحت الانشاء ولكن والده اصر على افتتاح الفرع حتى يتسنى له ادارة اعماله بالمقر القريب من المنزل بدلا من قطع المسافة كل يوم لفرع الشركة الرئيسي بالعباسية فمنذ انتقالهم الى الفيلة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس والتي تقع على شارع التسعين مباشرة اصر الحاج على تأجير مقر جديد للشركة في المبنى الاداري المواجه للفيلة وعندما تعثر مالك المبنى في الانتهاء من التشطيبات قرر والده افتتاح الفرع ومباشرة الاعمال منه متجاهلا اي معاوقات حاول ادهم ان يندمج في عمله مع والده بلا فائدة فهو لم يستطع ان ينسى حلمه بدخول كلية الهندسة ودراسة ميكانيكا السيارات الانه يعترف انه كان لعبي ولم يكن يطيق الدراسة والمذاكرة فخنه المجموع ولم يوهله لبوابة احلامه وعليه فقد درس على مضض ادارة الاعمال ارضاء لوالده انه على عكس حسام زوج اخته شري وابن الحاج مهدي شريك والده فحسام يعشق العمل حتى ان شري دائمة الشكوى منه فلا تكاد تراه اجتماعات واسفار عمل متواصلة وفي خلال زمن يسير اصبح حسام يدير اغلب اعمال الشريكة واصبح والده يثق به ثقة عمياء ولا يفوت فرصة دون ان يشكر فيه ويعدد مناقبه كان ادهم يخطط لتنضية باقي اليوم مع اصدقائه ولكنه شعر بملل مفاجئ فقرر ان يعود الى المنزل مبكرا على غير عادته انطلق ادهم بسيارة والده فدهمه حنين جارف لعمته نادرة حنين عميق وغير مبرر جعله يغير اتجاهه وينطلق نحو الحلمية والبيت القديم مع نادرة طرق ادهم باب عمته وانتظر طويلا حتى سمع صوتها المميز مين؟ ادام فتحت له نادر الباب واقتنصته في حضنها بلا مقدمات ملك والد بتنهج لي تالت ادوار يقطع نفسك كده حشتني عمته تعال ادخل تحركت نادرة باتجاه غرفة الجلوس في خفة وسرعة اتنقدان مع جسدها الممتلئ اما ادهم فقد مشى ببطء يجول بنظرته في اركان البيت الذي اوحشه الصقف المرتفع ورائحة الاثاث العطيق الممزوجة برائحة الكتب والنوافذ العالية التي برغم مساحتها الكبيرة قد تركت البهو معتما وقد تقاربت في اجوائه حبات الغبار لتصنع غلالة ضبابية رقيقة زادت البيت غموضا وعبقا اه كم يحبه بيت الحلمية وذكرياته مع جده وعمته الوحيدة التي لم تتزوج امتلأ البيت بعد وفاة جده بالكثير من قطع الاثاث الغريبة والكثير من الكتب ايضا اصبحت كل الاصطح والحوائط محتلة بشيء ما تحف هندية لوحات سريالية بضاءات غريبة خطر اليه ان هذه الاشياء لا يمكن ان تكون وليدة الصدفة او نتاج عمليات شراء متفرقة وانما لا شك ان مقتنيات بيت الحلمية لها قدرة خارقة على التوالد والتكاثر ذاتيا وبرغم ان عمته كانت فنانة فانها لم تكن تضع ايا من لوحاتها على حوائط المنزل بل كانت تضع اللوحة فوق الاخرى في كومة غير متزنة في حجرتها وقد شكل ذلك لغزا لم يستطع سبر اغواله لم ترسم لوحات جديدة طالما لوحاتها لا ترى النور سؤال لم يجرؤ ان يسأله دلف ادهم غرفة الجلوس ليجد عمته جالسة امام تلفازي تتابع بشغف احد المسلسلات التركية او معمل لنا كبايتين شاي على بل ما ترقع يكون المسلسل خلص ونشرب الشاي سوا انطلق ادهم يسبح في طبقة الغبار الضبابية حتى وصل الى المطبخ عميتو ما فيش ولا كباية نظيفة وانتي كان عندك عزومة ولا ايه يا ولد اغسر لك كبايتين وبلاش غلبة صباح بقالها ثلاثة ايام ما قتش وانت عارف انا بكره الموعين وشغل البيت هده ايه صباح تغيب ما تغيب براحتها هترجع تلاقي الموعين مستنياها مش عارف ازاي حضرتك فنانة وفي الوقت نفسه وبيتك ما هرجل كده هو علشان انا فنانة يا حبيبي دماغ الفنانين دي بتبقى على طول هايمة وسرحانة كده في ملكوت الله صعب قوي تقفشها وتكتفها وتخليها تعمل شغل البيت علش قسل لك كبايتين وعمل لنا الشاي وانت ساكت طب وانت كده مش بيجي لك سراصير انت عمرك شفت عندي سراصير صراحة لأ علشان ربنا عارف اني مليش في التنظيف وهو بيحبني فحبي يكرمني ويعفي بيتي من السراصير ويجي سرصار زي اك انت يسألني ليه وازاي سرصار مش عامته الله يسمحك ادهم ويقولك ايه اخرج من المطبخ وروح وما تجيش هنا تاني اطلب شاي بالتليفون من الاهوة لتحت قال يوم اتنين عامته ويا درما دخلك شر رد عليها وهو يهرب من معمعة المطبخ بعد ادهم الى الغرفة ليجد تتر النهاية للمسلسل فجلس بجوار عامته قائلا اديني نمرت الاهوة اكلمهم ولا اقولك انت انغدتي لس ما تقعزمك على الغداء يالله يالله نظرت اليه العامة للحظات مقيمة الفكرة ثم افترت شفتيها عن ابتسامة وهي تسأل اتعزمني فين تكلي صيني ولا هندي اقولك ايه رأيك ناكل سوشي تجاعدت جبهة العامة اذا اقترحت ابن اخيها وقالت بحسم لده ولده تهت وديني عند القاهرة تلاتين في المؤطم وهتجبل ملوخية ورز بالشعرية ولحمة محمرة بس كده من عناية وملبسي شدت العامة طرحة كبيرة من على ظهر الاريكة ولفتها على رأسها كيفما اتفق ونظرت اليه قائلة يالله خلاص كده امال انت فكر ايه ابتسم ادهم وهو يتأمل سروال عامته القطني الفطفاض الذي تزينه افيال هندية كثيرة وبلوزتها البيضاء الواسعة قصر قامة عامته وامتلاؤه جعلها في هذا الزي الواسع تبدو مثل الكرة ولكنه احجم عن التعليق اذ يعرف ان القاسم المشترك بين ازياء عامته جميعا هو مفهوم البراح وصل الى المطعم واستطاع ادهم صف سيارته بسهولة على عكس معاناته في الركني صوب الاماكن التي يرتدها مع اصدقائه في منطقتين مصر الجديدة والتجمع الخامس دلفا معا الى المطعمي وجلسا الى احدى الموائد تغمرهما انغام الرحباني يسبح فيها صوت فيروز الشجي يا سلام يا فيروز مش الخبط والرزح لي بسمعوا لما بتنأ انت مكان على زوئك ما شاعمته انا دلك الراجل تطلب لنا عبال مشرف سيجار برنا انت مش كنت بطلت يا حبيبي ببطل وارجع ادعي لي يا عمته قالها ادهم بابتسامة فاترة فسألته اطلب لك زي لا لا ماليش في الملوخية اطلبي لي كبدة وسجوء ايه مش شامم رحة التوم المدعوة بالكسبرة ومأدوح في السمن البلدي للملوخية بتاعتهم وشها بيال من عم السمنة ملوخيتهم دي مش اكلة يا حبيبي لاغنية قالتها عمته بشغف واضح فضحك وسمعها تعاقب وهو يبتعد تأملته نادرة من وراء زجاج المطعم وهو يشعل سيجارته ثم يدخنها في تلذف لم تكن تستصيغ قط منظر السيجارة في فمه كانت راها متناقضة مع ملامحه الطفولية التي لم تتغير في عينيها مهما مرت السنون كان أدهى متوسط القامة يميل إلى القصري كأبيه وأفراد عائلته وكان ذا بشرة ناصعة البيض ورثها عن والدته كما ورث شعرها الكستنائي الناعم والذي كانت دوما تتدل منه خصلة على جبهتها العريضة المستطيلة لتضيف تأثيرا لاهيا لملامهه وكان هذا التأثير متوافقا مع شخصيته المريحة المحبة للحياة أما عيونه فكانت عسلية اللون ضيقة نسبيا تجعل ابتسامته الدائمة مسحوبة إلى الخارج تعلها حواجب كثة وكان ذا نظرة طفولية تجمع بين البراءة والجثل عضضها طابع الحسن في ذقنه ليحي بشخصية صاخبة وعافوية وكان يختار بين حين وآخر أن يترك ذقنه وشاربه في مرحلة الإنبات ليحظى بمظهر أكثر خشونة محاولا تبديد الروح الطفولية التي تضلله ولكنه بالنسبة لعمته كان دوما الدومة الذي لا يكبر عدا أدهم واطمأن أن عمته قد طلبت الطعام ثم جلس يتجاذب معها أطراف الحديث حتى سألها إحكاية أبرار دي ضاقت عيون عمته تتأمله ثم ابتسمت في خبث وكأنها قد كشفت نصابا لتويها تسدأ كنت متأكدة أن زيارتك دي لا يمكن تكون لوقه الله ليه كده أمته؟ ده سؤال عابر تعلن؟ طيب حس سألت على أبرار عايزين نفرح بيك نعم ويه العلاق؟ وبعدين مش لما نفرح بيك أنت الأول انتهت التاريق علي يا ولد التاريق ليه عمته؟ ده أنا بجد نفسي أعرف أنت ليه ما تجوستيش؟ معقولة عمرك ما حبيتي ابتسمت عمته ابتسامة جانبية وعلقت بشروض ياه يا أدهم سبحت بعينيها بعيدا وهي تقول من جهة حبيت حبيت أيام الكلية كان جرنة وحبيته أوي كان بيتمنى لي الرضا أرضا وكان بيتيع لي أن الدنيا كلها مبسوطة معايا أني مفيش حاجة ممكن تفرقنا وكان وعدني يتقدم لجدك وبعدين ولابلين فجأة كل حاجة اختفت وهو بدأ يتهرب مني ولما حسيت بكده كرمتي نقحت علي أنا عارفك طول عمري نحرورة علشان كده انسى حتى أنا كمان وهو ما حاولش يكلمني ولا حتى يبعت لي حد يكلمني وانكسر قلبي أنا أبان دلوقتي قوية نما وانا صغيرة كنت دخل على الدنيا وعلى الحب بقلبة قوي ومسدقة عمرك معرفتي إيه اللي حصل كان بيلعب بيكي مثلا طمعا في فلوسك عمري معرفت سألت نفسي مليون مرة ورجعت كلامنا مليون مرة بس معرفتش حتى أخمن إيه اللي حصل أي نعم جدك كان أغنى منهم بكتير لكن هم كانوا مستورين وعمرنا ما تكلمنا في فلوس معتقدش أنه كان طمعا بالعكس نفسه كانت عزيزة طب أنت اتخطبت مرة صح؟ أه أصدك يا دكتور محمود كان دكتور عندي في الجمع شاطر قوي وكنت منبهر بشغله فلما تقدم لي وفقت على طول كان جوايا حتى كده عايزة أن تقم لقلبي اللي اتجرح واتخطبت بسرعة وفي نفس الوقت هو كان من عيلا كبيرة وغنية وجدك فرح بي قوي وإه اللي حصل؟ مفيش فسخت الخطوبة بعدها بشهر بالزبط ليه؟ من ناحية هو كان بيحب نفسه قوي وكل كلامه عن نفسه وأنا كنت محتاجة حد يحبني يحبني يمكن أكتر من نفسه ومن ناحية تانية ما قدرتش أعمل في نفسي كده بعد ما كنت جربت طعم الحب الحقيقي كنت أعادة معاه في مرة وكان أعمال يتكلم عن شغله بصت له وقلعت الدبلة وحطتها على الترابيزة ومشيت قلت أنا دقت طعم الحب ومش هينفع خلاص أتجوز من غير ما يكون موجود وعنها ما تجوزتش فعلا قلته أعمته ضاحكة فضاحكة أدهم بدوره ثم عاد يسألها بجدية يعني ما حدش يقدر يقنعك أبدا؟ أبدا تصدق؟ مع أني سبت الباب موارب وكان عندي استعداد أجرب وأحاول لكن ما قبلتش حد يدخل من الحتة المواربة دي عموما أنا مبسوطة الحمد لله دور الباقي عليك أنت كنت بتسألني على أبرار صح؟ صلى الله هي توافق إيه يا عمته حيلك أنت عارفة أني ما بحبش المحجبات إيه ده؟ هي محجبة؟ كنتش عارف ثم سألت في خبث وممتك سابتها عادي كده تشتغل معاكو؟ ماما لسه ما تعرفش أنا ما واضح أنها شطرة علشان كده بابا أعينها أنت عارفة أنه مش بيعين محجبات في الفرونت ديسك تصدق؟ باباك ما قال ليش أنها محجبة قالتها عمته متفكرة ثم أردفت وبعدين مالهم المحجبات عب عليك تبقى متعلم ومحترم وتفكر بالطريقة دي بالعكس تبرف عليها أحسن من البنات كتير غيرها أهو مين بقى اللي عنصري؟ ياما محجبات وأخلاقهم وحشة اسأليني أنا أنا لا يمكن أقول مين أحسن من مين دي مش بتاعتي الحجاب أمر الله زيه زي أوامر تانية كتير وكل واحد في نبي يجاهد نفسه وبيحاول يعمل منها على قد ما يقدر وفي الآخر ربنا وحده اللي يعلم مين الأريب ومين البعيد أنت ما فهمتش أصدي هي شغلتها بالذات دايما بيطلبوهم مش محجبات وما ظهر حسن والكلام ده والزمن اللي إحنا فيه ده حتى المحجبة بقت تخلع الحجاب فطالما هي قادرة تواجه كل ده وتفضل محجبة تبقى بنت قوية وعندها شخصية واسقة من نفسها ابتسم أدهم فسألته إيه؟ بتوصفيها تمام قالها أدهم وهو يستحضر صورة أبرار بابتسامتها الجانبية الواثقة وظهرها المستقيم وفي ذات اللحظة وعلى بعد أميال احتلت سيرة نادرة والحب قلب أبرار وعقلها كلام في الحب كانت أبرار مستلقية على فراشها تفكر في ذاتها وفي عمتها وأمها وأبيها ونادرة خرجت تبحث عن أبيها حتى وجدته في الشرفة يقرأ بابا وانت ما تقوزتش نادرة لي نظر إليها أبوها بتؤدى حتى ظنت أنه شرد ولكنه ابتسم أخيرا وانت إيه اللي فكرك استنيتك سنين تسأليه بعد وفاة والدتك لحد ما قلت أن عمرك ما تسأليه شعرت بالحرج فسألته بعصبية غير مقصودة وديني سألت هتقولي الإجابة صمت والدها صنطن أطول من الأول ثم أومأ برأسه وكانه قد استجمع أمره قائلا أقولك وهتبأ أول وحدة تعرف السبب بعد العمر ده كله يا ما أمتك سألتني ويا ما مامتك سألتني وعمري ما قلت لهم بس هأقولك أنت يا أبرار عادي جلست أبرار مستغربة الأجواء الحميمية التي سادت الموقف وهي التي سألت سؤالها بدفع الغضب والغيرة شوفي يا ستي أنا وندرة كنا بنحب بعض وكنا متفقين على الجواز كنت في آخر سنة في الكلية ومستني أخلص بفارغ الصبر علشان أتقدم لها هما كانوا أغنية بحكم شغل والدها في التجارة أخوها عبداللطيف كان وقتها لسه خاطب وحدة من عيلة كبيرة إلى بشوات سابقين المهم في يوم وأنا قاعد مستني دوري عند الحلاء اللي على أول شرعنا في الحلمية تحيرت أبرار وهي تحاول إيجاد علاقة بين الإجابة المنتظرة وبين جلسة انتظار أبيها لدى الحلاق أبوها الحق لطفي وصاحبه كانوا قاعدين بيحلقه وبيتكلمه صاحبه كان بيقوله أنه جايب عريس لندرة وشي جاب ألوان مدت إيدي وخدت مجلة من قدامي أدار فيها صاحبه قاعد يحكي على العريس ويشعر فيه ولك إنه قديس لكن مش هنسرد أبوها عليه لما قاله أنا لا يمكن أجوز ندرة جوازة أقل من جوازة أخوها انسى الموضوع ده خالص ندرة لازم تتجوز واحد غني ومن عيلة كبيرة حتى لما صاحبه حاولي نقشه وتعصب وزعقله والله لو كان نبي ندرة مش هتتجوز غير واحد أغنى مني وقعد فكر تخليه ييجي قابلني هيحرق نفسه ويحرجك قال الحج لطف الكلمتين دول وراح قايم مرة واحدة من على الكرسي ورام فوطة الحلاء ومشي لدرجة أن موسي الأسطى حسن أعلم على خد سعيدها وبقيت كل ما شوفه وشوف العلامة دي أفتكر إن ندرة لا يمكن تكون لليا تأثرت أبرار بعبارة أبيها الأخيرة التي قالها بصوت حزين انتظرت عن يكمل ولكنه لازم الصمت وبعدين بس كده بس إزاي ندرة عملت إيه سكتت ندرة ما تعرفش ما تعرفش إيه ما تعرفش إلا أنا سمعته من والدها ده يعني انت فجأة اختفت من حياتها كده بابا أنا أسفى ما عرفتش أقول لها إيه من كتر الكلام واليأس والمشاعر المحبوسة جوايا ساعتها حاسيت أني صغير أوي صعلوك زي ما باباها قال وما لقيتش حاجة أقولها ولا أعملها غير الانسحاب بس لما بفتكر دلوقتي بقول أنا كنت غلطان طبعا كان لازم أتكلم وأعرفها وخيرها إما تحارب معايا ونبقى سوا إما تختار الفراء كان منتهى الأنانية مني إن أختار لوحدي وكان منتهى الغباء مني إني محاربش علشانها تاملت أبرار للألم البادي على وجه أبيها العزيز وشعرت بقليل من التعاطف يغزو قلبها تجاه نادرة وهي التي رسمت في مخيلتها صورة لنادرة كفتاة غنية مغرورة تعلق بها والدها فرفضته من أجل المال بينما ظلت محتلة أعماق قلبه طارضة والدتها منه إلى الأطراف احتارت أبرار من أين أتت بهذه الفكرة الغريبة أهي فعلا من وحي خيالها؟ نسجتها مشاعرها المرتبكة في فترة المراهقة وظلت تعتنقها حتى اليوم؟ أم أنها سمعت كلاما متفرقا؟ قامت بغزله على هواها وسد ثغراته بخيالها حتى تحصل على قصة متماسكة تحتمي بها من الظنون؟ كانت بالفعل أسهل الإجابات أن تختار لنادرة دور الوحش في المسرحية الخيالية التي نسجتها لأبطال حياتها وهي صغيرة الأم والأب ونادرة أنت حبت فيها إيه؟ كان إيه فرأها عن ماما؟ سألت أخيرا السؤال الذي أرقها وأفسد ميزاجها لسنوات كان فرأها كل حاجة إجابة ضاعنة لم تتوقعها أردف والدها قائلا ده مش معناه أني ما حبيتش منطق بالعكس أنا حبيتها حب كبير وحائي بس حبي لها كان مبني على المواد والرحمة زي ما ربنا قال وحبي لنادرة كان مبني على الانبهار كنت متاخد بيها وبروحها معها كنت بشوف ألوان الطف السابعة في لحظة وأطراف صوابعي معها كانت بتتلسع من النجوم يمكن لو كنت تجهستها ما كناش نجحنا يمكن حياتنا كانت تتبع أم لأخبطة وكنت أفضل اللحقة ومش لحقة مش عارف لكن اللي متأكد منه أني جوازي من منطق ده كان اختيار ربنا لي وعلى فكرة أنا ما غشتهاش هي كانت عارفة حكايتي مع ندرة من خالق رأفة اللي كان صاحبها وقتها ومع ذلك اخترتني وقربتلي وفتحت لي قلبها وساعتني من حنانة وعطفها كانت عارفة أن حب الندرة جزء قديم ومدفون في كياني ومن أحلامي ندرة كانت الخيال ومنطق كانت الحقيقة وكانت ست بيت عظيمة ما فيه زيها الله يرحمها نظرت أبرار إلى والدها الذي سكت عن الكلام ليتكلم الدمع في عيونه وأيقنت أن والدتها كانت تحيا في قلبه بالفعل كما أدركت أن المرارة التي احتملتها تجاه ندرة طيلة سنواتها الاثنين والثلاثين لم يكن لها داعي ثم كانت والدتها لم تكن محددة مطلقا تنهدت أبرار متذكرة حديثا لها مع والدتها منذ سنوات طويلة كان ذلك قبل أن يتوفاها الله بأيام عندما سألتها أبرار فجأة ماما هي من ندرة؟ ندرة؟ انت يهي لعرفك بالاسم دايبنتي صمتت أبرار مترددة هل تبوح لوالدتها بما رأته وهي ابنة العشر سنين؟ أن تظلوا على كتمانها وروايتها التي نسجتها وآمنت بها فكرة يا ماما لما كنت في سنة ستة وبابا عي جامد كنت خايفة أوي وفضلت أعدى طول الليل قدام بابو ضدك ساعتها سمعت بابا وهو بيردد اسم ندرة وانت كنت كل شوية تعياتي ساعتها فهمت ان دي واحدة بابا بيحبها وانك زعلانة ومأهورة أفضلت كل ليلة أدعي ربنا ان النذر دي تموت علشان بابا يفضل معانا وما يسبناش ويرح لها ياه يا أبرار معقول الفيلم اللي عملتي ده ما سألتني ساعتها ليه كنت فهمت كل حاجة بقالك سنين بتدعي على وحدة علشان سمعت أبوك بيقول اسمها وعلشان شفتك بطعياتي ثم أطرقت بوجهها وقالت في خجل يومها الظهر كانوا جايبين فيلم مع صفير الجنة في التلفزيون فخفت بابا يعمل معانا زي البطل ويسبنا ويروح يعيش مع ستة تانية جرجلت ضحكة الأم غير مصدقة خيال ابنتها الخصبة ثم قالت مفسرة نادرة دي كانت جارتنا زمان في الحلمية هي وابوكي كانوا بيحبوا بعض وابوها ما وفقش على الجوازة فسابوا بعض بس كده أنا كنت بعاية تللتها علشان الآن على بوكي مشاكتر وانت وبابا اتجوزت عن حب كانت أبرار تعلم الإجابة مسبقا ولكنها كانت تريد فهم تلك العلاقة المتشابكة لا يا حبيبتي من بقولك هو كان بيحب ندرة قالتها وريدتها ببساطة وهي منشغلة بالتقميع البمية شعرت أبرار بالغيظ وانت عادي كده وفقتي تتجوزي وانت عارفة انه بيحب وحدة تانية ضحكت والدتها ضحكة سريعة ثم قالت الصراحة؟ اه هو كان عاجبني ولما عرفت من خالق رأفة انه ما فيش أمل يتجوز ندرة قلت دي فرصتي كنت عارفة انه بيحبها بس قلت النفسي ما حدش بياخد كل حاجة اخترت أبوكي بأخلاءه وطبته وجدعنته ومش لازم يعني أخد قلبه كله أخد أنا حتة وندرة حتة جدتك الله يرحمها قعدت تقول لي بلاش أتتعابي ومش هتعيش مبسوطة وانت عارفة ان في وحدة تانية في قلبه قلت لها أنا عارفة عيزائي أنا عايزة تجوز كامل ومش لازم يحبني أحبه أنا وهتبسط مع أبما عرفتي صمتت أبرار وهي تحاول هضم منطق والدتها المباشر وتطبيقه على نفسها وكان والدتها قرأت أفكارها ما تفكرش كتير يا أبرار انت مش زي واللي يرضيني مش هو اللي هيرضيكي أنا كنت عايزة تجوز واحد محترم يعملني كويس وعيش معه مرتاحة لكن أنا عارفاكي كويس يا بنتي انت مش هيرضيكي غير الحب وهتخدي يا حبيبتي بإذن الله هيك تحفظ عليه وما تعملش زي أبوكي قالتها وهي تضحك في بساطة آسرة لطالما أحبتها أبرار تنهدت أبرار وترحمت على والدتها ثم تفكرت مجددا في نادرة هل ستجرؤ على كسر التابو الذي أعشش فيها طويلا والذي ظل ملازما لها حتى بعد أن علمت حقيقة نادرة من أمها قبل وفاتها لم تجرؤ أنذاك على تغيير قناعتها والتخلي عن القصة التي عاشت بها طويلا وأصبحت جزءا منها الآن الأوان أن تسامح نادرة بعدما سمعته من أبيها اليوم أم ستظل متمسكة بكرهها الفطري لها وفاء لعهد قطعته هي على نفسها ولم يفرضه عليها أحد لحظت أنها لم تعد تشعر بتلك الغصة المريرة التي كانت تكتنفها كلما تردد اسم نادرة في مخيلتها تمددت في فراشها استعدادا للنوم وتساءلت ترى ماذا يخبئ لها الغد؟ ثم عزمت وجددت عهدها القديم أي أن ما كان قدرها فهي لن تتزوج إلا عن حب عمر أبرار إيه المفاجأة دي؟ عمر بتعملي هنا وقف أدهم ينقل بصره بين عمر وأبرار ويتابع الحوار الحماسي الذي دار بينهما حتى تدخل قائلا دا عمر سكرتير بابا في الفرع الثاني أصدق مدير مكتبه قالتها أبرار وهي تبتسم بينما سألها عمر في لحفة وانتي؟ رد أدهم مجيبا في جفاء أبرار مديرة مكتب بابا بدل جيجي تعرفوا بعض كنا زملة في الكلية يا دي كانت أيام فكرة سكشن دكتور مهاب يما عملتم في مألب وخدنا كلنا صفار في عمل السنة تبدل عمر وأبرار الذكريات الضاحكة بينما تابعهما أدهم بفتور لم يدري له سببا فانسحب قائلا طيب عن إذنكم أنا في مكتبي عن إذنكم أنا كمان هدخل للحق جايب له وراء مهم من العباسية وفي لحظة انفضل جميع بينما ظلت أبرار وحدها تتأمل الصدفة التي جمعتها بعمر كان زميل لها في كلية التجارة تتذكر تفوقه ومستواه اللامع الذي كان يجعل أغلب الطلاب يحومون حوله يطلبون مساعدته ويقومون بتصوير مذكراته تتذكر أيضا خجله وانغلاقه ومظهره المتواضع وإسراره على التمييز الدراسي كان يفترض أن يعين معيدا بالجامعة فرفض وآثر العمل الحر مبررا ذلك وقتها بأنه قد مل المذكرة ويريد بناء نفسه بسرعة ويبدو أنه قد نجح في ذلك فمظهره قد اختلف عن أيام الكلية وإن كان لزيه الطابع المحافظ ذاته فهو كما اعتادت رؤيته يرتدي سروالا من القماش الرصاصي وقميص رماديا ذا أزرار وينتعل حذاء جلديا أسود إلا أن فرق الجودة بدى واضحا بين زي اليوم وازياء الأمس وينظل ذوقه كما هو تقليدي حتى النخاء أما نظراته فقد تغير إطارها من البلاستيكي البني السميك إلى المعدنية الذهبية الرفية وكان لا يزال يرفعها على عينيه كلما شعر بالارتباك احتفظت أبرار لعمر بمعزة واحترام لاجتهاده وانضباطه ولكنها كانت تتحير إزاء انغلاقه وتحفظه ولم يخفى عليها أنه حاول التقرب إليها في السنة الأخيرة من الدراسة لكنها صدته بمزيج من الحزم واللطف فلم يكن طراز عمر يستهي قلبها المنطقي أوقفت سيلة ذكرياتها وانهامكت في العمل حترن هاتف المكتب قبيل ساعة الراحة بدقائق وردت أبرار لتجده عمر ما تيجي عند مكتب مدام مايسا جيبين غدا وهناك مع بعض ترددت أبرار قليلا فهي ليست اجتماعية لهذا الحد ولكنها قررت الانضمام إليهم محاولة الاندماج مع موظفي الشركة فضلي قالها أدهم وهو يمد يده بشطيرة ضخمة الحجم أصل أدهم اللي عزمنا النهاردة يا ست قالها عمر موضحا اخترت لك على زوئي كوردن بلو قالها أدهم وهو لا يزال مادا يده لم تأخذ أبرار الشطيرة بل قالت مرسي أوي على زوئك بس أنا مش بحب حدي اختار للأكل معايا سندويتشات من البيت ثم جلست وبدأت تأكل شطيرتها المنزلية في صند شعر أدهم بالإحراج فمدت مدام مايسا يدها من فورها وأخذت منه الشطيرة قائلة هات ولا يهمك الواد حمد ابني بيحب السندويتشد أوي تسلم إيدك ترك أدهم الشطيرة بين يدي مايسا شاردا وقد احترى إزاء أبرار لقد حاول أن يرحب بها ويبدد شعورها بالغربة أم تراه تعدى حدوده ظل عمر وأبرار يتبادلان الحديث الذي كان يدور معظمه حول زملاء الكلية ومآل كل منهم اليوم قطعهما أدهم فجأة عمر وأنت مش راجع الفرع النهاردة؟ نهاردة وبكرة لحد آخر الأسبوع عند شغل محتاج الحج وهو مباشي يحب يروح الفرع الأديم تمام هتفت مدام مايسا قائلة نهاردة متش الأهلي والزمالك تفتكر منها يغلب؟ الأهلي قالها أدهم في صوت واحد مع ميسا بينما هتف عمر مع أبرار في ذات اللحظة الزمالك ثم ضحك فقالت ميسا بسخرية كلها كم ساعة ونضحك احنا وتدخل أنت تكتبوا على الفيس صنظلة أو فياء وقبل أن يرد عمر دخل عليهم رجل في نهاية العقد الخامس من عمره جاد المظهري حاد الطباع أهلا يا أستاذ عبدالله اتفضل معنا قالها أدهم مرحبا بمدير الحسابات الذي كان في السابق يداوم بالفرع القديم حتى أصر الحج على نقله إلى فرع التجمع إذ كان يعتمد عليه كثيرا في العمل وفي الحدس السليم أيضا ابتسم الأستاذ عبدالله شاكرا ثم سأل حد عنده فكرة أستاذ حسام رجع أمتى من السفر؟ محتاج ضروري رد عليه أدهم قائلا غالبا أبل أخر الأسبوع الجاي عيد ميلاد شيري يوم الخميس وأكيد حسام هيحضر كل سنة هي طيبة قالها عمر باهتمام بينما ردت أبرار على سؤال مدير الحسابات قائلة أنا فعلا حجست تذكرت رجوع لمستر حسام يوم الأربع بالليل ياه لسه دامه أكثر من أسبوع لما الأستاذ حسام بيغيب الدنيا كلها بتطلخبط ردت عليه أبرار قائلة لو تحب حضرتك أبعث له أي إيميل اتفضل معاي على المكتب تفكر عبدالله للحظة ثم نظر في ساعته قائلا ده لسه فضلك نص ساعة علم البريكي خلص قامت أبرار من فورها وقالت بحماس مش مشكلة خالص أنا بحب الشغلة أكثر من رحا وخرج معا صوب مكتبها آل مهدي مرت عدة أيام على أبرار في العمل كانت تشعر فيها بالترقب لمقابلة حسام الذي يتكلم عنه الجميع وعن إدارته الفذة للأعمال خاصة عمر الذي أشار إلى ذلك أكثر من مرة بيد أنها التقت بالحاج مهدي والد حسام وشريك الحاج عبداللطيف وعضو مجلس الشعب المرموق وقد رأت فيه شخصا صاخبا ودودا كثيرا ضحك على أكس الحاج عبداللطيف الذي يتميز بالهدوء والاتزان وقلة الكلام ترى لها أن شركة الحاج مهدي أصبحت شركة شرفية أكثر منها فعلية ربما لأن دوره كعضو مجلس شعب لعدة سنوات متتالية يستحوذ على كل قوته وعليه فقد ناسبه جدا الضلع حسام ابنه بالأعمال دون نعنى لحظت أبرار أن الاختلافات بين الشريكين لم تنحصر في العمل فقط بل امتدت إلى المظهر أيضا الحاج مهدي كان طويلا ضخم الجثة يرتدي دوما بذلة رسمية وعلى كتفيه عباءة بنية كبيرة موشات الأطراف تزيد من ضخامته وكان شديد السماري ذا رأس كبيرة وملامح ضخمة ونظارة ضخمة أيضا بينما خط الشيب شعره الكثيف على عكس الحاج عبداللطيف الذي كان متوسط البنية يميل إلى القصر ممتلئ الجسم يرتدي عادة قميصا وسروالا فلم تره ببذلة رسمية إلا مرة واحدة وكان شعره قد تراجع كثيرا عن مقدمة رأسه منحسرا إلى أعلى الرقبة فكان رأسه الدائرية الصغيرة تبدو كالبيضة اللامعة وكان هذا شارب رمادي مميز تحرك كلما تكلم انكفأت أبرار على مكتبها تراجع ملفا ما في تركيز عندما سقط عليها ظل ضخم فرفعت رأسها تلقائيا متوقعة أن ترى أمامها الحاج مهدي ولكنها وجدت شخصا له الهيئة نفسها بملامح أصبى بكثير وكان الزمن قد عاد بالحاج مهدي ثلاثين سنة إلى الوراء وقفت أبرار وقبل أن تتكلم بادرها الدخيل انت السكرتيرا الجديدة؟ رفعت أبرار عينيها إلى أعلى في يأس ولم تكلف نفسها تصحيح المصطلح مجددا وهو أيضا لم يعطيها فرصة أنا سيف أكيد سمعت عني لم تسمع عنه قط بابا هنا؟ استنتجت أنه ابن الحاج مهدي من الشبه ومن الأريحية فجزفت قائلة حضرتك توصد مستر مهدي هو كان هنا ومشي ماستر؟ أضحن الشركة هتطور أوي على إيدك قال هسيف ضاحكا وهو يعبث بالسلسلة الذهبية التي تحيط برقبته اكتنف أبرار شعور مفاجئ بعدم الراحة نحته جانبا قائلة بأسلوبها المهني المعتاد حضرتك تحبت أبل مستر عبداللطيف؟ أه ممكن قالها سيف وجلس على المقعد أمامها لم تفهم أبرار ما عليها فعله ترددت قليلا ثم جلست وحاولت متابعة عملها ولكن رائحة عطر سيف المكثفة تخللت أنفها كضيف ثقيل يفرض نفسه مبددا تركيزها كان سيف قد ورث بنية أبيه من حيث الطول والعرض والسمار ولكن شعره كان أسود اللامعا تنتهي خصلته الطويلة الملتفة أعلى الكتف وكان الثراء ينضح من كل ما يخصه حتى علامة المرسيدس التي تدلت من سلسلة ذهبية قصيرة ما فتي أيلفها حول أسبوعه في حركة تكرارية أهلا سيف انتهينا من إمتى؟ راحة فورية اكتنفت أبرار أهلا أدهم أبدا كنت بسأل على بابا وسكرتيرت باباك قالت أنه ماشي اسمها مديرة مكتبه قالها أدهم بتلقائية فابتسمت أبرار يا سيدي ما تدقش مش عارف مش يمكن أرجع أشتغل معكم تاني وساعتها تبقى سكرتيرتنا كلنا قالها سيف وهو يخبط بكفه على كدفي أدهم أتبعها بضحكة صاخبة خرج على إثرها دايك في حاجة؟ سألها أدهم مهتما ما يدرش دايقني أصلا ردت في إباء زم أدهم شفتيه وهم بالخروج ولكنها سألته في اهتمام هو فعلا كان بيشتغل معاكم؟ من سنتين قالها أدهم باقتضاب وخرج انتهزت أبرار فرصة الاستراحة وذهبت صوب مكتبي مايسا تسألها هو سيف كان بيشتغل معاكم هنا؟ سيف؟ ابن الحج مهدي؟ أيوة بس مش هنا في الفرع الأديم دي كانت فضيحة وأتهى انطلقت ميسا في سرد التفاصيل كافة عن الموضوع وعن المواضيع التي بجانبه ولم يتوقف فمها عن الكلام لحظة حتى انتهت فترة الاستراحة عادت أبرار إلى مكتبها تتفكر فيما عرفته عن سيف لقد داوم بالفعل عدة أشهر في الفرع الرئيسي للشركة بناء على اقتراح من الحج مهدي تحمس له الحاج عضو لطيف كثيرا في حينها مستبشرا بدور حسام المميز في العمل ولكن عندما حل الجرد اكتشف نقصا كبيرا في المال اعترف سيف على الفور بأخذه معللا ذلك بأن المال مال أبيه ومن حقه الأخذ منه وقت ما يشاء لم يحاول إنكار التهمة أو حتى الاختلاس بشكل غير مكشوف وطب الحج عبداللطيف وأصر أن يترك سيف العمل رافضا إعطاءه الفرصة الثانية التي طلبها الحج مهدي وقد فهمت أبرار من ميسا أنه برغم طيبة الحج عبداللطيف وسماحته الباديتين إلا أن الأمانة لديه قيمة لا فصال فيها ولا يقبل المساس بها حتى من ابنه لم يتدخل أدهم وقتها أما حسام وبخلاف التوقعات أيد الحج عبداللطيف في موقفه وطلب أباه بتنحية سيف معلنا أنه سيتكفل بأي أموال يطلبها أخوه شريطة بعده التام عن الشريكة بدل الجميع وقتها أن الحج مهدي استسلم ولكنهما لبث أن كرر محاولته مع الحج عبداللطيف كي يعيد سيف إلى العمل ولو بدون راتب وبعيدا عن أي أموال حتى لا يختلس مجددا معللا ذلك بأنه يريد لابنه أن يصبح رجلا ولن يجعل منه رجلا سوى العمل كرر الحاج عبداللطيف رفضه بإصرار لم يتزحزح ورددا مقولته الشهيرة الأمانة ما فيهاش فصار فهل كان يعلم ما يخبئه له القدر؟ صافي دلف أدهم إلى الفيلا فتناهت إلى مسامعه أصوات نسائية متداخلة من جهة غرفة الجلوس التي تطل على الحديقة ابتسم وهو يفك شفرة الأصوات النبرة الحادة الأرستقراطية لوالدته صافي ناز أو صافي كما تحب أن ينادوها أما النبرة الرقيقة السريعة فهي لأخته الصغرى شيري خرجت والدته من الغرفة إلى البهوي تتباهها شيري وعندما رأته بادرته سائلا أم الله فين باباك؟ جاي ورايا ماما فتح باب الفيلا مجددا ودلف منه الحاج عبداللطيف ومن ورائه عشر السائق الذي كان يحمل حقيبة الحاج وعدة أشياء أخرى إيدي يا لطيف إيدي يا عشري انطلقت نبرة صافي الحادة تجلجل في الهواء خير يا هانم؟ سأل عشري خير يا صافي سأل الحاج لبسك يا عشري لبسك المبهدل إيه يا لطيف فين بدلته؟ كم مرة قلنا الشفوغ لازم يلبس بدلة مخصوصة هلأيها منه ولا منه مشايماء؟ يا جماعة حرم عليكم مش معقول كده نظر الحاج لابنه أدهم نظرة بها من الشكوى قدر ما بها من التسامح فابتسم له أدهم ابتسامة تعاطف سريعة شما تحرك صوب السلمي مؤثرا الهروب من المعركة المتكررة فاستوقفته والدته قائلة استنى أدهم عايزك عاد إلى أدرجه متثاقلا فبدرته قائلة عايزين نتفع على عيد ميلاد شيري أنا بقول نعمله في فيلا السخنة الجو حلو دلوقتي بس شيري مش راضية عايزة تعمله هنا ما شيري براحتها يا ماما؟ أضع وجه شيري يعني إيه براحتها؟ كلكم براحتكم يعني طب وأنا أنا عايزة غير جو ماما أنت لسه رجع من مراسل أسبوع اللي فات أيوة قلت لكم أني ما انبسطتش الجو كان برد خالص ما احنا قلنا لك أن الجو هيبقى برد ما سدقتناش وقلت لنا أن طنط شاهي كانت هناك بسطت صمتت والدته وقد تعكر وجهها وبينما نظرت له شيري في أمل فقال محاولا إرضاء الأطراف كافة أحنا نعمل عيد ميلاد شيري هنا الخميس ولو عايزة تغيير جو أخذك الجمع الصبح ونطلع يومين السخنة انفرجت سرير والدته دوريان حبيبي عشان خاطر أختك بس هتعزمه مين؟ اقترحة شيري أنا عايزة المرادي إحنا وعيدة حسامو بس لا بقى سمع بنتك يا لطيف عايزة تبوز علينا المناسبة بدل ما نعزم كل صحابنا وارجال الأعمال مش المناسبات دي مهمة لشغلك؟ قلها نظر الحاج لوجه ابنته المتوسلي ثم قال نبقى نعمل حفلة تانية ليهم مخصوص انت وراك إيه يا ستي؟ بلاش نزعل شيري انطلقت شيري محتضنة الحاج بينما تقطقت صافي بلسانها معطردة انت مدلاحة يا لطيف عموما اطلع للأوضع زاك ثم وجهت كلامها لعشري الذي أمل أن تكون قد نسيته وانت عشري لو شفتك بالبهدلة دي تانيها مشيك الناس يقولوا ايه لما يشوفوك بالمنظر ده؟ يال تفضل ولا عشري هاربا بينما اتجهت هي نحو سلام الفيلا تأملها أدهم وهي تصعد الهوينة وابتسم كان يحبها رغم كل شيء حياتها الخاصة التي عاشت فيها من غماس تهم ربما كانت ما فتنا والدة علمها المختلف ذو التفاصيل المخمنية والتي لا يشبه في شيء عالم الأعمال الرمادي البارد كان المراقب لها يظن أن حياتها تدور حول نفسها ونفسها فقط ولكنها في الحقيقة كانت تحب أولادها حبا جمى وتحاول إسعادهم بطريقتها كانوا يفهمونها ويتفهمون معها رغم صعوبة ذلك أحيانا لما تعتنقه من أفكار أرستقراطية مرهقة مدركين أنها بشكل ما هي من تطفي على البيت السعادة والهناء والألوان حافظت صافي على جمالها وأناقتها متجاوزة الزمن بشكل لافت للنظر في طفولتها كانت شري تناديها بمامي باربي لتشابهها مع عروستها الأثيرة وكانت صافي تستحق اللقب عن جتارة بقوامها الدقيق وشعرها الناعم المصبوغ بلون الذهب وبشرتها شديدة البياض التي كانت تحرص على عنايتها باستخدام مختلف مستحضرات التجميل والتي لم تخلو من بعض البوتكس هنا والفلر هناك كي تضحض أثار الزمن وتظل باربي كما أن حرصها على ارتداء أغلى الأزياء وأحدثها وتنوعها في الاختيارات بين الأزياء الرسمية والعصرية والناعمة والرياضية والمنسلية كل ذلك جعلها باربي فعلا وكان والده يحب أن تكون له باربي فكانت ولا زالت أحبتها عمته نادرة أيضا فبرغم كون والدته شخصية مستفزة بالنسبة لنادرة وقد توقع أن تراها تافيها واستهلاكية بيد أن حب أخيها لها وإخلاصها له ولبيتها وأولادها أرض نادرة فأحبتها كانت لقاءاتهما دوما مشتعلة بالكلمات المتراشقة ولكن وراء تلك المشاهد المثيرة كان يكمن التعاضد وقد ظهر معدن تلك العلاقة للعيان عندما نشأ خلاف كبير بين صافي والحاج في مقتبل شبابه عندما تقربت منه بشكل سخيف إحدى العاملات لديه مما أثار حفظة صافي وغيرتها فأصرت على طردها من الشركة بينما رفض أبوه وقتها ذلك الطرح بإصرار لم يستطع أدهم تفسيره تدخلت نادرة وانحازت لصافي ناز تماما بل وفي اليوم نفسه جاءت لتلك الموظفة بوظيفة أخرى في شركة قريبة وبضعف الراتب مما وضع أباه في موقف محرج واضطره للموافقة على مضض وتم تسجيل الانتصار في تلك الواقعة لنساء بيت عبداللطيف عن شري وحسام درف الحج عبداللطيف إلى جناح النوم متوجسا خيفا فقالما تطلب صافي مخاطبته بهذه الجدية على انفراد وجدها جالسة تطلي أظافرها بعناية وبينما عبقت المكان رائحة الطلاء النفاذة ممزوجة برائحة عطرها المميز خير يا صافي لطيف انت لازم تتكلم مع حسام الموضوع زد أوي حسام ماله دم سافر ولسه قدامه أسبوع لما يرجع أيوة أيوة بس شيري مش مبسوطة مش شايفها مطفية ازاي لم تكن تعبيراته مثل مطفية تفسر الكثير للحاج يعني حسام طول الوقت بيشتغل وشيري على طل وحدها وبعدين يا صافي في الدلعة ده مش انت وشيري اللي أصريتم على الجوازة دي قلت لكم حسام ده بتاع شغل شيري عايزة واحد فاضي دلعها ويبقى حواليها طول الوقت ما عجبتش ما الحاج مهدي قال ان حسام هيتغير بعد الجوازة ساعتها قلت لكم ايه قلت ان ده كلام بيقولوا مهدي علشان يتمم الجوازة وزيتنا في دقيقنا لان مهدي ما بقاش فاضي وعايز يتفرر لمجلس الشعب هيعمل ايه غير انه يخلي ابنه يمسك له الشغل فالجوازة دي تضمن له ان الشركة اللي ما بينها ما تنفضش يعني ايه احنا خدنا مقلب ما قلتش كده حسام ولد كويس ومحترم وجد انما هو بتاع شغله مش هيتغير انت عارفة ان يشيري ده اللوع وهو مالوش في الدلع فاكرة قلت لك ايه للي تكتب الكتاب اني حاسس ان حسام مش بيحبها فاكرة ردك قلت لي مش مهم المهم انها بتحبه وهتبقى مبسوطة لو اتجوزته مش مبسوطة لدلوقتي اطرقت صافي برأسها قائلة في خفوت احنا ها كنا فكرين وهيحبها اغطاض لطيف من منطق زوجته واغطاض اكثر من نفسه لاتمام الزيجة فان كانتا زوجته وابنته غير بارعتين في تقدير مثل تلك الامور فكان الاول به ان يأخذ على عاطقه الرفضة حتى وانتسبب ذلك في حزنه ما حينها لقد ترخ وشعر بالضعف ازاء اصرار ابنته والحاح شريكه والان لا يعرف ماذا يفعل طيب يا صافي افكر في الموضوع واشوف ممكن اعمله استهدت صافي حماستها قائلة تفتكر لو عاشوا لوحدهم في شقة الرحاب ولا الفيلا بتاعت مدينتي يبقى احسن زفر الحاج غيظا قائلا مانا قلتلك من الاول يتجوزوا في شقة لوحدهم مرضطيش وعطيت للي نفسي بنتي تعيش معايا وما تبعدش عني واحسن بيسافر كتير والفيلا عندنا واسعة ايه اللي غير رأيك بقول يمكن هو سبها علشان عارف انها معانا لكن لو قعد الوحدها تصعب عليه حاول الهاج واستيعاب منطقي صافي الانثوي ثم استوقفته تفصيلة ما انت بتقولي الرحاب ولا مدينتي ما يسكنوش ليه في الفيلا بتاعت مهدي اللي في الكونباوند اللي ورانا ما هما باعوها انت ما تعرفش؟ باعوها؟ ليه؟ وامت؟ محدش قال لي هو سامي يتابع منها البزنس بتاعكم اللي هناك؟ غريبة محدش قال لي يعني بعدين البزنس بتاعنا اللي هناك لسه على قده مش مستاهل شاء او اقامة سيبك من الموضوع دا دلوقتي انا جات لي فكرة حلوة اوي علشان حسامي يخلي باله من شيري خير انت تلمح لحسام انه لو شيري فضلت مش مبسوطة معاه هتفض الشركة مع بابا وهتاخد منه الشغل اتقدت عين الحاجي وقفز من على مقعده في غضب قائلا ايه اللي انت بتقولي دا يا صافي انت تجن انت انك مشت صافي اذا اثورته انت عارفة كله الا الشغل ولكنت فكرة انه حسام هو اللي محتاجنا تبقى غلطانا واحنا اللي محتاجينه دلوقتي بعدما اغلب شغل الشركة بقى في ايده انا لا يمكن ادخل الشغل في الكلام الفارغ بتاعكم دا وجدت صافي صوتها اخيرا فقالت بنبرة مبحوحة طب وعمر ما ينفعش هو يمسك الشغل برضو عمر مين اللي يمسك الشغل عمر لسه فاضل عليه كتير وحسام كمان ربنا مديله الموهبة مش اي حد يملى مكانه لو كان ابنك مسك الشغل كان الوضع اختلف سكت يا صافي ونامي حسن بدل نقول كلام مش عايز اقوله طب بس اقولك انا خارج قالها الحاج وصف على البابا في عنف دعوة جلس الحاج عبداللطيف في الحديقة يحتسي قهوته مستمتعا بشمس الصباح قبل ذهابه الى الشركة كانت اهدأ لحظات يومه تلك التي يقضيها وسط الحديقة الغناء خاصة بعد اعتدال الجو فكان يحتسي فيها القهوة صباحا والشاي الممزوجة بالمرمرية في المساء مر حسن بيحميه في الحديقة في اثناء خروجه فناده الحاج ايه يا ابن لصحك بدري لنت لسه واصل من كم ساعة لازم اجري على فرع العباسية علشان نتممي على كم حاجة وبابا برضو ميكلفني بشوية مشاوير كده مش استنى عليك تريح من الصفر ده جه موجه حسام ولم يرد فقال الحاج مغيرا الموضوع ما تنساش عيد ميلاد شيري النهاردة اه كويس ان حضرتك فكرتني دلوقتي شيري فجعتني انه هيبقى يوم عائلي انا الصراحة كنت حابب عمر ياخد علينا شوية اكتر حضرتك ايه رأيك طبعا طبعا معك حق ما فيش مشكلة اعزمه وانا هتصرف في الموضوع ده تمام تحب اوصل حضرتك لا لا انا مستني ادهم انطلق حسام وظهر ادهم في ذات اللحظة مشغول في ايه يا بابا حسام يا سيدي عازم عمر على عيد ميلاد شيري النهاردة بيقول عايزه ياخد علينا ومعها نفس الولد ده يغير من اسلوب لبسه وكلامه عايزه يبقى واجهة للشركة علشان اقدر اخليه يتعامل مع العمل اكتر من كده طب وفين المشكلة انت مش عارف مامتك هتقول لي عزمت حد غريب وما يعرفناش ولازم نعزم له حد معاه ايه رأيك نعزم ابرار كمان منها برضو تاخد علينا ومنها هي وعمر كانوا سملاء واخدين على بعض فماما مش هتحس ان في حد منهم غريب او قاعد لوحده والله فكرة انا كنت اقول لي مامتك ان رانا جاية بس عارف انها تقول لي سيب رانا وادهم فحلهم نظر الحاج لي ادهم يستشف ورد فعله عن العبارة الاخيرة ولكن ادهم قال اتقول لي ابرار يا بابا ولا اقولها انا اقولها انا يا سيدي قلت لعمت اش عارف مامتك قالت لها ولا لا اقول لها طياط خلصت اهوتك يلا بينا دلفت ابرار الى منزلها بعد يوم هافل من العمل لتجد عمتها تشرب الشاي مع ابيها في دعاء سلمت عليها ابرار ودخلت حجرتها فاستبدلت ملابس العمل باخرى منزلية مريحة واعادت لنفسها قدحا من الشاي الى الاخرى وانضمت لهم نظرت عمتها الى لبسها المنزلي باستغراب ايه اللبس ده انت مش رايح عيد الميلاد وحضرتك عرفت منين اني معزومة نادرة كلمتني النهاردة تتطمن على اخبارنا وقالت لانها رايح عيد ميلاد بنت اخوها وانك معزومة ايوه فعلا بس انا مش عايز اروح ايه خبر ليه كده يا ابرار ما يصحش عمته انا روح ايد ميلادتهم بتاع ايه انا بشتغل في الشركة وبس ما بحبش التلزيق ده ايه يحشرني مع عائلتهم نظرت العمته الى ابي ابرار فابتسم وآثر الصمت امبرت العمته ثانية يا بنتي ما يصحش يازموك وما تروحيش وبعدين مش العيلة دي بس اللي هتكون هناك مع عمر زملكم معزوم برضو هو حضرتك مقيمة معانا في الشركة ولا ايه ابتسمت العمته ولم تعقب فقالت ابرار وبعدين في حدي يعزم حدي في يومها انا كنت عامل حسابي اعود معكو النهاردة براحتي ما تحبكي هاش هجلكم بكرة من بدري ونعود سوا ها تدخل والدها قائلا ايه رأيك تروحي نص سعى بس ويبقى اسمك لبيتي الدعوة علشان ما يصحش لو مش عايزة سوئي اخلي تامر يوصلك هو في مشاوير هنا قريب مننا وكانها ييجي روحني بالليل قفزت الى مخيلة ابرار قيادة ابن عمتها المتهورة فآثرت السلامة قائلة اروح بالعربية يا عمته لحسن تعطل منك هناك بالليل ثم قالت لأخيها ايه يا كامل لازم تغيره العربية دي بتحبها يا ستي بتحبها تبقى تحط صورتها في المحفظة لكن ليه البهدالة؟ اسرعت ابرار الى غرفتها هربا من ضغط عمتها وجلست على فراشها تفكر كانت مترددة في الذهاب تشعر ان ليس لها مكان في تلك المناسبة العائلية الان فكرة وجود عمر خففت من الامر قليلا كما انها لا تحب رفض دعوة رئيسها في العمل الحاج عبدالطيف خاصة مع الحرص والاهتمام الابوي الذي يبديه نحوها تفكرت للحظات ثم اجمعت امرها وقامت بفتح خزانة ما لابسها لانتقاء زي المناسب عيد الميلاد ترجلت ابرار من سيارة الاجرى امام الفيلا مباشرة ونقدت السائقة حسابه لتسمع من يحييها ابرار ازايك التفتت خلفها لتجد عمر واقفا في ارتباك ظاهر فسره بقوله كويس لننصلنا سوا دعا اول مرة اجلهم البيت نظرت ابرار الى القصر المنيف الذي يقبع عن نصية من نواصي شريع التسعين الشهير وشعرت بطعاطف انتجاه هذا البناء الفاره الذي نعته عمر بالبيت كانت البوابة الامامية مفتوحة لاستقبال الوافدين فظهرت منها حديقة مترامية الاطراف تفصلهم عن القصر رحب بهما حارس الامن المنوطي بالبوابة واشار لهما بالدخول طبطأت خطوات عمر وهو يتأمل المكان بعيون واسعة وانفاس مأخوذة تاملت ابرار بدورها اركان الحديقة المزدانة بالاشجار المورقة وشجيرات الزهور المختلفة يلفها عبير رقيق هو مزيج من روائح الفل والياسمين ومسك الليل مع صوت خافت لخرير ماء لم تتبين مصدره بينما توسط الحديقة مسبح كبير انعكست عليه الاضواء في مشهد ساحر وتناثرت حوله المقاعد والميظرات وتزينت الاشجار من حوله بفروع نور اطفت بهجة وضياء توقفت خطواتهما امام مدخل القصر بناء فخم ضخم ذو مدخل كبير مكسو بالرخام المسقول على جانبيه عمودان مرتفعان من المرمر وفي وسط المدخل الرخامي قبعت فسقية من الفسيفساء الزرقاء تنبعث منها المياه صاحبة صوت الخرير وقفت ابرار مع عمر امام باب القصر الخشبي الضخم المطعم بالنحاس وقبل ان يقوم احدهما بطرقه انفتح لهما ووجدا امامهما شيري وحسام سمعت ابرار صوت نفس مشدوه من عمر فخمنت انها المرة الاولى التي يرى فيها شيري على الحقيقة كانت شيري ترتدي فستانا واسعا من الحرير الابيض يكشف ذراعين واعلى الصدر وينتهي قبل ركبتين بقليل بدت كعروسة صغيرة بقامتها القصيرة وقوامها الممتلئ قليلا وعيونها الضاهكة وابتسامتها التي تظهر نغزتين اخذتين في وجنتيها بينما انسدل شعرها الكستنائي المتموج على كدفيها في رقة كانت جميلة وقد اخذ عمر بها اما الباقون فلتفت عيونهم حول ابرار في فضول كانت تمثل لهم طرازا لم يعتادوه بحجابها الابيض الذي التفح لوجهها باحكام وقد تركت طرفيه ينسدلاني على ظهرها كعادتها وقد اختارت ان ترتدي بلوزة حسنة التفاصيل بلا اي تفاصيل ذات لون ازرق ملكي زاهي وتنورة من الستان الابيض تزينها رسوم سريالية مختلفة الالوان يلعب عليها البنفسجي والوردي والازرق الملكي كانت التنورة تضيق عند الخصر وتتسع كثيرا بالاسفل ويحد طرفها كالنار ازرق زاهي يتلامس مع الارض ولا يرفعه عنها سوى كعب هذائها العالي اما زينة وجهها فقد اقتصرت على مسكارة للعيون وملمع وردي للشفاء كانت تبدو بعيونها الكحيلة وردائها السابل وصوت حفيف تنورتها كاميرة عربية ابيا اهلا اهلا اتفضلي انا شيري وانت لازم ابرار سمعت عنك كتير فضلي عمر وافلي بيت بيتك فضلي ابرار دلفوا الى داخلي ليجدوا انفسهم امام صافي التي تفاجأت بها ابرار فهي لم تكن تتوقع ان تكون زوجة الحاج ووالدة ادهم جميلة ورشيقة وصغيرة الى هذا الحد ثم تبينت عندما اقتربتا منها اكثر انها ليست صغيرة كما تبدو وانما الديكور العام هو الذي اوحى بذلك وان ظلت رشيقة وانيقة بسرولها الجنز المطرزي وبلوزتها البيضاء الهفهافة رحبت صافي بابرار في برود ارستقراطي ونظرات متفحصة انقضتها منها عبارة حسام وفن ليه فضلوا جلس الجميع وتشكلت المجموعات بين فرادا وموثنى وثلاث جلست ابرار وحدها بينما تجاذب حسام وعمر اطراف الحديث وبدوارهما شري ملتصقة بزوجها تحاول متابعة الحديث الدائر باهتمام بينما بد عمر شاردا وفاقد لتركيزه الذي يميزه عادة كانت فرصة كي ترقب ابرار حسام عن كثب بعد ان سمعت عنه الكثير رأت انه ورث عن ابيه الحاج مهدي طول القامة ولكنه لم يكن بالضخامة نفسها له شارب وذقن سوداء كثيفة كانت نظراته وحركاته وسكناته تتسم كلها بالجدية والرغبة في الانجاز وكانه ليس لديه ما يضيعه من وقت او تفكرت ابرار انه لا يحب ما يفعله كان يبدو كمن يعيش دورا ما مفروضا عليه او ربما قضاء لواجب فرضه هو على نفسه فبدأ انه لا يجد ما يثيره او يمتعه فيما حوله سوى العمل خطيبته مستر سيف اند ميس رانا هاف ارايفت اعلنتها بصوت خافت الخادمة الاجنبية دقيقة القوام اسياوية الملامح نظرت ابرار نحو الباب مستطلع فوجدت سيف بقامته الضخمة وشعره اللامع يدخل في صخب وبجواره من يفترض انها رانا وقد بدى من تقاربهما انها خطيبته او اخته تأملتها ابرار طويلة القامة هي ايضا سمراء رفيعة تبرز عظام وجنتيها وترقوتها في وضوح وملمح وجهها فيها شبه كبير من ال مهدي فرجحت ان تكون اخت سيف بالفعل كانت جذابة بشعرها الاسود الثائر الذي يتموج حول وجهها وعيونها الواسعة وفمها الرفيع المشدود الذي يوحي بالصرامة وقليل من القسوة ارتدت رانا بلوزة سوداء كشفت عن كتفيها مع سروال ضيق من الجنز الازرق الفاتح وانتعلت هذاء ذا كعب عال اضف لها طولا لم تكن بحاجة اليه رحبت به مصافي واقتادت الجمعة الى غرفة الطعام البيضاوية الواسعة طرست اطباق الطعام المختلفة على منطظة جانبية طويلة اطباق القبز والجبن والصلطة ثم اواني التقديم الفضية المغطاة التي ظلت ساخنة المحتوى بفعل شمعة صغيرة اسفل كل منها قاموا بملء اطباقهم ثم جلسوا حول المائدة البيضاوية يتناولون طعامهم جاءت جلسة ابرار بجوار ابرأة قصيرة وممتلئة كانت هي المحجبة الوحيدة بينهم وفيها بعض الشبه من ادهم لو لا اختلاف لون البشرة مالت عليها المرأة قائلة ببشاشة انا نادرة ابتسمت ابرار تلقائيا اذا ابتسامتها ثم تجمدت اذ استوعب عقلها الاسم اختلطت عليها مشاعرها والح عليها سؤال مرتبك احبها ولا اكرهها لم تكن ابرار قد حسمت تلك القضية حتى اللحظة وجدت فمها يبتسم ثانية استجابة لابتسامة نادرة الحانية فارتخذت استسلاما للقرار الذي اتخذه حدسها سابقا لعقلها كالنفس تعرف عليك من زمان يا ابرار سبحان الله انت شبهها بترت نادرة عباراتها فجأة فاكملت ابرار بلطف شبهها بابا صح امنت نادرة قائلة صح واخذ طوله كمان رقبهما ادهم وقد شعر براحة استغربها لرؤية الحوار الدائر بينهما بينما تجهل عن غير قصد او ربما بقصد رنى الجالسة بجواره فلم ينبس معها ببنت شفا سألت شيري في حبور وفخر ايه رأيكم في البيتزا؟ انا اللي عملها بايدي لم يرد احد فقالت صافي قلتلك البيتزا ملهش مكان جنب الاكل دا يا شيري عملتها علشان حسام بيحبها عجبتك يا حبيبي؟ رد حسام قائلا مش بطالة هي ملسوع شوية من تحت ومجلدة شوية من فوق هي ليه دايما بتطلع معاك كده؟ حاول تغير الطريقة ما دي طريقة جديدة والله ردت شيري بصوت مختنق جربي تعلي نر الفرن النار المتوسطة هي اللي بتخلي العجينة تتلسع والجبنة تجلد قالتها ابرار ببساطة فاتجهت العيون نحوها وعلق حسام بإعجاب واضح انك شطرة في الطبيخ لا خالص انا قارتها على الفيسبوك رمت شيري المنديلة على المنطضة بعصبية وقامت قائلة انا خلاص شبعت عن اذنكم نظرت صافيه لحسام وعتبته بصوت خافد كنش حاكت زعلها يا حسام تعارف انها بتحاول تتعلم الطبيخ مخصوص على شانك يا تنطر تلهميت مرة ان الطبيخ ده نفس وسنس والاتنين مش عندها كفاية تقارب بقى وتشغل نفسها بحاجة تانية قال حسام العبارة الأخيرة بنبرة أعلى عن غير قصد فنظر إليه الجميع مما أشعره بالحرج فقام هو الآخر قائلا بابتسامة مغتصبة تسلم ايديكم اروح اشوف شري انتهت فقرة الطعام وظهر حسام مصطحبا شري وقام بتقديم هديته لها خاتما من الألماس تهلل له وجهها فرفعت نفسها بتلقائية ولفت ذراعيها حول رقبة زوجها في سعادة بددت التوتر بينهما فقام بإطفاء الشموع معا وتقطيع كعكة عيد الميلاد فضلوا ناخد الشاي والحلوة في الجنينة قال تصافي وهي تتقدمهم نحو الحديقة وما إن استقروا في جلستهم حتى وجه الحاج مهدي كلامه لابنه قائلا حسام عايزك تسافر بكرة مارينا تحل المشكلة بتاعت الفلة اللي كلمتك عنها تجهم وجه حسام فتدخل الحاج عبداللطيف قائلا حسام لسه جاي من السفر على الشغل على طول ما تبعد سيف سيف عنده بكرة سباء عربيات أنت عارف هو بيحب السباءات عده إيه ما يروح السبت لا السبت أنا وهو حاجزين مساج مع الدكتورة السويسرية اللي ألتلك عليها وقد إنه وحسام اشتكالك صمت الحاج عبداللطيفي على مضض بينما اقتربت منه ورنى قائلة بنعومة مش هتسبلي توكيل الملابس الرياضية يا أونكل عضضها الحاج مهدي قائلا إيه يا لطيف ما تد البنت التوكيل اللي عايزاه تغير وجه الحاج عبداللطيف وهو يرد قائلا رنى دي في مأم بنت يا مهدي إنما الشغل شغل والتوكيل ده أنا وقفت على رجلي ومعايا بقاله سنين عندها توكيلات تاني كتير غيره يا سيدي ثم وجه كلامه لرنى قائلا شوفي أي توكيل تاني وأنا سلكه لك يا أونكل أنا عايزة ده بالذات هيفرق معايا أوي إيه يا لطيف تكسر بخطر البنت مش كفاية مش عايزة ترجع سيف يرضيك كده يا مادم صافي ابتسمت صافي محرجة بينما ظهر الغضب على وجه الحاج عبداللطيف وهم بالكلام فتدخل حسام ملطفا قرأ يا بابا مش اتفقنا ما نفتحش الموضوع ده يعني يرضيك أخوك يفضل من غير شغل وإنت عارف إن دماغه حلوة ثم وجه كلامه لشريكه قائلا قرأبوا تاني ده دماغه أنضف من حسام على فكرة وقف الحاج عبداللطيف وقال بغيظ مكذوم ماهدي شعرت أبرار بالإحراج من الحوار الدائر وأرادت أن تنسحب وأن تخفف من حدة الموقف في آن واحد فوقفت قائلة أستأذنكم أنا علشان تأخرت لسه بدر يا أبرار ما لحيناش نتكلم قلتها نادرة محاولة إثناءها عن الرحيل ما لش يطنط مرة تانية علشان مش معاي عربية أو هركب تاكسي قام أدهم قائلا أنا أوصلك تدخل الحاج مهدي قائلا بصوت مرتفع ما تخلي عشري وصلها يا أدهم تعمل حيث تشتعد مع خطبتك خالص تجمدت نظرة أبرار على يد أدهم اليمنى باحثة عن أي إشارة لارتباط الرسمي بينما انبر سيف قائلا أنا أوصلها قل لك أنت مع رانا يا أدهم حسمت أبرار الجدل الدائرة بصوت جليدي مرسي أنا مش بركب مع حد غريب لأن طلبت أوبر خلاص عن إذنكم ثم انطلقت مسرعة نحو البوابة بعد أن شكرت مضيفيها وسلمت على نادرة جلست أبرار في سيارة الأجرة وسندت رأسها على ظهر المقعد وقد ظلت كلمة واحدة فقط تتردد في رأسها خطبت الفرصة دخل أدهم على والده في غرفة مكتبه بالشركة وقد اكتسى وجهه بغضب مكتوم ما لك يا أده من ساعة ما الناس مش يمباره وانت مش مصبوط وكأنما ضغط الحج على زر التنفيذ عجبك يا بابا اللي عملوا الحج مهدي مبارح؟ عمل ايه؟ ومين قال إن رانا خطبتي؟ ايه يا أده مش اتكلمنا في الموضوع ده لكن أنا ما وفقتش ما احنا تأخرنا قوي في الرد عليهم وممتك قالت لي إنها حس أنك وفقت يعني ايه يا بابا؟ في حاجة اسمها كده حرم عليكم سيبوا لي حاجة واحدة اخترها في حياتي أنا عربتها تتخنئ اكتسى وجه الحج بالجدية والقلقي وهو يقول أدهم ملا مستحيل أكبرك على جوازها أنت مش عايزها ثم أردف مقنعا وقد لانا صوتها بس إحنا شايفين إن رانا بنت مناسبة شيك وجميلة وشطرة في البزنس وهتساعدك توقف على رجليك واخت جوز واختك وبنت شريكي يعني هتعوز إيه أكتر من كده تردد أدهم ثم صرح قائلا أعوز إني أحب مش يمكن أكون بحب واحدة تانية أشرق وجه الحج يا ريت يا حبيبي لو في واحدة عقباك قل لي هي مين ونخطبها لك من بكرة وماما سيب ماما علي مين البنت دي مين البنت اللي عايز تخطبها تراجع أدهم قائلا ما فيش حد يا بابا لسه أنا بقول يمكن تجعد وجه الحاج يعني يه يمكن يا أدهم إحنا هنهزر لا يا بابا أنا بس دقيقتين الحاج مهدي قال كده قدام الناس وأنا لسه ما وفقتش ناس مين؟ ما كلنا عارفين لا أبرغ لا نظر إليه الحاج فاستدرك قائلا وعمر وعمتي لو لا يخطر عندك يا بابا بلاش نفتح الموضوع ده تاني على الأقل فترة كده لحد ما عرف أن عايزيه طيب يا ابني اللي تشوفه دخلت عليهما أبرار في هذه اللحظة وقد اكتسى وجهها بالجدية قائلة مستر عبداللطيف كنت عايز حضرتك في حاجة مستعقلة قام أدهم قائلا بارتباك طيب أنا همشي زي ما اتفقنا يا بابا خرج أدهم بينما اقتربت أبرار وبدأت في شرح مطلبها هو حضرتك معايا ما لش يا بنتي سرحت ممكن تعيدي الكلام تاني لو حضرتك مشغول أرجع كمان شوية افتر ثغر الحاج عن ابتسامة متعبة أنا على طول مشغول إن ما كانش الشغل يبقى البيت والولاد نفسي يعيش متهنيين أنا بعمل كل ذال مين غيرهم وهم في الآخر لا مرتحين ولا مبسطين استغربت أبرار أن يضي لها الحاج بهمومه واحتارت فيما تقول وهي التي لا تعلم عن أسرته إلا أقل القليل ولكن صمته وجبهته المتجاعدة في حزن شجعها لكي تتكلم وحضرتك ما فيش حد بيبقى مبسوط للوقت إنما في حاجة اسمها رضا هم مش رضين عن حياتهم انتبه لها الحاج وكأنما كان يحدث نفسه بداية ولم يتوقع منها ردا صمت لحظة ثم قال مؤمنا هم فعلا مش رضين عن حياتهم ومش عارف ليه علشان يبقوا رضين لازم الأول يعرفه هم عايزين إيه وبعدين يتحركوا نحيته مش ري كانت عايزة تتجوز حسام وهتجوزته وبرضه مش مبسوطة وأدهم نفسي يحب شغل الشركة ويتجوز بنت مهدي وشوية شوية أسلم كل واحد منهم جزء من الشركة يديره كررت أبرار عباراته في خفوت يشتغل في الشركة ويتجوز بنت شريك حضرتك زي ما حسام عمل بالزبط بتقولي إيه؟ لا أبدا اتفضل حضرتك كمل سبحان الله يا بنتي شريك الحج مهدي ده طول عمره مش بتاع شغل مالوش غير في الكلام والحنبكة وشوف ابنه جد في الشغل ازاي ولا بنته اللي ما تمتش التلاتين وعندها شركات باسمها وأنا ولادي يطلعوا كده احتارت أبرار من أين تبدأ؟ أم مبسوطين؟ مين؟ مش حضرتك قلت نفسك ولادك يكونوا مبسوطين؟ وبعدين ضربت المسأل بولاد الحج مهدي بسأل حضرتك أم مبسوطين؟ أكيد؟ صمتت أبرار تردد الحج ثم صرح حسام هو جد شوية لكن أكيد مبسوط أنه حقق حلمه حلمه؟ أيوة أنه يمسك الشركات ويتجوز شيري هو أكيد ده حلمه؟ ولا حلم حضرتك والحج مهدي؟ احترى الحج ولم يرد مش عايزة حضرتك تسعل مني أنا لما بتكلم من جوايا مش بعرف أزواء الكلام بس الصراحة أنا ما حستش أن حسام مبسوط أنا حسته بيؤدي واجب عليه حرم حضرتك تعمل في أدهم زي ما الحج عمل في حسام حضرتك أصبر عليه لحد ما يعرف هو عايزي لو لأ نفسه حضرتك هتكون أكتر واحد مبسوط صح؟ قرر الحج عبارة أبرار متأملا لأ نفسه ثم انفكت أسريره معاك حق يا بنتي معاك حق أنا مبسوط أن تكلمت معك بتفكريني بابوكي كلامه كله عقل وحكمة يارتنا كن نفضلنا صحاب المهم قليلين كنتي عايزاني فيه شرحت له أبرار المشكلة العاجلة التي واجهتها فقام بإجراء عدة مكالمات حتى تم المراد فانسحبت أبرار لمباشرة أعمالها وما إن خرجت حتى ابتسم الحاج وقد شعر نحوها بإعجاب مفاجأ جعله يتمتم قائلا ربنا يحميك مكسب حقيقي للي شغلك ثم اردف لنفسه بابتسامة ذات مغزاة ولي يقوزك اسمع ألبي ظل أدهم نهبة للارتباك والضيق خاصة مع معاملة أبرار المقتضبة له والتي تجاوزت معتاده منها من جدية اتصل أدهم بعمته نادرة على هتفك تشابكات نفسه المبهمة طرق معها العديد من الموضوعات حتى انتهت الموضوعات كافة والمحتمل ذكرها فبدرته هي أخيرا مش تقول لي أدهم منك خطبت رنا اختضى أدهم لعبارة عمته فانفجر قائلا ما خطبتش رنا وما قلتش حتى اني موافق أصلك يعني ما علقتش لما مهديها لكده فكلنا ساعدتها افتكرنا انكم مخطوبين كلهم عارفين انه مش حقيقي طب وأبرار معرفش ما قلتل هاش انه مش حقيقي لا ما جاتش فرصة ولو الفرصة ما جاتش بنعمل ايه احترى أدهم في الرد بنروح نجيبها يا أدهم اعلم فك لحد امت اعقبتها عمته بضحكة طويلة ثم اغلقت الهاتف بنروح نجيبها ظل أدهم يفكر في عبارة عمته حتى وجد قدميه تقودانه الى مكتب أبرار اهلا مستر أدهم خطبت حضرتك لسه مشي كنت عايزها خطبتي ايوه مصرنا جلس أدهم على المقعد الكائني أمام مكتبها ونظر إليها ماليا حتى ارتبكت فقال بابتسامته الطفولية الآسرة رنا مش خطبتي ثم مد يده أمامها قائلا وزي ما انت شايف ما فيش دبلة ده موضوع ما يخصنيش يهمين تكوني متأكدة اني مش خاطب ولا حتى مرتبط انفجرت أسرير أبرار رغما عنها فقام التعبث في بعض الملفات لتداري وجهها بينما تبسم أدهم وتنفس الصعوداء مرت الأيام والأسابيع واقترب أدهم من أبرار حيرته بجديتها وتحفظها وعزة نفسها فكانه يجد نفسه يحوم حولها ولا يستطيع الفكاك من حرمها وهي استغربت تبسطه ومرحه الدائم ثم أدركت أنها منجذبة إليه لهاتين الصفتين تحديدا تكررت المرات التي اجتمع فيها مع عمر وميسى لتناول وجبة خفيفة في وقت الراحة كما بدأ اسم أدهم يتكرر في جلسات أبرار المسائية مع جارتها مهة كانت مهة صديقة أبرار منذ الطفولة بحكم الجيرة شخصية فنية بوهيمية تتعارض كلية مع شخصية أبرار العقلانية المنظمة مما كان يطفي بعدا مميزا لعلاقتهما عملت مهة كمنصقة ديكورا في معرض أثاث قريب من المنزل فكانت كثيرا ما تمر بأبرار في الأمسيات يحتسيان مع أن أقضح القرفة باللبن ويتبادلان أطرافا حديث أو يطلبان طعاما بوسطة خدمة التوصيل ما تيجي نطلب في طير يا أبرار نفسي في حاجة حدقة لا مش أدرة خالص ليه؟ قالتوا النهاردة في المكتب سوشي سوشي؟ أبرار كالت سوشي؟ ده أنا بقى إلي سنين بتحايل عليك تجربيه وانت مش راضية إيه اللي حصل؟ أدهم أصر إني قطعتها مها قائلة طالما الموضوع في أدهم يبقى ما فيش داعي تكملي نظرت أبرار لي مها متسائلة متعيرة متحفظة إيه يا بنتي؟ سكت ليه؟ ثم أردفت بخبث إزاء صمت أبرار الموضوع شكله بيتطور بيتطور إزاي يعني؟ لا خالص أدهم على فكرة بيأزمنا كلنا مش أنا بس وهو كده بيحب يشجع الناس يجربوا الحاجات اللي هو بيحبها وانتي؟ إيه؟ إيه رأيك في أدهم؟ طيب لطيف بسيط بس فيه حاجات كتير بتغزني زي؟ السجاير؟ انت عارفة أني مش بطيء راحتها وكمان واخد كل حاجة بهزار ومش ناجح في شغله ما يمكن بياخد الأمور بهزار علشان مش عارف ياخدها جد تقصدي إيه؟ شانتي قلت أنه مش حابب شغل الشركة وبيشتغلوا بس علشان يرضي بابا؟ إبقى أكيد مود الهزار ده خط دفاعي بدل ما يستسلم للأحبط والناكد ما هو مش سهل برضو على أي راجل إنه ما يكونش ناجح في شغله بالذات فعيلة زي دي العب فيها ناجح جداً وكمان جزغته أكيد الهزار ده سطارة بخبيبها مشاعر الحقيقية تفكرت أبرار في كلمات صديقتها وشعرت وكأنها رسمت بالفعل شخصية أدهم كيف غفلت عن هذا التحليل البديهي؟ ربما بسبب عشقها للجدية والكمال فلم تتصور أن يكون هناك سبب وجيه ليأخذ الأمور بسطحية وبساطة إيه، رحت فين؟ بأفكر في كلامك تسدأي من كلامك عجباني شخصيته جداً خلاص، أقول له عندي عروسة يا ريت، لكن ما يفعنيش الشخصية اللعبة لزيي عايزة واحد جد زيك ينظم لها حياتها أدهم ده يبقى مناسب لك أنت حاولت أبرار معارضتها لكنها أصيبت بنوبة سؤال شديدة أبرار، كوحيتك زادت قوي ما رحتش للدكتور برضو؟ أنت يعرفة الدكتور بتانا ما وعيده الصبح وأنا ببقى في الشغل ما تغيب يا ستي، هيقرأ إيه يعني؟ ما ينفعش غيب، مستر عبداللطيف ما يقدرش يستغنى عني ابتسمت مهة بخبث قائلة مستر عبداللطيف برضو أقولك، ريب بكرة أهو منها تروحي للدكتور ومنها نعرف بقد مين اللي مش قادر يستغنى عن مين أشوف تآته أوصت أبرار والدها أن يوقظها على موعد الطبيب في منتصف اليوم بعد أن قررت العمل بنصيحة صديقتها وانتهزتها فرصة لكي تنعم بنوم صباحي عميق استيقظت أبرار على صوت والدها وطرقاته الخفيفة على بابها لتجد الساعة لا تزال العاشرة صباحا تفضل يا بابا، خير انت أفلم موبايلك ولا إيه؟ عم لا سايلنت، في حاجة؟ زميلك بيحاولوا يكلموك من الصبح وفي الآخر اتصلوا على البيت زملتك ميس على التليفون، هم يرد عليها حاضر، ولها حصها وفوق وأكلمها على طول خرج والدها فأمسكت بهاتفها المحمول تتفقد المكالمات الواردة لتجد عشر مكالمات من أدهم أولها بعد خمس عشر دقيقة من الموعد المفترض لوصولها المكتبة صباحا كما وجدت ثلاثة مكالمات من ميسا أقتحم خيالها كلام مها وتلميحاتها فنحته جانبا أكيد علشان الشغل قالتها لنفسها أتمت شعائرها الصباحية ثم أعادت الاتصال بميسا أولا صباح الخير يا ميسا خير في مشكلة في الشغل ولا إيه؟ لا خالص يا حبيبتي أدهم كان عايز أقصد يعني أنا أنا كنت عايز أطمن عليك ما لش أصل الكحة تعباني شوية فألت ريح وروح للدكتور لا سلامتك حبيبتي سمعت أبرار صوت رجل بجوار ميسا رددت ميسا كلامه بلهجة ذات مغزة قائلة أدهم بيسلم عليك يا أبرار وبيسأل يعني مش هتقدر يتيجي النهاردة خالص؟ بيقولك ده بكرة الجمعة وبعد السبت ثم قالت ميسا لمن جوارها في تعليق جانبي خافد هي أكيد عارف أيام الأسبوع يعني وأردفت قائلة لأبرار ألف سلام عليك يا حبيبتي أبا أطمن عليك يال سلام عليكم ابتسمت أبرار رغما عنها ولم تحاول تنحية كلام صديقتها الذي برز أمامها مجتة أبرار كنت غيبة ليه؟ بدر أدهم أبرار بسؤاله المشبوب عقب دخولها من الباب الرئيسي للشركة وبدأ وكأنه كان بانتظارها في البحو ابتسمت أبرار قائلة منا قلت الميسا؟ الكحة كانت تعباني قلت استغل الفرصة واخد لونجويك اند علشان ريح حمد الله على سلامتك افتقدناك الله يسلمك بس ده كان يوم واحد قالتها ببراءة فعجلها قائلا لا كانوا ثلاثة وكان في مشكلة في الشغل تنعثم أدهم وابتسمت أبرار وعدت نظرة مها الخبيثة تحتل مخيلتها في هذه الأثناء كان هناك حكايات أخرى تدور سيف الذي يحوم دائما تارة حول أبرار مستعرضا إمكانياته المالية والجسدية في فجاجة وحول الشركة تارة أخرى في زيارات متكررة لم تفلح أن تجد له موئلة وحسام الذي كان يعمل بشكل محموم وكانه في سباق مع الزمن محاقق النتائج أذهلت الجميع وشيري التي كانت تشتهد في إرضائه وجذبه بعد أن قانون الجذب لديها كان يعمل بشكل عكسي فكل جهودها كانت تخلق وببرع مجالا طاردا لزوجها والحاج مهدي يلبي كان يزور الحاج عبداللطيف في المكتب كل فترة زيارة خفيفة يتضحكان فيها ويتبدلان فيها الذكريات ثم يغيب مجددا وصافي التي لم تأس من محاولاتها سبك دور الزوجة والأم وإن كانت تستسلم أحيانا لنوبات قصيرة من الأحباط والاكتئاب فتلجأ لعلاجها الذي لم يخذلها قط الشوبينغ رحلة شراء نسبوعية تعود منها إنسانة جديدة تماما بلا أي هموم وكان الشوبينغ يخسل روحها من الأعماق وعمر الذي ازداد تألفا مع المجموعة وبدأ يستجيب لملاحظات حسام الواضحة بخصوص العمل والمستترة بخصوص المظهر وبدأ في الضلع بمهام أكثر أهمية وقد زاد دوره في العمل كما وجودا برغم تلك السحابة من الشرود المبهم الذي أصبحت تغشاه كثيرا ولم يستطع أحدا صبر أغوارها وميسة التي هي ميسة عمل قليل كلام كثير أكل أكثر وروح طيبة تحاول بسط أمومتها على الجميع وأخيرا الأستاذ عبد الله مدير الحسابات الذي اختفى من المشهد فجأة بينما أعلن حج عبد اللطيف أنه في إجازة معللا ذلك بأنه لاحظ عليه الإرهاق الشديد فأجبره على الرحة لفترة مناسبة تقبل جميع الموظفين ظاهر الأمر كما قيل عدا ميسة التي علقت بخبث على الخبر قائلا أقطع دراعي إن ما كان في حاجة حصلت حاجة لا يمكن يستغني عن الأستاذ عبد الله وإن ظلت عبارتها معلقة في الهواء دون ما تعقيبا حتى عقبت عليها الأحداث تعرف حبي دلفت عبرار إلى غرفة مكتبها في صباح أحد أيام يناير الباردة وانهمكت في فك كفيتها الصوفية من على عنقها حينما اقتحمت أنفها رائحة شذية غير معتادة تسمرت في مكانها ورفعت رأسها عشرات الورود الحمراء القانية تجمعت بشريط حريري في صحبة عملاقة على مكتبها وقد تناثرت وسط الصحبة بعض الزهور البيضاء التي لم ترى لها مثيلا من قبل فبدت وكأنها مصدر الشاذ الأخاذ اتسعت ابتسامة أبرار وأسرعت نحو الباقة تدس وجهها فيها لتستنشق عبيرها في نشوة ثم رفعت رأسها بغتة تتساءل عمن عساه أحضرها كل سنة وانت طيبة قالها أدهم وهو يخرج من مكتب والده حيث كان ينتظر مراقبا إياها مش النهاردة عيد ميلادك برضو؟ أيوة فعلا قالتها أبرار بصوت رقيق متهدج علت عليه صوت دقات قلبها كل سنة وانت طيبة يا ست الكل قالتها ميسا وهي تقطحم المكتبة بعلبة حلويات ضخمة يتبعها عمر وانتم طيبين مش عارفة أشكركم إزاي ابتسم عمر ابتسامة سريعة ثم قال في جدية يلا على ما كتبنا وخل الطرطة وقت البريك لاحسن الحق طلع ورايا وشكله مش ممسوط لم يكد عمر ينتهي من عباراته حتى سمع صوت الحاج يقول بنبرة حادة ألتلك مش دلوقتي عاشري ثم دل في المكتب وما إن رآهم حتى قال حفلة في الشغل خير يا أبرار تلعثمت أبرار فرد أدهم النهار ضع عيد ميلاد أبرار كل سنة وهي طيبة يا سيدي كل واحد على مكتبه فضلوا ثم دلف إلى غرفة مكتبه وأغلق الباب بقوة اختفى عمر وميسا على الفور بينما صار وجه أبرار قانيا تردد أدهم قليلا يبحث عن عبارة مناسبة ثم استسلم وخرج هو الآخر ليجد عاشري بانتظاره خارج المكتب استزاد أدهم الواد ابن الصغير عيان ومحتك تحاليل وأشعة طلبت صلفة من الحق مرضيش استغرب أدهم أن يرفض والده مساعدة عاشري صحيح أن طلبة عاشري وصلفاته لا تنتهي ولكنهم اعتادوا على ذلك حتى أن والده كان يعتبر تلك المساعدات جزءا أساسيا من راتب سائقه الشهري ولا يجدله فيه كثيرا وكان يعارض في بعض المرات فذلك قناعة منه أنه لا بد أن يمتنع قليلا قبل الموافقة حتى لا يعتد عاشري ذلك بين أن عاشري كان يحفظ مناورات الحج جيدا ويستبر عليها حتى ينول مراده أنت طلبت السلفة دي إمتى؟ برح بالليل وأنا بوصله كان مزقه متعكر وقال للمراد لا يمكن هيديني سلفة النهاردة الصبح لما احتلوا تانيزة عقفية ما لش يا عاشري؟ هو فعلا مش مزبوط اليومين دول عموما أحاول أكلمه لك النهاردة لا يكريمك يا أستاذ أدهم أم العيال ما حاش فلوس في البيت والوات سخن مولع حاضري عاشري حاضر لم تتح الفرصة لأدهم أن يفاتح والده في موضوع عاشري حتى هان وقت الراحة لانشغال الحاج الشديد وتوصيته لأبرار بعدم المقاطعة وفي أثناء ساعة الراحة انتهز الجميع الفرصة لإطفاء الشموع وتقطيع الكعكة ثم انتح أدهم بأبرار جانبا قائلا عايز أطلب منك طلب شجعته عيونها فأردف ممكن نتعش سوى النهاردة؟ ورفعت حاجي بيها فاستدرك قائلا مش بالليل يعني؟ يعني أصدي ممكن بعد الشغل نعج شوية في أي مكان أرهيب؟ أنا مش بخرج من حد غريب أبرار احنا نعرف بعض أكتر من شهرين وفعلا محتاجة تكلم معاك على انفراد صمتت أبرار للحظة ثم ابتسمت ابتسامتها الجانبية المميزة وأطرقت بالموافقة الساعة خمسة ونص بالديا والسانية هتلاقي نواق في وسط مكتبك اتسعت ابتسامة أبرار فانسحبت سريعا إلى مكتبها لتتمالك نفسها كانت أبرار تقطع البهوة الموصلة بين مكتب ميزة ومكتبها مسرعة يكللها الحيام حينما اصطدمت بالحاج مهدي وهو يدخل من الباب الرئيسي للشركة أسفأوي قالت أبرار وقد اكتسى وجهها بالإحراج الذي بدده الحاج مهدي بلطف قائلا ولا يهمك يا ستي الحاج في مكتبه هو كان مشغول جدا وافل على نفسه ومنع إن حدي يدخل عليه حضرتك تحب حاول معاه؟ خلاص مش مشكلة ابي يبلغي إنه عدت عليه حاضر يا فندم ابتسم لها الحاج مهدي شاكرا ثم عاد أدرجه خارجا من باب الشركة بينما جلست أبرار على مقعدها بآلية ولا يحتل فكرها سوى أدهم من نظرات يلا بينا كانت الساعة في تمام الخمسة والنصف عندما وجدت أبرار أدهم أمامها ابتسمت له أبرار وبدأت تجمع أغراضها في حقيبتها استعدادا للرحيل أسيب الورد هنا في المكتب علشان بكر الصبح لأيه ورحت المكتب تفضل حلوة زي ما تشوفي يا اللبين مستعقل على أيه؟ استعقل جدا في هذه اللحظة خرج عشري من غرفة الحاج فبادره أدهم بالسؤال هو الحق مش ماشي ولا أيه؟ لا معا تليفون مهم وألينه هيتأخر طلب من يستنى تحتف العربي قالها عشري بنظرة منكسرة ونبرة يغشاها العتاب لم ينتبه لها أدهم الذي كان جل اهتمامه منصبا على مراد قلبه أنا جهزة يلا بنا جلست أبرار بجوار أدهم في سيارته للمرة الأولى هنروح على فين؟ سألته أبرار فالتفت إليها في اللحظة التي كان ينفذ فيها دخان سيجارته امتعدت وأشاحت بوجهها وهي تحاول فتح النافذة إلك لو سمحت آسف آسف جدا قالها أدهم وهو يفتح نوافذ السيارة كلها ويتخلص من السيجارة ثم يحاول تبديد دخاني بكفتي بقد آسف التفتت له أخيرا بعد أن ظن أنها لن تلتفت وقالت بلطف مش أطبطلها والله والله ناوي قالها أدهم بنبرتي من يخشى فقدان شيء ما لبث أن حصل عليه ولا يريد أن يفسده عليه أحد كنت بتسأليني هنروح فين؟ في مطعم صيني أكل جميل وعادته هدية نروح في شيشة؟ لا أنا عارف أنك مش بتحب الدخان طيب جميل أخذ تبرار ترتب سيارة أدهم بتلقائية وهما يتحدثان ثم أخرجت منديلا مبللة من حقيبتها تمسح بها الأجزاء المتربة ابتسم أدهم وغمره التفاؤل وصلا إلى نطعم وجلساء لمائدة منزوية تزينها الشموع أتى إليه من نادل من فوره بإناء فضي وملقاط معدني وضع به منشفة ساخنة مبللة أمام كل منهما أمسكت أبرار بالمنشفة الساخنة ومسحت بها كفيها جيدا بينما كان أدهم يراقبها كان يحل له أن يراقب كل ثنياتها وركزاتها وضعت المنشفة ورفعت رأسها لتجده يتأملها فابتسمت كانت ابتسامتها الجانبية هي مكافأة أدهم التي ينتظرها كل حين كطفل يعلم ما عند والدته من قطع الحلوى الصغيرة ويطمع أن تعطيه واحدة كل ما رآها لم تكن ابتسامتها الجانبية وحدها ما تطرب أدهم وإنما كان يحب أيضا العظة التي ترفع فيها أهدابها الطويلة وترنب نظراتها إليه تلك الأهداب الكثيفة الملتفة الشبهة بستار المسرح الذي ما إن يتحرك حتى تنحبس له الأنفاس بانتظار ما سيكشف عنه من أسرار ترفع جفنيها ببطء في لحظة طويلة فينتظر في صبر ما ستكشف عنه عيونها فإذا اكتملت نظرتها إليه رأى عيونها لأول مرة كل مرة لم تعرف أبرار ماذا تفعل إزاء نظراته إليها فسألته ها انتبه أدهم من شروده فقال تحبي ناكولي اختاري أسيبك أنت تختار لي أختار لك أنا بقد شعر أنه نجح أخيرا في فتحي عكا وانطلق في الاختيار نجيب شرب الدرة وصلطة شانتونج وسبيرنج رولز وهطلب لك تشيكن ساو أنا متأكد أنه هيعجبك وأنا هجيب لحمة بالتوم والجنسبيل وطبع روز مأل بالخضار وبعدها نحلي بمزمألي كل دا أكل وكمان هنحلي حرم عليك طلب أدهم الطعام من النادل ثم أخذا يتبادلان الأحاديث ويحكيان عن طفولتيهما التي كانت متباينة جدا بين أسرة أبرار المحافظة في كل شيء وبين أسرة أدهم المنفتحة تجاه كل شيء رأنا هاتف وأدهم ليقطع حديثهم الدائر نظر أدهم نظرة سريعة لشاشة هاتفه دي ماما سواني أرد أيها يا صافي ما لصوتك بالراحة طيب علشان نفهم وإيه الجديد ما احنا متعودين على كده كلمت بابا طيب طب كويس طالما موجود هيهدي الدنيا أنا في مشوار مهمة ومش هينفعه دلوقتي وانت عارفة أني كده كده وجودي مش هيعمل حاجة مع السلامة أنها أدهم المكالمة واستجابة لنظراتي أبرار المهتمة شيري وحسام بيتخنوا تاني بس يظهر خناء أكبر من كل مرة لو محتاج تروح لهم ما فيش مشكلة لا خالص والمشكلة أن ماما مديقة علشان بابا لها إنه مشغول ومش هيرجع دلوقتي ومضغز أكتر إنه أكلم عن ميته ندرة علشان تروح لهم كويس أن عم مهدي موجود كان جاي البابا فلما لقى الخناء مولعة قاعد يصلح بينهم وانت عرفها عم مهدي هيعرف بلفهم بمعسول الكلام ويهدي الدنيا هم مش بيحبوا بعض ابتسم أدهم إذا أنظرت أبرار الأفلاطونية تجه الحب وهو الذي بات يعرف أن وجوده ليس كفيلا بيحل كل شيء آخر شيري بتموت فيه بس حاسس إنها اليومين دول مش قادرة تستحمله زي الأول وحسام معرفش هو بيتعامل معها بزوء وبيقوم بالواجب وزيادة إنما حب مش عارف معرفش إن كان حسام بيعرف يحبه أصلاً ولا لأ أكيد بيعرف أنت هيعلي حبه والباباه ومشكلته يعني إيه؟ أنت ما شفتش بيبص البابا زي كأنه مستني منه كلمة رضا واحد كبير ومحترم ميتجوز وناجح ولسه مستني نظرة رضا من بابا ولما الحج مهدي كان بيتكلم عن سيف شفت في عينه غيره أو وجع صعب علي تأمل أدهم كلماتي أبرار متعجباً أمري ما لاحظت اللي بتقولي ده؟ حسام بالنسبالي دايماً الراجل الجد الشاطر اللي مش محتاج حاجة من حد نظرة رضا إيه في السن ده؟ أنت بتتكلم كتير فمش بتلاحظ أنا بتكلم قليل وبركز مع الناس ما تستهونش باللي أنا بقوله يمكن علشان إن تكبرت ومتطمن إن باباك وممتك بيحبوك زي منت فمستهون بكلامي لكن أنا ليه واحدة صاحبتي متجوزة ومخلفة ومبسوطة كمان مع جوزها ومع ذلك لسه مستنية نظرة رضا ولا كلمة حلوة من باباها ولسه الغير بتاكل قلبها من استقباله لأخوها شعر أدهم بغصة من كلامي أبرار هو لا يحب قصص القلوب المكسرة خاصة تلك التي لا يملك أي داوية ممكن نغير الموضوع مبسوطة في الشركة جداً وانت انت عارفة وبعدين عمل اي يعني شركة بابا وامر الواقع تقدر تعمل كتير أنا مش عارفة انت ما بتعملش ليه أصلاً مش فاهم مش انت قلتلي انت بتحب ميكانيكا السيارات ده كان زمان وما ينفعش أدرسها والموضوع تقفل ليه ما تدرس أولاين أكيد هتلاقي كرصات كتير وحتى لو محتاج دراسة عملي شف جماعة تكون عاملة بوستجرايدويت ستاديز وقدم فيها انت عندك فلوس وباباك مش ديكتاتور معاك استني ايه مفروض تكون بتعافر وبتحارب عشان حلمك مش مستسلم كده تغير وجهه أدهم وانقبضت نفسه فبرغم المنطق البادي في كلام أبرار فإنه لسبب مبهم لم يحب أن يأتي هذا الكلام منها هي لم يستطع التعبير عن المشاعر المعتملة بداخله فقال عوضا عن ذلك طب كفاية مواعز خلينا ناكل أبل ما الأكل يبرد مواعز لم تفهم أبرار سر تغير اتجاه الحوار فجأة نظرت إليه في حيرة أحرجته نظرتها وشعر وكأنه طفل لا يملك تبريرا لما قاله وشعر أن الأجواء الحميمة التي كانت تلفهم قد انفسخت فجأة ولكنه لا يريد إفساد اللحظة يجب أن يعرف بدقة ما الذي كدره وأفسد مزاجه وصفي نفسه مقاومني التيار المعاكس مصرا على النجاح وأخيرا قال آسف مش أصدي لكن ما كنتش حابب تكون دي نظرتك ليا انفرجته سرير أبرار وتبددت السحابة المعتمة سريعا كما أعتمت أنا لأسفة يظهر معرفتش عبر صح بالعكس أنت بالنسبة لي إنسان مميز ما بلت إزاي قبل كده أنت بتمثل حاجات كتير مستحيلة بالنسبة لي أنا صعبا علي بس سيبقى عندك طاقات مش مستخدمة خسارة أنت تقدر تعمل حاجات أحسن بكتير من موظف في مكتب وكمان مش حابب شغلانة ابتسم أدهم وقد رممت كلمات أبرار جرح ثقته بنفسه وشجعته على إخراجي لواعجي القلبي فسألها أعيز أسألك على حاجة فكرة يوم سيف كان في مكتبك أول ما بدأت شغلي مع أنا لما سألتك هو دايك في حاجة أنت أفشتي ليه؟ ردت بخجن مش عارفة حسيت إن كلمتك دايقتني حسيت كأنك بتقولي إني عيلا وضعيفة ومش عارفة تصرف مع واحد زي سيف أو يمكن حسيت إنك شايف إني ديتلي سيف مساحة وفرصة ياخد فيها رحته معايا ما كانش أصدق كده خالص أنا كنت خايف عليك إحنا ليه مش بنفهم بعض بسهولة مش عارفة شكلنا هنتعب مع بعض حلوة الدنيا في تعبها ابتسم أدهم وقد راقته عبارة أبرار هو لم يعتبر قطة أن هناك متعة محتملة في التعب ولكن يبدو أنه سيغير نظرته أبرار أعيز أتقدم لك أفشتتاني ولا إيه لا 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 أنت فجأتني إحنا لسه بنتعرف وديك شفت إزاي إحنا مختلفين مختلفين أيوة لكن أكيد حس بالكينيا اللي ما بيننا بالمغناطيس اللي بيشدنا زي سالب ما بيتشد للموجب أنا أكبر منك بسنتين وإيه يعني ده رأيك إنت بس تفتكر أهلنا ممكن بثرت أبرار عباراتها فجأة وقد دهمتها ذكرى والدها وحبه اليأس لنادرة وكلام الحاج لطفي فسألت أدهم وأنت قلت الأهلك تلعف ما أدهم قائلا لا لسه حبت فتحك أنت الأول بس أكيد هيوفهم أنت على أنا من إيه اشتح أبرار شعور بالضيق لم تحب كونها محل موافقة أو رفض أو محل اختلاف من الأساس ردت باعتداد مش الآن بس الأصول تسألهم قبل ما تفتحني لم يكن هذا ما تشعر به حقا وكلمة الأصول لم تكن من مفرداتها عادة ولكنه كان أنسب رد تدفع به شعورها السيء دهمتها ذكرى كل شيء دفعة واحدة والدها المرفوض سابقا رغبة أسرة أدهم في تزوجه من رنى نظرتهم الدونية للحجاب وهي المعتدة بنفسها دوما لا تقبل أن ترزح تحت ذلك الشعور كان أدهم يراقبها ويتأمل تعبير وجهها الغمضة دون أن يفهم ما جرى تحير ما الذي غير التيار بينهما مرة أخرى لماذا يشعر وكأنه يمشي على الشوكي عندما يتحدث معها كأنما يخطف حق لألغام ويخشى أن يطأ لغما بالخطأ فتنفجر اللحظة كلها أبرار ما تفكرش كتير أنا بحبك وعيزك إحنا البعض مهما كان مشورنا طويل نظر إلى وجهها وانتظر فانفرجت أسريرها وظهرت نتيجة جلية على جبهتها لقد تجاوزنا اللغمة بنجاح لا يشبه يناير موسيقى أوقف أدهم سيارته أمام بيت أبرار فترجلت منها وابتعدت نحو المدخل يرفرف خلفها قلبها العاشق بجناح من الحب وجناح من الأمل أما هو فبقي في السيارة حتى اختفت عن ناظريه ثم انطلق ضغط زر تشغيل الراديو فصدح صوت مونير خلاص حبيبتي بائنا البعض شبك نضي عنين في بعض تفائل وقد سهمت الأمطار الغزيرة والشوارع المخصولة شبه الخالية في رفع روحه المعنوية لتزاحم النجوم فقام بتعلية الصوت إلى هده الأقصى يدندن مع الأغنية خلاص بائنا رحين ديبين ومستحيل يطلعوا من بعض أنبأته ساعة السيارة المضيئة أنها لم تتعدى التاسعة تحير أين يقضي بقية المساء لم يحب العودة إلى المنزل خوفا من أن تكون الخلافات لا تزال مشتعلة وهو لا يريد تعكير صفو قلبه الليلة قرر أن يذهب إلى قاعة الألعاب الرياضية ويمارس قليلا من المجهود البدني كي يفرغ شحنة المشاعر القوية التي تكتنفه اختر أن يذهب إلى فرع مصر الجديدة بدلا من فرع التجمع كان رغبا في تحاشي أصدقائه لم يعد يريد أي تشويش على مشاعره الوليدة كان يرغب في الحفاظ عليها طازجة حية لأطول وقت ممكن كانت الخلافات لا تزال مشتعلة في البيت كما توقع أدهم ظلت شيري تبكي لأكثر من ساعة ونادرة بجوارها تحاول تهديئتها بينما صافي تذرع بهوى الاستقبال جئة وذهبا تبرطبه بكلمات حادة كعادتها أما حسام فلم يستسلم هذه المرة لضغط والده عليه ولم يقبل مصالحة زوجته مثلما كان ينصع في المرات السابقة وإنما خرج غاضبا لا يلوي على شيء شعر الحج مهدي بالعجز وهو يراقب خروج ابنه غير العابئ بعباراته الأميرة وتسأل قليقا أهيى بوادر خروج حسام عن طوعه لم يتوقع حدوث هذا الأمر قط البالغ في الضغط عليه ستنهار مصالحهم جميعا إذا قرر حسام الانسلاخ عض على شفتيه ندما وهو يتذكر تعليقه الأثيرة على ثورة يناير مبارك والغلطان كان ساب للشعب حاجة ينفس فيها بدل ما انفجره في وشه لو كان شال الحكومة ورمى عزه كم واحد في السجن كان اللي في الميادين دول روحه مبسوطين وآخر حلاوة هو بس اللي اتأخر فهل أخطأ نفس الخطأ مع ابنه حاول مهدي تطمين نفسه أن موقف حسان لا يشبه يناير في شيء وأنه فقط يحتاج إلى متنفس فقرر أن يوفره له طواعية سيبي على رحتو يا بنتي رن هاتف الحاج فيما اعتبره إنقاذا له فاستأذن منهم قائلا معلش هطلع الجيلينة أرد على التليفون شغل قالت صافي دنيا مطر جامد برها حقها تغرأ فضلت المكتب فضيع لم يقبل الحاج التنازل عن الفكاك الذي جاءه من السماء فتحرك نحو باب الحديقة قائلا ما تلعيش أفتحت التند خرج الحج بالفعل وأطل المكوث بالخارج حتى جفت دموع الشري واستعادت صافي ميزاجها الهادئ وبدأت نادرة تلملم أشياءها استعدادا للرحيل أنهى الحج مكالمته ودخل عليهم معتذرا معلش كانت مكالمة طويلة اتأخرت عليكم يا خبر لنت غرأ خالص باطنقط فضل بسرعة لجنح ضيوف قدته صافي إلى الجناح المذكور ثم نادت على الخادمة التي ظهرت على الفور لتطلق توجيهات صافي وأمات إليه اتلاش أخليها تنشفها لك بالبخار وهتلاقي فوط نظيفة في الحمام عندك تحرك الحج نحو دورة المياه الموجودة بجنح ضيوف بينما أغلقت عليه صافي باب الجناح وأعطت المزيد من الأوامر للخادمة ثم عادت إلى نادرة تتسأل يترى إيه اللي أخه اللطيف كده بقاله كتير مسهرش جامد في الشغل وأدهم ده كمان يترى رح فيهن بدل ما يجي يلحأ أخته هيجننوني بجد قبل أن ترد نادرة دق الجرس واتتها الخادمة تقول بلغتها المختلطة في مستر أبدالله بره لم تستطع صافي بذهنها المنهك تفسير عبارتها لأول وهلة ثم قالت آه أصدق مستر عبدالله آه قالتها وقد انزح من عليها عبء الشرح والإيضاح استقبلت صافي لأستاذ عبدالله مستغربة موعد الزيارة أهل المستاذ عبدالله خير كنت عايزة أبل الحق هو مش موجود ولا إيه اغطافت صافي في سرها من ماله طبعا هيكون عايز الحق قيبه لنا ليه ثم قالت بصوت مسموع هو مش موجود سهران في المكتب هو قال لك تجيله دلوقتي قالتها وهي ترمي ببصرها نحو ساعة البهو الأبا نوسى الضخمة ظهر الارتباك على الأستاذ عبدالله صراحة أنا جاي من غير معاد كنت عايزة أبله وأتكلم معه شوية ممكن ترح للمكتب هو لسه هناك شكرا يا هانم شكرا قرج الأستاذ عبدالله وفي أعقابه خرجت نادرة بينما بقيت صافي تذرع البهوى وقد انقبض قلبها عودة إلى البداية سال المطر في تلك الليلة أنهار فأشرقت شمس اليوم التالي على طرقات لامعة وأشجار مخسولة لم يكن المطر وحده الذي سال في تلك الليلة ولا دموع شريف حسب بل سالت الدماء أيضا رحل فريق البحث الجنائي بعد أن لملم أدواته وأدلته وبصماته وكلما جادت به الغرفة من معلومات جث المقدم أحمد المرغني على ركبتيه يتفحص الجثة المنكفئة على أرض الملتبي متحيرا صمت الجميع في حزن فانتهز الفرصة كي يتأملهم أبرار بجوار الباب يتجل الهلع في عينيها وقد غطت فمها بيهدى كفيها وإلى يسارها جلس أدهم دافنا رأسه بين كفيه وقد انخرط في بكاء صامت وبجوارهما واقف الأستاذ عبد الله وفي عينه قليل من الحزن وكثير من القلق ثم عمر وقد لانت ملامحه بالتأثر الشديد وأخيرا ميسا التي لمعت عينها لا بالدموع وحدها وإنما زحمتها إثارة لا تتناسب مع الفاجعة سأل المحاقق منا أول واحد شاف القصة رفع أدهم وجهه عن كفيه ذاهلا وكأنما أيقضته كلمة جثة على الحقيقة المروعة ازدرد الأستاذ عبد الله ريقه قائلا أنا وأنا لاتصلت بالنجدة ممكن تقول لي إيه اللي حصل بالضبط اتجهت كل العيون إلى الأستاذ عبد الله الذي قال كنت عاوز الحج ضروري حاولت أكلمه مبارح على الموبايل ما ردش فقلت أجا استناها هنا من الصبح بدري دخلت الشركة وما لقيتش حد غير سامح بتعلبه فيه قلت استناها في مكتب الأنسة أبرار لفت نظري إن باب مكتب الحج كان مفتوح وهو في العدب يقفل وهو ماشي زقيت الباب أبوز لقيته زي ما هو كده صرخت ونادت سامح واتصلنا بالنجدة وزي ما حضبتك شايف واضح من المعينة إن القصة بقلها كذا ساعة وفيه إصابتين ممكن واحدة منهم تكون سبب الوفاة قد تنافز في الرأس وطلقت نسدس ما كانت طلقة بيرقح الانتحار لكن الطب الشرعي لسه هيقول كلمته انتحار أتف أدهم في ذهول مستحيل بابا ينتحر مستحيل تجهل المحاقق عبارة أدهم واستمر في المعينة ثم قال ساعتيد المجني عليه متوقفة عند الساعة 12 ونص غالبا ده وقت وقوع الجريمة بافتراض أن الساعة وقفت لما تخبطت في المكتب أو وقع على الأرض ممكن إجراء سوري أعرف كل واحد منكم كان فين الساعة 12 ونص بالليل طبعا لسه هيكون فيه تحقيقات في النيابة ده سؤال مبدئي قالها المقدم ونظر إلى أبرار بانتظار الإجابة أنا كنت في البيت وبابا كان معايا وحضرتك يا أستاذ أدهم مع مراتي وعيالي قالها الأستاذ عبد الله بحذر وأنا كنت في البيت برضو مع والدي والدتي قالها عمر قبل أن يسأله المقدم وتبعته ميسا قائلا وأنا برضو كنت في البيت برضو مع جوزي وعيالي نظر إليهم المحاقق مليا ثم توقف عند أدهم قائلا يعني كلهم عندهم شهود على مكان وجودهم ما عاد حضرتك جميل؟ توصدي أبدا ولا حاجة قالها المقدم ببرود ثم أشار إلى المسدس قائلا واضح النداء أداة الجريمة ده مسدس بابا تأكد؟ بابا عنده مسدس زيه بيبقى شيله في الخزنة نظروا جميعا إلى الخزانة المغلقة ومروا عبدالله معهم أرقام الخزنة قال أدهم فعقب عليه عمر قائلا وانت برضو معاك نمر الخزنة يا أدهم مش كده؟ تلعث ما أدهم أيوة بحدتان مع أرقام الخزنة سأل المحاقق متفرسا في الوجوه لم يره أحد ولكن الأستاذ عبدالله أخذ يختلص النظرات إلى أبرار أعيز تقول حاجة يا أستاذ عبدالله؟ سأل المحاقق والأنسة أبرار كمان معها أرقام الخزنة إيه؟ لا أنا معرفاش نظر إليها المحاقق نظرة جديدة وهو يتابع كلام الأستاذ عبدالله إزاي يا أنسة؟ من حوالي أسبوعين الحاج كان برى الشركة وكلمني عايزني أشوف له ورقة في الخزنة أنا كنت في الفرع التاني وعمر ساعتها كان معاه فقال لي خلاص أكلم أبرار وأقول لها أنا ساعتها أولت له إنك ما تعرفيش نمر الخزنة قال لي مش مشكلة أنا أقولها ليها أنا فاكر كويس لإني استغربت سقط الحاج فيك يعني ما تخزنيش بس هو ما كلمنيش ساعتها أنا فعلا ما أعرفهاش أنهى المحاقق الجدل الدائرة قائلا مش مشكلة أنا أعرف كل حاجة في التحييات ممكن تفتح لنا الخزنة لو سمحت يا أستاذ عبدالله ثم أشار للمعاون المرافق له سائلا بتكتب؟ أو ما له المعاون فتح الأستاذ عبدالله الخزانة فنظر المحاقق فيها متفحصا مفيش مسدس في الخزنة ممكن تبص بص على الأوراء وتشوف إذا كان فيها جناصة قالها المحاقق موجها كلامه إلى الأستاذ عبدالله الذي همى بأخذ الأوراق عندما تنحنح عمر قائلا استاذ عبدالله المفروض في أجازة من أسبوع نظر إليه الجميع غير فاهمين مقصده بينما اضنم وجه الأستاذ عبدالله تصدعي؟ سأل المحاقق مقصدش حاجة قالها عمر وقد شعر أن عباراته غير محل ترحيب وممكن ما يباش عارف المستقدات نقل المحاقق نظرة بين الرجلين ثم قال طيب الأفضل نقفل الخزنة ونستنى التحقيقات جلسة ودية انتهت مراسم دفن الحاج عبداللطيف واستمر التحقيق في الفاجعة كان المحاقق يسأل هذا ويتكلم مع ذاك ويكرر بعض الأسئلة بصياغ مختلفة فمرت الأيام ثقيلة وغير محتملة على العاملين بالشركة أبرار كانت تذهب إلى العمل وتجيء منه بآلية وقد افقل كاهلها بفقدان الحاج وتلك الأجواء القاتمة التي انتشرت بين جنبات المكان ظلت في الأيام الأولى تتوقع سماع الحاج يناديها أو رؤيته جالسا وراء مكتبه بينما تدخل إليه حاملة نال أخبار ولكن باب غرفة مكتبه ظل مغلقا بينما كان حسام يدير العمل بفاعلية من فرع العباسية ويكلفها ببعض المهام المستعجلة بين حين وآخر أما علاقتها بأدهم فبدى وكأنها تجمدت ولم يأتي إلى الشركة منذ الحادث ولم تر منه إلا لمحة سريعة في العزاء الذي حضرته مع أبيها وعمتها لمحة أنبأتها أنه لم يستعد توازنه بعد لذلك آثرت الابتعاد حتى رأت اسمه يظهر على شاشة هاتفها بالتزامن مع الجرس في صبيحة أحد الأيام إزايك وحشتيني إزايك يا أدهم عامل إيه؟ كلكم عاملين إيه؟ أهو بنهاول أنا عايز أشوفك أنا في الشركة كل يوم بلاش الشركة؟ المحاقق السخيف ده نطلت لنا فيها كل شوية وهو إيه علاقته بينا؟ أنت عرفت إن ساعة بابا كانت وقفة من قبلها عشري ألف التحييات إن بابا اكتشفها الصبح وقال له يفكروا يبقى ياخدها ويصلحها وده معنى إيه؟ طب الشرعي أثبت إن الجريمة حصلت ما بين سبعة ونص وعشر ونص يعني ده معنى إن إحنا الاثنين برا الشبهات الحمد لله أنا ما كنتش عايز أظهر في الصورة لحد ما الدنيا توضح شوية عشان محدش يتكلم بس دلوقتي ما فيش حاجة تقلق لم تفهم أبرار مغزى كلامه والقلق الذي كان يعانيه لكنها تابعت سماعه فقال وكانه يقوم بتسميع ما حافظه عن ظهر قلب أنا وصلت لك البيت على تمانية ونص وطلعت على الجيم وفضلت هناك لحد عشر ونص والناس اللي في الجيم شاهدين مش عارف أصلا المجنين اللي كانوا يشكواني أتلت أبويا مش كفاية المصيبة اللي حصلت لنا المفروض يحترموا الظروف ويسيبونا نحسا مش يحصرونها بالشكل ده بس ايه أنا خرجت تاني بعد ما انت وصلتني ايه ايوة كان فيه فيلم حلو في السينما نفسه شوفه والصدفة عرفت ان ده آخر عرض لي فارحت شوفته لوحدك ايوة صمت أدهم للحظة متفكرة ثم قال بصي أبرار مفيش داعي انك تجيبي سرط الخروجة دي خالص ولو حصلوا اكتشفوا هقولي اني وصلتك السينما ورجعت خدتك بعد الجيم ورفضت أبرار هذا الاقتراحة بإصرار قائلة لا يمكن اسيبك تش هتزور بسببي ده اللي بيكتم الشهادة آثى ما قلبه لا يمكن أقبل انك تعمل كده علشاني ولا علشان أي حد تاني احنا مش نقزي حد أبرار احنا لقدين متأكدين اني محدش فينا عمل الجريمة البشعة دي يبقى لين ورط نفسي نفسي نغيم من فضلك يا أدهم مش هنفع أبداً اللي انت بتقوله ده ربنا علم ومطلع الحقيقة وربنا بيدافع عن الذين آمنوا مش معقول بعد ما ربنا يوعدنا بالوعد ده أروحنا أتشطر وأكذب ولا خليك تش هتزور علشان أطلع براءة ربنا موجود يا أدهم صمت أدهم فكررت أبرار عباراتها ربنا موجود لم يجد أدهم ما يقوله بعد عبارة أبرار فأنهى المكالمة بكلمات مقتضبة أما أبرار فشعرت بحيرة إزاء أدهم اختفاؤه ظهوره المرتبط باطمئنانه تجاه الدليل الجديد الخاص بالتوقيت والحوار الذي دار بينهما عن ذلك مرت عدة أيام قبل أن يفاجئهم المقدم أحمد بطلبه الاجتماع بالفيلة لمباشرة مزيد من التحقيقات بصورة ودية كما قال اجتمعوا جميعاً في البهو صافي التي اتشحت بالسواد بيد أن سوادها الأعظم ظهر جلياً في وجهها لا ملابسها وشرياً التي بدت عيونها حمراء منتفيخة كان ما لم تكف عن البكاء لحظة وأدهم الذي بدى هزيلاً وكان ما فارقه النوم ليال ونادرة التي لم تتقيد بالسواد وإن بدت شاردة ووحيدة وأبرار التي كسى الحزن العميق محياها والحج مهدي الذي بدى منكسراً بفقدانه الشريكة والصديقة والنسيب وحسام الذي بدى عليه الغضب أكثر من أي شيء آخر بينما تغيب كل من سيف ورنا أنضم للحضور الموظفون الذين طلبهم التحقيق عمر وعبد الله وميسى وعشري وسامح بدأ المحاقق كلامه دون ترحيب أو مقدمات طبعاً سمعتم شهادة الأستاذ عشري بخصوص ساعة المجن عليه وعرفتم أن الطبيب الشرعي أثبت أن الجريمة حصلت ما بين سبع ونص وعشر ونص وقاطعه سامح متسائلاً بصوت خافد يا خلاص قريمة شكنتم بتقولوا انتحار زفر المحاقق وكأنما لم طرق له المقاطعة الطب الشرعي أثبت أنها لا يمكن تكون انتحار المجن عليه أشول قاطعه الحاج مهدي وهو يشير إلى يساره قائلاً لا يرحمه أبقر دايماً ببوشول ثم أدرك من نظرات الجميع بأن ملاحظته قد افتقرت إلى لياقتي فقال معلش يا حضرت فضل كمل هدجه المحاقق بنظرة باردة ثم أكمل قائلاً كنا بنقول المجن عليه أشول وبما أن الرصاصة مضروبة في الصدغ الأيمن إبقى مستحيل تكون انتحار انبرت صافي معالقة طبعاً مستحيل يكون انتحار إزاي أصلاً تفكروا في حاجة زي كده حاجة العمر مؤمن وبيخاف ربنا أنا قلت لهم كده والله من أول لحظة قالها أدهم في غضب شعر المحاقق بالجلسة تنفرط منه فقال بنبرة عالية لو سمحتم أكمل كلامي ساد الصمت فأكمل دلوقتي بعد المعلومات الجديدة عايز أعرف بالتفصيل تحركتكم يوم الحدثة نبدأ من اليمين اتفضلي ثم أشار لمعاونه قائلاً اكتب يا ابني قالت صافي أنا وشيري وحسام والحاج مهدي وندرة كنا هنا في البيت مع بعض وكان فيه سوء تفاهم بسيط كنا بنحاول نحله كنتم مع بعض طول الوقت من سبع ونص لحد عشر ونص أيوة بس حسام ما نظرت إليها شيري نظرة ذعر فصمتت أيوة ما قاله حسام سكتت صافي ولكن حسام انبر قائلاً أنا سبتهم ومشيت على الساعة تمانية تقريباً رحت فين؟ كنت متنرفس شوية ففضلت لف بالعربية في الشوارع لحد ما هديت فرحت كافية شربت حاجة ورجعت على الساعة 12 تقريباً وفيه شهود؟ أكيد الناس اللي في الكافية وقابل الكافية احتد حسام قائلاً شهود ساي أقول لكم تسايق لوحدي طيب هنشوف ثم نظر صوب صافي قائلاً يعني يا حضرتك يا مادام صافي ومادام شيري والحاج مهدي ومادام ندرة فضلتم هنا مع بعض مصبوط لحد الساعة كم تقريباً؟ الحاج مهدي وندرة مشيوا على 11 تقريباً وأنا وشيرت لعنة عودتنا بعدها بشوية ما قلتهش إن الحاج مارجعش البيت بدأت الدموع تلمع في عيوني صافي وهي التقول وساعات كان بيسهر ويجي بعد ما نام وينزل الشغل تاني قبل ما نصع لاحظتيش إنه ما باتش في البيت؟ إحنا كل واحد فينا بينام في وضع ونصعت على الخبر وكنتش لسه دخلت وقته طيب وبالنسبة لتحركاتك قالها موجهاً كلامه لأدهم ازدرد أدهم ريقه وحادج أبرار بنظرة سريعة ثم قال وصلت أبرار بيتها ساعة تمانية ونص تقريبا وطلعت على الجيم في مصر الجديدة كنت هناك من تسعة لربع لحد عشر ونص تقريبا وصلت البيت هنا بعد أحد عشر بشوية كانوا كلهم فوضهم فافترضت إن بابا كمان فقطه ومعرفتش الخبر إلا لما كلمتونا الصبح إي شهود على تحركاتك؟ أيوة البرسونال كوتش بتاعي والناس بتوع الجيم تمام وبالنسبة لتحركات حضرتك سأل وهو ينظر صوب أبرار انبرأ أدهم قائلا زي ما ألتلك أنا وصلتها بيتها ساعة تمانية ونص تريث المحاقق وهو ينظر إلى أبرار ماليا ثم أردف تب عندي إن البواب بتاع العمارة شفها نزلة تاني بعدها على طول التقت العيون على وجه أبرار الشاحب أكمل المحاقق ببطء واسمعها بتوقف تاكسيو بتقوله التجمع الخامس شحب وجهه أبرار أكثر أما أدهم بالكلام فسبقته هي قائلة بصوت خافت ولكن ثابت أيها فعلا أنا نزلت تاني بعدها على طول رحت السينما في التجمع سمعت صوت شهقة بينما سأل المحاقق وحدك بالليل كان فيه فيلم نفسه شوفه ودخلت على الإنترنت لما رجعت علشان أشوف موعده فجأت أني ده آخر عرض لي فنزلت على طول على السينما محدش بيعمل كده أبدا قالت صفي بصوتها الحاد أنا بعمل كده قالتها أبرار باعتداد في شهود يا نسا شارف يمكن لو لأيته سواء التاكسي قالتها أبرار بحيرة تاكسي ولا أوبر تاكسي أصلي فتحت الأبليكيشن لأيت أقرب أوبر على بعد عشر داي فنزلت بسرعة ووقفت تاكسي طيب شهود في السينما بدأ صوت أبرار يفقد ثباته مش عارف السينما كانت زحمة كلها طلبة يظهر ده كان آخر يوم امتحنات مش عارف إذا كان في حد ممكن يفتكرني ممكن تشوف الكاميرات مثلا تمام هنشوف قالها المحاقق ببطء وهو يتفرس في وجه أبرار ثم حول عينيه عنها سائلا وحضرتك يا مدام ميسا ردت ميسا على الفور في البيت مع العيال وابوهم والله وحضرتك يا أستاذ عبدالله إنبرت صافي مقاطعة أنا نسيت أقول لحضرتك أستاذ عبدالله جالنا هنا قبل 11 بحاجة بسيطة أمن الأستاذ عبدالله على كلامها قائلا أيوة مصبوط أنا كنت عايز الحاجة ضروري كلمته مردش جت له على هنا صافي هنم قبلتني وقالت لي أنه في المكتب أيوة وانت قلت هتروح له على المكتب قالت صافي معاقبة بس ما رحتش لقيت الوقت متأخر فقلت الصباح رباح ولا رحت له قبل سأل المحاققه مضيقا عينيه لا قبل إيه أنا ما رحتش المكتب خالص يومها طيب كنت فين من سبعة ونص لعشر ونص كنت على الأهوة جنب البيت فعين شمس ومشيت على تسعة ونص تقريبا وجيت على هنا على طول وحضرتك يا أستاذ عمر كنت في البيت مع والدي ووالدتي من الساعة سبعة وما خرجتش تاني ممتاز ثم عاد المحاقق يسأل عبد الله يعني أكيد ده ما عدتش على المكتب يومها والله العظيم عديت تدخل الحج مهدي قائلا هو أنت بتضغط على الأستاذ عبد الله كده الرجل كلامه واضح طبيعي الناس اللي معهم أرقام الخزنة تحوم حواليهم الشكوك أكتر من غيرهم بعدما تأكدنا أن الوفاة حصلت بالمسدس اللي كان فيها والأستاذ عبد الله كان هنا في البيت الساعة 11 إلى 4 إيه اللي يمنع أن يكون عد على المكتب الأول شحب وجه الأستاذ عبد الله بينما إنبر أدهم مدافعا حضرتك بتلمح ليه؟ أستاذ عبد الله لا يمكن يعمل كده لبقى له عشرين سنة بيشتغل مع بابا الله يرحمه ومحل سقطه ثم رفع رأسه وأردف أنا بقول تدور على الآتل في مكانتاني غير هنا ابتسم المحاقق بخبث قائلا بالراحة يا أستاذتها بيشتغل معاه من عشرين سنة أوكي بس محل سقطه أشك هو أستاذ عمر ما قالكش ولا أي وانكسر القلب نظر الجميع إلى عمر في فضول فبدأ يجفف عرق وهمي ثم أخل عن نظاراته وهم بتنظيف زجاجها بينما أردف المحاقق أستاذ عمر قال لي إن أجازة أستاذ عبدالله ما كانتش مرضية ولا حاجة صمت المحاقق مراقبا وقع عباراته على الجميع ثم أردف قائلا دي كانت بسبب شكوك الحق فيه إيه الكلام الفارغ ده؟ قال أدهم بغضب طب إيه رأيك نسأل صاحب الأمر نفسه ها يا أستاذ عبدالله تحولت نظراتهم إلى اتجاه الأستاذ عمطلاء الذي على الشحوب وجهه فاسترد لعابه ثم قال بصوت خافت يكاد لا يسمع الكلام ده حقيقي يا أستاذ أدهم منه لله اللي كان السبب لكن الحق كان أكيد حاسس أني مظلوم عشان كده مرضيش يقول لحد فيكم هو قال لي إنه أخذ مهلا يدرس الأمور بنفسه قللت الحدسة أنا كنت عايز أروح له وأراجع مع الوراء وريحه بس يظهر إنه تأخرت وأطرق برأسه أرضا في حزن ليه استنيت كذا يوم عبال ما عملت الخطوة دي إيه اكتشفت حاجة جديدة مثلا سأل المحاقق أول كم يوم كرمتي كانت نقها علي بس مراتي فضلت تفكرني بأفضل الحج علي أو ثقة فيها وتقول لي بلاش تسيب ولاد الحرام يدخلوا بينكم فانزلت عادت على الأهواء أدور كلامها في دماغي شوية وقلت ما بدهاش لازم أروح للحج وأتكلم معه واشوف إيه اللي في دماه لكن للأسف ما الحقتوش قالها الأستاذ عبدالله ثم انهمرت دموعه فجأة استمر المحاقق في الاستجواب غير آبه للدموع وإنت سامح تحركاتك للت الحادثة لو سمحت كنت على الأهواء مع صحابي وكلهم يشهدوا يا بي بس أنا عايز أقول حاجة يوم الحادثة كنت داخل بالأهواء على الحاج وكان بيتكلم في التليفون ما عرفش كان بيكلم مين كان بيقول بالنص مش عايز أبلغ البوليس إلا لما أتأكد الأول أنا عندي شكوك أخلص مراجعة الورق ولو لقيت حاجة هتكلم معاه وإذا طلعت شكوك في محلها هبلغ البوليس طبعا تعرف كله إلا الأمانة ما تعرفش كان بيكلم مين الله والله يسعد تلبيه ولا تعرف كان بيتكلم عن مين لا برضو وإنت عشري تحركاتك كنت مستني الحاجة في العربية هو قال لي أنه هيسهر شوية وطلب مني استناء وعلى الساعة 8 كده أكلمني وقال لي أروح وأنه هيرجع البيت بمعرفته هو متعاود يرجع البيت ماشي ساعات ساعات بيتمشي لكن يومها كان مطر فقلت له هستناك رفض وقال لي أنه فيه حد احتمالي يجيله وهيبقى يخليه روحه وإنت ما تعرفش مين اللي كان جيله لا والله طب وإنت مستني في العربية ما شفتش حد طلع له الشركة صراحة أغلب الوقت كنت نايم لحد ما العشاء قدن فاتمشيت لحد المسجد صلت ورجعت يعني ما شفتش حد الصراحة آه شفت انتبه المحاقق وضاقت عيناه شفت مين والساعة كام شفت الأستاذ حسام نازل من الشركة على الساعة 8 ونص كده انت أكيد مجنون أو كدب أدر بها حسام في غضب لحظة يا أستاذ حسام لو سمحت ركز معايا يا عشري انت شفت حسام وهو طالع ولا وهو نازل وهو نازل أصلا أنا بتحرك بالعربية لقيت البنزين ناص فقلت أمون بالمرة حطت بنزين ورجعت لفت من وراء الشركة وأنا جاي من الشارع العمومي شفت أستاذ حسام نازل من الشركة اتحيق لي الساعة كانت تجلها ما بين 8 وربع ونص الحج ما كلمكش تاني بعدها لا ايه رأيك يا أستاذ حسام في الكلام ده جذاب طبعا أكيد شف حد تاني لليتها كانت مطر جامد أكيد ما شفش كويس رد عشري قائلا ممكن تسأله محروس مين محروس الحارس بتاع المبنى اللي فيه الشركة رجع المحقق الأوراق بين يديه ثم قال كتب عندي هنا اسم الحارس العقار أمين مش محروس مصبوط لكن الليتها أمين مجاش فمحروس كم الوردية بالليل تمام تمام يبقى نسأل محروس مفيش مشكلة بس أنا ما شفتش محروس من ساعتها أنا أعمل تحرياتنا المهم انت بعد كده رحت فين يا عشري روحت يعني وصلت بيتكم الساعة كام وعندك شهود وصلت على الساعة 11 كده وبنت الكبيرة كانت صحية ساعة 11 ليه؟ انت سكن فين؟ أنا اصير يا بي عدد جبت شوية طلبات من البقال اللي في الحتة ودردش معه شوية اسمه عباس ممكن حضرتك تسأله نشوف فاضل حاجة أخيرة قالها المحقق ببطء ثم أخرج أده من جيبه بطريقة مسرحية وفتحها أمامهم فتدلت منها ميدالية بها قرد مخملي صغير ده قالت ميسا من فورها الارد ده بتاع شنططك يا أبرار نظر المحقق إلى أبرار نظرة ذات مغزة ثم قال الارد ده لعنات تحت مكتب الحق وطت ميسا فمها بكفها بينما نظر إليها أدهم لائما يخصك يا نسا أبرار سأل المحقق بصوت متمحل لا مش بتاعي مالإيه اللالته مادام ميسا ده أنا عندي شنطة متعلق فيها أرد شبه لكن درجة لون مختلفة ده رمادي فاتح بتاعي لبني والشنطة موجودة في البيت لو حضرتك تحب تتأكد هنشوف بس لو ضاع ممكن تشتري غيره شكده أعلق أدهم في غضب وحضرتك ليه بتحاول تورط أبرار ما أنا قلت لكم الشكوك بتحوم حوالين الناس اللي معاهم أرقام الخزنة قلت لكم الأرقام مش معايا ردت أبرار في حنق وبعدين ليه أبرار هتعمل كده إيه الدافع أصلا سأل أدهم عشان تتجوزك قالها المحاقق بخبث أفندم علق أدهم في ذهول تدخلت صافي قائلة شان أنا وباباك رفضنا الجوازة دي فممكن تكون عملت كده علشان تخلص من باباك وتتجوزك هبت أبرار واقفة وظلت تحدق في أدهم وقد اتسعت عينها فنكس رأسه وقال بصوت خافت باباك نوعدني هيفكر في الموضوع لجة بلا قرار تكومت أبرار على فراشها وقد تبللت وسادتها بالدموع بينما جلست مها بجوارها تربط عليها بحنان لم تنبس أبرار ببنت شفا بينما ترددت عبارة أدهم المتلاثمة في مخيلتها مئات المرات لم تدري ماذا قيل بعدها ولكيف وصلت بيتها كل ما كانت تعيه هو قلبها المنكسر ظلت مها تستحثها أن تبوها لها بما حدث حتى استسلمت قائلة شأذر السد يا مها إنه يعمل فيه كده إزاي وصلت فيه وسلمت له قلبي إيه اللي حصل فكرة لما حكيت لك أنه فتحني علشان يعرف رأيي قبل ما يفتح أهله ساعتها قلت لك أني خايفة ما يوفقوش وإنت يلتيني ليه ومستحيل وكلام من ده أطلع كان بيجذب علي أهله كانوا رفضني ومع ذلك تجر يقولي الكلام ده عيل وكذاب وتافه شأذر سامح نفسي أني سدقته ممكن تكوني ظلمة انت صبت أبرار في فراشها قائلة في غضب أها ما تستفزنيش ظلمة إزاي من أقولك أهو طلع آي لأهله وهم رفضوني وهو ما قال ليش ومش بس كده ضممت الهانم لمحت للمحاقق أني ممكن أكون أتلت مستر عبداللطيف علشان تجوز ابنهم شهقت مهى وامتقع وجهها كانت تظن أن أبرار تبالغ في تصوير الأمر بسبب اعتدادها الشديد بنفسها والكسر الذي أصاب قلبها لكن أن تعاول تلك الأسرة طوريت صديقتها في جريمة شنيعة بهذا الشكل له أمر واقعي لا يحتمل وجهات النظر وليلي بالضبط إيه اللي حصل حكت لها أبرار تفاصيل الواقعة وختمتها بعبارتها ما واجعنيش اتهمهم لي بالأتل على قد ما واجعني كذبه حسيت أنه عايل قوي وإني عبيطة قوي قوي بعد العمر ذا كله وكل الناس اللي صدتهم أعلق قلبي بعيل عندك حق تزعلي لكن المفروض وبالذات في الظروف دي يكون صريح معاك بس أخوها أكيد عمل كده علشان بيحبك الحب من غير مسؤولية ما يسواش حاجة ما يبقاش قلبك حجر حجر؟ أنا قلبي بقى فتفيت يا مهة على الجانب الآخر كان هناك قلب آخر منصحق يبث عذاباته وحيرته إلى القلب الكبير إزاي هادة ما عملت كده؟ مش عارف يا عميتو مش عارف أهو اللي حصل ما فيش حاجة اسمها اللي حصل مثل مفروض راجل ومسؤول بتوعدها بالأمان والحنان واللازي منه وتيجي تهدم كل ده بتصرف زي ده معارف إن استعجلت لما فتحتها قبل ما أخذ موافقتهم لكن يوم ما تعشنا مع بعض الجو كان رومانسي ولايتني بصريحة وبقولها اللي في قلبي إذا كان لازم وقتها تقولها الحقيقة كاملة أو لها هي عميتو أو لها إن مامتي رفضتها وإن بابا بيخافي عارض ماما وإن وعدني في السر يحاول يقنعها واحدة واحدة ما قدرتش طبعا كانتها تقفش وتسيبني إنتي عارفة قد إيه هي حساسة ومعتدة بنفسها مش كان أحسن تيجي منك بدل التلميحات السخيفة اللي تقالت أنا أكلمتك علشان كده هي مش راضية ترد على مكلماتي كلميها إنتي أو كلمي عميتها أو باباها أي حد مش هينفعي كلام دلوقتي يا عدهم استنى شوية الدنيا تهدى إن شاء الله لو لك نصف فيها ما فيش قوة في الدنيا هتقدر تحوشك عنها أنهى آدم المكالمة وهو يعض على شفتيه من الأسى كيف فعل ذلك بمحبوبته كيف تحول غرضه النبيل بهفظ كرامتها وعدم جرحها برفض والدته وكيف تحول كتمانه البريء إلى ذلك الألم واليأس والتجريح شعور حد بالفقدان اكتنف أدهم فقدان الأب وفقدان الحبيبة شعر وكان سحابات قاتمة تتجمع في الأفق تتجمع وتتجمع حتى بات غائصا في لجة سوداء لا قرار لها نظر أدهم حوله يائسا فلمح مصحفه وامضة غزت قلبه فتح المصحفة على صفحة عشوائية وجرت عيونه على الصطور ليرى برهان ربه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قرأها بعينيه بشفتيه بقلبه انفراجة غريبة اكتنفت روحه أغلق المصحف ورفع وجهه إلى أعلى وبكل ما اعتمل في قلبه من يأس هتف يا رب ثم تمدد على فراشه وأراح رأسه على وسادته وأغمض عينيه ممنيا نفسه بالغد ما عادت وصل أذهب الشركة مبكراً ودخل من فوره إلى مكتب أبرار ولكنه وجد المكتب شاغراً انطلق نحو مكتب ميسا سائلاً في لهفة يا أبرار مجتش ومش هتيقي قالتها ميسا بنبرة ذات مغزأ لم يستطع أدهم تفسيرها يعني أنيسة أبرار قدمت ستألتها بعد لتألف القلسة أمش مع أولتيكي تاني هي ما عندهاش كرامة نظر إليها أدهم بغيظ عاجزاً عن الرد لف بجسده خارجاً من المكتب ليصطدم بعمر وكان ما تعلق بقشة أمسك به قائلاً عمر تعال عايزك انطلقا معاً نحو مكتب أبرار الشاغري وجلسه عمر وفعلاً أبرار قدمت ستألتها أيها قالها عمر وقد أطرق برأسه لحظة ثم رفعها مردفاً تزعلش مني أدهم أي وحدة في مكانها لازم تعمل كذا ليتحطها في موقف زيدة اختنق أدهم من نبرة اللوم التي تلاحقه فقام بتغيير الموضوع سائلاً بصوت مضطرب ايه موضوع عبدالله ده عيزة فهم تفاصيله استجاب له عمر فحكى له كيف اكتشف والده منذ فترة وجود عجز كبير في الميزانية لم يستطع فهم أسبابه فقرر إيقاف الأستاذ عبدالله عن العمل كإجراء احترازي حتى يراجع الأوراق كافة بنفسه على هو يكتشف الحقيقة اكتشف أطرق عمر برأسه مشفقاً تيألموته أكبر دليل على أن اكتشف صدم أدهم لبديهية ما طرحه عمر وتملكته المشاعر الضبابية مجدداً انسحب عمر تاركاً أدهم مع أفكاره لم يكن أدهم قد فكر في مقتل والده من الناحية الجنائية قبل اللحظة انشغل بإجراءات الجنازة والعزاء ومشاعر الفقد والحزن التي سيطرت على أسرته ثم انشغل بالتفاصيل الإجرائية التي طلبها المحاقق لتحركاتهم جميعاً ثم ما حدث مع أبرار ولكن الآن في تلك اللحظة وحدها اتضحت أمام عينيه الرؤية الثقيلة لقد قتل والده وهناك قاتل شخص على الأرجح يعرفونه قريب منهم امتعد أدهم عند وصوله لهذه النقطة فكرة أن يخون أحدهم أباه ويقتله فكرة حادة وصعبة التصديق هل كان هناك اختلاس فعلاً وهل اكتشف والده الفاعل ولذلك قتل أم هناك أسباب أخرى حاول في البداية اعتناق فكرة أفلاطونية مفادها أن الجميع يحبون والده ولا يمكن أن يؤذيه أحد ثم اضطر لحذفها وهو يذكر نفسه غاضباً بأن والده قد قتل بالفعل حاول أدهم أن يجوب بعقله علاقات والده بحثاً عن القاتل بدأ بالمقربين يراجع أيام أبيه الأخير معهم ثم هتف عشري وقد ارتسم في مخيلته وجه عشر اليائس صبيحة يوم الحادث علشان ابنه اعتصر قلبه قبضة باردة وقد ضبط نفسه يتهم السائق الذي عاشرهم أعواماً مديدة وكانه كبش فداء يدرأ باتهامه الشكوك عن الآخرين ممن يحب ولكنه لم يجد بداً من الاستمرار فقال لنفسه عشري هو الوحيد اللي قال على موضوع الساعة افرد كداب وقال كدع لشاني بعد عن نفس الشبهات شعر بضجيج يكتنف عقله فقرر الاتصال بعمته عمته؟ مين اللي قتل بابا؟ ممكن يكون عشري؟ ثم حكى لها عن الملابسات التي تؤيد اتهامه طب ليه عشري هيألف الموضوع بتاع الساعة ده؟ أكيد ما عنده شهود كان فين للساعة 12 ونص؟ هو عنده شهود كان فين من الساعة 7 ونص لعشر ونص؟ بوهيت أدهم ولم يرد سألته عمته معاه أرقام الخزنة؟ مش قلته الآت اللي أخد المسدس من الخزنة؟ كمان انت بنفسك قلت ان باباك دايماً بيقول لعشري لقى على السلفة وبيرجع يوافق صح؟ وبعدين هو في فلوس تسرقت من المكتب يومها؟ ما عرفش انت استعجلت يا أدهم الاستعجال مش في صالحنا خالص ارتاح أدهم للناء التي استخدمتها عمته في الحديث ليس وحده طب ايه عمته؟ انت شايف ان عشري بريء؟ انا شايف نستنى نتيجة التحقيقات هتوصلنا لإيه الأول؟ هم لقوا محروس محروس مين؟ عارس الأمن اللي كان واقف ليلتها استجوبوه؟ اكيد شاهدت ويبقى فيها معلومات مهمة عندك حق؟ هسأل فعلاً وادعي ايه؟ ادعي كتير يا أدهم ربنا يظهر الحق ويريح قلوبنا مزيد من الناء المطمئنة حضر يا عمته هادعي فارغ ويقول الكثير محروس في غيبوبة ايه؟ يعني ايه؟ تريث المقدم وأحمد قليلاً قبل أن يجيب أدهم محروس خبطته عربية وهو مروح يوم الحدثة ومن ساعتها وهو في غيبوبة طبعاً مش هنقدر نستجوبه غير لما يفوق قدينة مستنيين يعني التحقيق هيفضل شغال؟ طبعاً هيفضل شغال انت مش عايز تعرف مين اللي قاتل أبوك ولا إيه؟ ما عايز طبعاً طيب عموماً أنا عندي جديد ياريت تكونوا موجودين كلكم الساعة سبعة في الفيلا برضو؟ ايه؟ تحب استدعيكم عندي في الاسم؟ لا خالص مش قصدي ياريت تبلغهم بس المرة دي بلاش الموظفين أنا أعايزها عائلية انتم ونسائبكم بس أنهى أدهم المكالمة الهاتفية وشعر بقلق مبهم تجاه ذلك الجديد الذي ذكره المحاقق قام بعمل الاتصالات اللازمة لدعوة الجميع إلى الجلسة الجديدة وفي تمام السابعة خط المقدم أحمد بخطواته الثابتة من باب الفيلا تأمل الموجودين ثم قال بصوت جليدي وبدون ترحيب كعادته استاذ حسام أيوة مصرر أنك مرحتش مكتب الأتي اليوم الحدسة برغم عقوال عشري وصة عميقة نغزت قلب أدهم على وقع كلمة القتيل أيوة أنا تمشت شوية بالعربية وبعدين طلعت على الكفي أكيد عشري شف حد شبه تحتهيدي دليل بيقول أنك كنت هناك إيه؟ سأل حسام بحذر وقد ضاقت عيناه أخرج المحاقق من جيبه ورقة صغيرة مطوية لوح بها في الهواء ثم فتحها بسرعة كساحر ينشد إبهار أعين الجمهور طالقت أنظار الجميع بتلك الورقة المبهمة حتى قالت شري متعجبة ده شيك فاضي فاضي آه إنما بيقول كتير بصوا معايا كده واستمرارا في دور الساحر رفع المحاقق ورقة الشيك في الضوء قائلا الشيك الفاضي دعا لي أصار كتابة الشيك اللي كان فوي شيك بقيمة مليون جنيه كتب الحق عبداللطيف يوم الوفاء واسم المستفيد صمت الجميع وانسحبت أنفاسهم وكأنما على في الخلفية صوت ضقات طبول حتى قال المحاقق اسم المستفيد حسام مهدي الجمال إيه الجنندة؟ أتف الحج مهدي في غضب بينما ضاقت عينا حسام أكثر وهو يراقب المحاقق الذي وضع الشيك في جيبه في هدوء قائلا ما فيش داعي للإنكار يا حسنبي الأفضل تقول لنا إيه اللي حصل يومها شغل أي كلمة إلا فوجود المحام بتاعي ظهر الذعر على شري فقالت بصوت مرتعش إيه يا مام اللي بيحصل ده؟ أدهم فيه إيه؟ إزاي تهم حسام كده؟ قطعها المحاقق بصوت جليدي ما فيش أي اتهمات لسه يا مدام دي أسئلة بصفة ودية ياريت تشجعي جوزك يرد عليها الصفة ودية برضو اقترب الحج مهدي من المحاقق ممكن أشوف الشيك؟ أخرج المحاقق الشيك فتفحصه الحج لبرها ثم رده إليه قائلا سام أخر على ملامح حسام فابتسم لنفسه ولم يعقب بينما قال مهدي بغضب كلام ده مشحيي حسام أنا عايز تفسير تدخل سيف قائلا مشحيي لي يا بابا أكيد بعد اخناته الأخيرة مع شري طلع على عم عايزي طلق فعم عرض على فلوس تمن استمرار معاها وأضحى أوي أسكت سيف قالها الحج في غضب أما حسام فقد أشاح بوجهه وشري تناشده قائلا قلهم إن الكلام ده مش حي يا حسام قلهم قطع المحاقق الجوة الدرامية السائدة قائلا ببرود طيب نغير الموضوع مؤقتا ماحنا عندنا مواضيع كتير النهاردة أستاذ سيف معلش نراجع تحركاتك كده سفرت اسكندرية يوم الحدثة كنت صحران هناك في نايت كلاب وعندي شهود على كلامي طبعا مش غريبة إنك ما تحضرش عازل حج عند اللطيف ولا غريبة ولا حاجة أنا مليش في الجو الغامق ده صراحة علاقتي بالمرحوم ما كانتش ولابد آه بس أكيد مش لدرجة إنك تقتله رد سيف غاضبا قاتل مين وأقولك كنت في اسكندرية وعندي شهود يعني ما روحتش الشركة يومها خالص لا ما روحتش طب وحضرتك يا نسرانا يوم الحدثة كنت في ميتينغ طويل من الظهر في فندق في التسعين ألصت تاريبا على الساعة 11 بالليل تمام أرجى مع الشهود إن شاء الله أسبكم دلوقتي ونتقبل ريب قالها المحاقق فلم يرد عليه أحد كان كل منهم غارق في أفكاره الخاصة فانتهزها فرصة يتفرس في وجوههم عن لها التشي بشيء وجه شيري وعيناها الباكيتان التائيتان وجسدها الملتصق بحسام حسام وقد تجمدت ملامحه بلا تعبير وسرحت عينه بعيدا وجه أدهم المتألم الحائر وجه صافي الحزين المنهك وجه سيف العابث وجه رانا الملول وأخيرا وجه الحج مهدي ونظراته لحسام لم يستطع المحاقق تفسير تلك النظرات أكانت تساؤل أم لوم أم حذر ماذا بعد اجتمع المقدم أحمد المرغني مع أحد قيادات وزارة الداخلية الذي كان حريصا على متابعة التحقيقات بنفسه كون المجني عليه من رجال المال البارزين بالدولة وشريك ونسيب عضو مجلس شعب معروف إيه يا سيادة المقدم؟ معقولة لغاية دلوقتي مفيش متهم؟ أعمل إيه يا سيادة اللواء مفيش أي دليل واضح لكن أنا مكمل في تحقيقاتي لحد موصل للجاني بإذن الله ما عندكش أي شكوك؟ شاكك في حسام علش الموضوع الشيكو ينكره للزيارة سامي الجمال فاللي بالك عبوه وعضو مجلس شعبه ممكن يصدعنا مفيش أي اتهام اللي بأدلة واضحة حضرتك متإلقش أنا متوقع لما حارس العقار يدلب أقواله الدنيا هتبان أكثر لا أكيد بس الحادثة بتاعته دي توقيتها مريب ممكن يكون الحارس شاف الجاني وهو داخل ولما حصلت الجريمة إلى تلستان الحارس وضربوا بالعربية ممكن طبعا أنا فكرت في الاحتمال ده لكن إحنا للأسف ما عندناش أي معلومة عن العربية اللي خبطته كانت ليلة مطر وما فيش أي شهود والكاميرات أي مبنى إداري لازم يكون مركب كاميرات في كاميرات بس للأسف مش شغالة العقار لسه في مرحلة التشطيب إزاي شركة تفتح وتشتغل والكاميرات لسه مش شغالة فين الحي؟ نظر إليه المقدم أحمد نظرة ذات مغزى جعلته ينفعل قليلا لا يخرب بيتي الرشاوي اللي خلتنا مش عارفين نشوف شغلنا مش عايز حضرتك تقل ده كثرة متوقعين محروس يفوق في خلال كم يوم أنا طلبت حرص مشدد علي عشان لو فعلا الحادثة كانت مقصودة إلى آتل ما يكررش محولته ممتاز إنما إيه حكاية إنك كل شوية تجمع الناس وتتكلم معاهم من إمتى بنعمل تحياتنا بالشكل ده؟ الله يا فندم أنا حققت مع كل واحد فيهم لوحده أكتر من مرة وأصد أجمعهم على أمل يقعوا مع بعض في الكلام أو حد فيهم يكشف كسبة حد تاني مش محتاج أفكرك قد إيه الأرضية دي مهمة سواء لشخصية الأتيل أو علشان خطر الحج ماهدي طرق أدهم باب غرفة أخته لم ترد ففتحه ببطء ليجدها جالسة على الأريكة في سكون وعينها معلقتان في الفراغ أقترب منها وجلس بجوارها شري ظلت على سكونها وشرودها نعرف إنك زعلانة من اللي حصل وكما نعرف إنك بتحبي حسام أوي وكان ما أججت عباراته وأحزانها فاستدارت إليه قائلة بغضب طفولي أيوة بحبه وعرف إنك مش بتحبه علشان هو أشتر منك في الشغل وباب الله يرحمك أن بيسق فيه وعرف كمان إنك عايز تبعد الشبهات عن حبيبتك أبرار حتى لو كانت تمن إنهم يتهموا حسام فجأت كلماتها أدهم فظهرت ملامح الألم العميق على وجهه وقام من جوارها دون أن ينبسا ببنت شفا ولكنها قامت فجأة وراءه وأمسكت بيده مترجية أدهم أنا أسفى والله أسفى ما أسطش أنا حسن للوحدي ومش عارف أقول إيه ولا أفكر في إيه سمحني ما تزعلش مني أنا بحب حسام ومش عايزة يسيبني تردد أدهم لحظة ثم قرر الجلوسة بجوارها مجددا وهو يقوله فيه دوء أنت مش لوحدك يا شري أنا هنا جنبك وبحبك وانت عارف كده كويس عارف قد إيه بتحبي حسام بس لازم تفكري معقلك ده راح ياخد فلوس من بابا علشان يفضل متجوزك إزاي تقبال كده على نفسك مش مهم أنا بحبه بقى لاش كرمتك يا ستي فكري في هو زنبو إيه يعيش مع واحدة مش مش بحبها قالها مترددا فحضقت في وجهه غير مصدقة ما يقول ثم انتقع وجهها وبدأت دموعها بالانهمار أصدي إنك تستهري واحد يحبك ويقدرك يا شري مش يعيش معاك عشان الفلوس وهو برضو من حقه يعيش مع واحدة بحبها ويشاركها حياته وأحلامه لو بتحبيني بصحيح كنت راح تكلمت حسام وعقلته بدل ما تقولي الكلام ده زي ما بابي وعمو مهدي كانوا بيعملوا لا يرحمك يا بابي مش كفايا بابايا راح كمان علشان عايز انتخدوا جوزي مني ثم أردفت منتحبة كل اللي بحبهم بيمشوا ويسيبوني نظر إليها أدام هائرا هو لا يريد أن يجرحها بكلام أكثر قسوة ولكن متى ستدرك هي حقيقة الموقف؟ متى ستخلص بيلا حسام؟ وتفتح صفحة جديدة لنفسها؟ هل استعجل في فتح الموضوع؟ نعم كان يجب أن يصبر قليلا حتى تهدأ نفسها بعد فقدها لأبيها قبل أن يحاول استخدام المنطق معها في أمر زيجتها تمنى أن يظهر الجاني في قضية أبيه حتى يستطيع أن يغلق هذه الصفحة من عقله ويتفرغ لموضوعاته المعلقة ترى متى سيتكلم محروس؟ محروس يتكلم أهلا بكم معلش دوشناكم معنا شكرا لمدم صافي لابتستابلنا بدل من نزعيكم معنا في الإسم كانت هذه المقدمة التي قالها المقدم أحمد بصوته الجهوري المتمهل وهو يتأمل الحضور انتلأ البهو هذه المرة بالجميع أفراد الأسرتين والموظفين كذلك تناثروا في القاعة بعضهم فرادا والآخرون في مجموعات متفرقة جالسين في أجوم بلا أحاديث متبادلة ولا همهمات فقط نظرات تروه وتجي تباينت التعبيرات على وجه كل منهم بيد أن الترقب والفضول الخفي كان قاسما مشتركا كانوا جميعا يريدون معرفة ما يعرفه محروس بعد أن تعافى وبات قادرا على الإدلاء بأقواله هيا محروس احكي للأستاذة شفت إيه؟ ومين؟ يوم الحدسة قالها المحاقق مشددا على كلمة مين بشكل لافت نظر الجميع نحو الشاب النحيل الأسمر الذي كان أشبه بالخيط المقوى بعينيه الجحظتين وأسنانه البارزة ومظاهر سوء التغذية الأخرى الواضحة على محياه ابتسم محروس سعيدا كونه محطة الأنظار يا سعدتل بإيه؟ شفت الموظفين كلهم يومها إيه؟ كلهم جوم تاني بعد الظهر؟ لا لا أنا جزدي الصبح يعني محروس أنا بسألك شفت مين؟ مين الموظفين بعد الساعة سبعة جزلك بالليل يعني؟ أنا أصلا المفروض بمشي الساعة ستة ويجي مكاني الواد أمين بيستلم مني فلما أمين مجاشي فضلت جاعد مكاني عظيم شفت مين بقى؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الصراحة يعني أيوة إني قمت كنت محصور يا سعدت البيه وقت الجامع اللي ورانا فكت ماء وصليت ورجعت على طول كانت الساعة كام مش عارف نيجي على الساعة تسعة ولا تسعة ونص يعني غيبت حوالي ربع ساعة مثلا ومتأكد إنك ما شفتش حد خالص الصراحة يعني ها وأني راجع من الجامع شفت واحدة طويلة ورفيعة كده ومتحجبة خرجة بسرعة من المبنى بس على بال ما وصلت كانت هي مشيت ما شفتش وشها لولا حضرة الباشا طويلة ورفيعة ومحقبة رددها المحقق بتمهل وهو ينظر إلى أبرار نظرة ذات مغزى كانت أبرار قد تخلفت عن جلسات التحقيق الودية السابقة ولم تظهر إلا اليوم بصحبة أبيها وقد اختارت للجلسته مع ركنا قصيا من البهو فلما بدأ المحقق بالتلميح وقفت قائلة من فضلك أنا مش هسمح بأي تلميح من أي نوع اهدي أبرار قال أبوها بخفوت ممسكة بكفها بينما قال المحقق ما فيش تلميح ولا حاجة ده تحقيق يا آنسة والمواصفات اللي قالها محروس ما تنطبقش غير عليكي لا تنطبق على مليون واحدة تانية وأنا قلت لكم أني مرجعتش الشركة يومها عموماً احنا مش في مرحلة اتهام احنا بنسمع أقوى للشاهد وما فيش داعي للشوشرة هاي محروس ما شفتش حد تاني شفت عشري طبعاً أنه هو طالع للحق الله يرحمه ضيق المحقق عينه متسائلاً عشري؟ أيوة ده حتى هو طالع قال لي إدعيلي واما جنازل قلت له ها طمني ما ردش علي يا جليل الأصل كان مشغول بيعدي الفلوس فلوس إيه عشري ما قلت لناش انت الكلام ده توترت ملامحه عشري وغاض لونه دمائي في وجهه ها ما جدش فرصة نعم يا أخويا احنا هنهزر يعني إيه ما جدش فرصة ده تحقيق مش لعب عيال تلش لش عشري قائلاً من الصراحة خفت أقول لكم على الحقيقة أطورط لكن أنا لا يمكن لا يمكن نأزل حق مهما حصل وقل لي إيه اللي حصل لأسيب لي أنا اللي أقرر كنت محتاج فلوس عشان ابني العيان كنت مروح مكسور والله وشايل هم مراتي أقول لها إيه وبعد ما حطيت البنزين وارجعت وشفت أستاذ حسامه هو نازل من عند الحج شكله ممسوط اتفقلت ظنت إن الحج مشكلته تحلت وهيبقى رايق قلت أطلع له تاني أجرب حظي معاه وبعدين لما طلعت له كان بيراجع ورق وشكله مشغول ولما شافني فضل مكشر ومن غير ولا كلمة مد ييده في جيبه وطلع رسمة فلوس وعد منهم كم ورق وناولهم لي استغربت إنه ما فصلنيش زي العادة نزلت من سكاة عد الفلوس وأنا مش مصدق نفسي وطرت على البيت لمراتي والعيال الدك كام ألف جنيه حضرتك كانت الساعة كام وقتها كانت تيجي ثمانية أو نصة مثلا يا بي وسبت الحج عايش وقتها عايش طبعا وما ليه غريبا ما كانش فيه فلوس مع الحج لما عايننا الجزة ما كانش فيه الرزمة اللي بتقول عليها مش عارف يا بي طيب وانت يا محروس آخر كلام ما شفتش حد نازل أو طالع تاني شفت الوستاذ سيف أبا سيف كلمة لسوة هتتبلع لي ولا إيه أنا كنت في اسكندرية وعند شهود تدخل المحاقق قائلا بالراحة يا أستاذ سيف لو سمعت خلينا نسمع أقواله هاي محروس متأكد أيوة شفت من بعيد وهو بيعاد الطريق كلام ده جنان رسمي عاد الطريق ليه وأنا معاي عربيتي وبعدين أنا عمري ما بمشي على الرجلي والكل عارف والدنيا يومها كانت ظلمة ومطر عارفني إزاي من بعيد كده أي تأليفه خلاص برأيك في الكلام ده محروس تلاثم محروس قائلا مش عارف بتيالي شفت الاساس سيف كده من بعيد وبينه كان حطت البلط بتاعه ده على رأسه من المطر بس الشهادة لله هو كان بعيد يعني كان صعب ما يزم لمه لكني متأكد اني شفت وش يومها اكتب الله عن خرف بقى قالها سيف بسخرية غريضة ثم شاح بيده لمحروس موجها كلامه للمحاقق بيقولك من بعيد وبعدين من قريب بيخرف يا باشا كلنا عارفين انه ما بيشلش وشه من على الموبايل ودلوقتي عمالي يقولك شفت من نازل ومن معدي تلاقي عايز يعمل لنفسه ايما بالكلمتين دول انك مش محروس على نفسه بينما سأله المحاقق ها محروس تأكد انك شفت الاستاذ سيف اني اني مش عارف شفت حضرتك اي كلامه قالها سيف بابتسامة تشفن واخوة يغوص في مقعده محروس لو حد دخل او خرج من الجاراج ممكن تشوفه نظر محروس نظرة زائغة ولم يرد تدخل عمر قائلا عضرتك اي حد بيطلع من سلم الجاراج او ينزل منه لازم يعدي من قدام محروس والباب اللي بين الجاراج وسلم المبنى مش بيفتح الا بزرار الانتركام من عند محروس او من الشركة فوق تمهل المحاقق متفكرا فيما قاله عمر قبل ان يقول يعني لو اي حد عايز يدخل او يخرج من باب الجاراج للمبنى لازم يطلب محروس على الانتركام علشان يفتح له نظبوط استاذ حسام بعدما محروس اكد مرورك على الحق الله يرحمه في مكتمه مش عايز تقول حاجة صمت حسام ولم يعقب نظر اليه المحاقق نظرة ذات مغزى ثم نظر اليهم جميعا وقال بلهجته المسرحية شكرا يا جماع التحيئات مستمرة وان شاء الله ابلغكم بالنتيجة اول بول وسرعان من فضل جمع بانتظاري ما ستسفر عنه التحقيقات مرات الايام التالية ثقيلة لم تعد هناك جلسات تحقيق ودية ولم يظهر اي جديد توقف المقدم احمد عن الاتصال بهم واختفى تماما عن المشهد والشركة اصبحت مكانا خانقا لادهم خاصة بعد ان تعاون حسام مع عمر على ادارتها بكفاءة منقطعة النظير ربما بافضل مما كان يفعل الحاج في ايامه الاخيرة والشخصان اللذان كانا يصبران ادهم على وجوده في الشركة قد ذهبا بلا عودة والده الحبيب وابرار في البيت كانت الاجواء خانقا بالمثل شريحة زينة وباكية خاصة بعد ان اتخذ حسام العمل ذريعة فاصبح يتغيب اكثر وقد غادر خاطر حميه المشهد فلم يعود مضطرا للتمثيل صافي اصبحت عصبية تثور لادفه الاسباب وبدلا من ان تكون عونا لبنيها كانت عبءا عليهم تلمز ادهم بمحبوبته متهمة اياها بالتخلص من الحاج وتلمز شريح بحسام وكيف قبض ثمن بقائه معها ولا تكف عن نعي الشركة التي اصبحت اليوم في يد الاغراب كانت تتهم اولادها بالفشل على كل صعيد وعندما شكها ادهم لعمته نادرة قالت في حنان حبيبي ادهم ما تقساش على امك انا برضو لبأسه حرم عليك يا عمته بعد كل اللي قلته لك شوف يا حبيبي مانتك كانت بتدور في فلك باباك كان هو الواتد اللي مسبتها في الارض ومديها الامان متطمنة على كل حاجة في وغوده مش محتاجة تشيل هم حاجة لا هم تربيتكم ولا هم الفلوس ولا حتى هم نفسها وفجأة لايت نفسها لوحدها من غير سند ولايت أولادها مش عارفين يشيلوا الشيلة ولا حتى يشيلوا نفسهم نفسها تتسند عليكم علشان تطمن مش عارفة ومش عارفة حتى تعبر لكم عن خوفها وتعبها تأمل أدهم كلام عمته وتفكر متأنيا في التحول الذي شاب سلوك والدته في الفترة الأخيرة كلمتها الحادة الدوائر السوداء حول عينيها شكواها الدائمة استيقاظها باكراً ملازمتها للبيت آناء الليل وأطراف النهار يبدو أن عمته محقة طب يرضيكي تتهم أبرار وتظلمها بالشكل ده صحيح أخبار أبرار إيه أنك سأدهم رأسه ولم يعاقب لسه مفيش جديد لسه مفيش جديد معلش يا حبيبي غمّة ومصرها تنزح تنزح فين بس عقب يأساً ثم أردف كنت ناوى فتح ماما في الموضوع تاني لما التحقيقات تخلص بس شكل كده هستنى سنين لحد ما اكتشفوا الآتم طب ما تحاول تجس نبضها تفتكري لو كانت آخر بنتي في الدنيا مستحيل يا أدهم انساها مستحيل لي يا ماما كمان بتسأل لي عايز تتجوز اللي قتلت باباك يا أدهم وحرمتنا منه انت أكيد تجننت قتلت مين حرمها عليك أيوة قتلته أنا متأكدة وحتى لو ما فيش دليل يبقى بتظلميها وبتظلميني قالها أدهم وقد اسودت عينها بينما تهاوت صافي على فراشها تعبا وكأنما ناءت بحملها وقالت بصوت منهك خال من حدته المعهودة كل حاجة في الحدثة بتشاور عليها الارد بتاعها اللي لقوه شهادة محروسة اللي شاف وحدة بنفسة أو صفها نزلة من المكتب هتكون مين يعني تكون أي واحدة يا ماما لو دي أدلة بجد كان البوليس أبض عليها هو في واحدة تخرج في معات زي ده تروح السينما والوحدها أوبت صدفة في التجمع وكمان ما عندهاش أي شهود على الكلام ده وما تنساش إن معاها أرقام الخزنة هي قالت إنها ما تعرفهاش أنا مش عارف ليه أنت مصرة تتهميها هي ما كانتش تعرف أصلا إنكم رفضين الجوازة هتعمل كده ليه؟ هتستفيد إيه؟ تنتقم تنتقم ليه والمين؟ لباباها باباها؟ مش حشر باباها؟ مش هينفع أقول يعني إيه يا ماما؟ مش هقدر يا أدهم؟ لطيف الله يرحمه كان محلفني ما حكيش لحده أبدا مهما حصل ماما أرجوك أخرج أدهم أنا عايزة نام قالتها صافي ثم تمددت على فراشها مولية أدهم ظهرها وأطفأت النورة معلنة نهاية الكلام فوجع الأستاذ كامل المصطفى بصوت الجرس يرن متصلا تتبعه طرقات على باب منزله فتح البابا ليجد أدهم أمامه يقطر مطرا إيه يا ابن اللي خرقك في جاودة؟ فضل ادخل لم يدخل أدهم وإنما قال لاهيثا عايزة تجوز أبرار إيه؟ بحبها وما قدرش عيش من غيرها وما فيش أي حاجة تقدر تفرأ بنا قاطعه صوت أبرار لا فيه نظر أدهم فوجدها واقفة على باب غرفتها فتوقف به الزمن ولم يسمع سوى دقات قلبه حين تملت عيونه بالحبيبة ولم ينتبه لقسوة البادية في عينيها ولا الحزن المرتسم في محياها فقط رقص قلبه لرؤياها احترم الأستاذ كامل صمتهما للحظات ثم تنحن حقائلا تفضل أعود يا ابني مش هنتكلم على الباب يتفضل إيه يا بابا ما فيش حاجة تتقال أصبر يا أبرار تفضل يا ابني جلس أدهم وهو لا يرفع عينيه عن محبوبته وقد لفت حجابها حول وجهها كيفما اتفق وارتدت ملابس رياضية مريحة أظهرت منها جانبا عفويا لم يكن قد رأاه منها من قبل جاي ليه يا أدهم عايز تتجوزني من غير موافقة أهلك عايز تتجوزني وأممتك مقتنعة أني اعتلت باباك بوهيت أدهم وهم بالكلام إلا أن الأب صبقه قائلا شوف يا ابني أنت لا غبار عليك ولو في ظروف تانية وأبرار اخترتك كنت هواثق على طول لكن دلوقتي وحتى لو أبرار وفقت أنا لا يمكن واثق نظر أدهم إليه غير مصدق فأترق الأب برأسه وهو يقول مفسرا مدم صافي لسه أفل معايا وقعت العبارة على أدهم كالطامة الكبرى فاتسعت عيناه وارتعش قلبه بينما أكمل كامل في سرعة كان ألبها حاسس النجي على هنا نظر إليه أدهم بيأس هاول الكلامة مجددا فأسكتته أبرار بقولها أدهم من فضلك امشي وما ترجعش هنا تاني احنا مش لبعط قالت قولها ودخلت غرفتها وأغلقت الباب ظل أدهم محدقا في باب غرفتها الأبيض وخيل إليه أن أحلامه كلها اختلطت ببعضها وذابت لتتحول إلى لا شيء صفحة بيضاء شاغرة تنحنح الأستاذ كامل فقام أدهم وذهب موعد على الغداء أغلق أدهم باب سيارته وأدارها فصدح صوت مونير تلقائيا خلاص حبيبتي بأين البعض أغطف أدهم وضرب المقود بيديه فانطلق صوت بوق السيارة عاليا واستذب شحاذة عجوز ظنت أن أدهم يناديها اقتربت الشحاذة ونقرت نافذة السيارة أي حاجة يا بي؟ بحث أدهم في السيارة عن فكة يصرف بها الشحاذة فلم يجد مد يده في جيبه وآخر جما فيه فإذا بها ورقة من فئة المئة جنيه ربنا يرزقك ببنت الحلال إلى تسعد ألبك يا بي وخزت عبارة الشحاذة قلبه فأعطاها المئة جنيه عن طب خاطر وانطلق بالسيارة رن جرس هاتفه أيها عمته ما تسألنيش أرجوك يعني إيه؟ حاضر حاضر هاقيلك بكرة في المعاد حاضر أغلق أدهم الهاتف وتسأل فيما تريده عمته لم يكن يريد أن يذهب أراد اعتزال الكون والبقاء وحيدا بين جدران حجرته حتى ينساه الجميع ويشيخ ويموت أصبح الصباح وفتحت الستائر وطل منها النور قرر أدهم أن يذهب إلى عمته في موعدهم على الغتاء أبلغها أنه بانتظارها أسفل العمارة ففجأ بها بعد دقائق مقبلة نحوه وهي تحمل عدة ملفات وراقية ضخمة اقتربت منه فبادرها في حيران إذا عمته دلها يحل مشاكلك ويكشف الآتل ويرجع لك أبرار شعر أدهم وكأن عمته تتكلم عن سحر ما أو مندل ستقوم بفتحه ولكنها وضعت الملفات على أريكة السيارة الخلفية واكتفت بقولها يلا بينا انطلق أدهم بالسيارة نحو مطعم عمته المفضل بالحسين تناولا قدرا لاباس به من المشويات المحببة إلى قلبها دون أي إشارة نحو الملفات وانتقلا بعدها للجلوس في ركن هادئ بمقهى مغمورة في شارع المعز حينها طلبت منه عمته إحضار الملفات ووضعها أمامهما على المنتظر ذات الأرجل المترقصة شوف يا حبيبي دي ملفات الأضية رفع أدهم أحد الملفات وبدأ بفر ورقاته غير مصدق ليجده بالفعل مليئا بالتفاصيل وأقوال الشهود مش معقول؟ جبتهم منين؟ بص يا أدهم الأول شرط آخر نور أنا ما بحبش الأسئلة الكتير انت تقول حاضر وبس أجاوبك المراضي على شرط ما تسألش تاني حاضر الملفات دي جابها لسيادة المستشار زهني زميلي من أيام ثانوي لم يستطع أدهم كبح ابتسامته وهو يتخيل عمته أيام ثانوي مع زميلها سيادة المستشار وبعدين يا ولد حق علي قلت ساعدك بص هو جاب لي نسخة من ملفات الأضية طبعا مش المفروض الملفات دي تطلع برة بص ليش كده ما فيش حاجة توقف الدم عميتك مهم هو كمان وضح لي كم نقطة كده عايزين نفكر فيهم سواء نظر أدهم إلى عمته بإعزاز شديد محبتها له تساوي العالم كله كيف كان يريد الانعزالة ولديه منبع حب صاف كنادرة سرحت فيه ركز معايا طلع ورع ألم علشان نكتب مش معايا يا هذه الخيبة يلا نقوم يا أدهم صبري عميته ما يبقى شخل إجدية هكتب على الموبايل نظرت له عمته باستنكار ولكنه أمسك بهاتفه استعدادا للكتابة هكتب إيه؟ هتكتب أسامي كل الناس اللي لهم علاقة بالأضية وهنمسك واحد واحد وندرس موقفه أمنا أدهم برأسه وكتب الأسماء ثم مدى الهاتف إلى عمته كي تلقي نظرة على القائمة تقطقت نادرة بلسانها وقالت أنت مش كاتب اسمي سيف سيف كان في اسكندرية يومها مش يمكن كذب اسمه يتكتب حاضر ولا كتب الحق مهدي إيه ده؟ ولا أختك ولا مامتك حتى دول أكتبهم؟ مستحيل عمته ولد احنا اتفقنا على إيه؟ شاينفع أقول حاضر ماما إيه لا أكتبها؟ طوق أدهم أن تهتاج عمته وتغضب لإعتراضه ولكنها ابتسمت له قائلة عارف بتفكرني بمين؟ أين كان الاسم الذي خطر على بالي أدهم كان أبعد ما يكون عن من ذكرته عمته سيدنا موسى أفندم؟ أيه سيدنا موسى كان زيك كده مش عارف يصبر على سيدنا الخضر كل شوية يقوله حاضر وبعدين ما يقدرش يمسك نفسه علشان كده هو أكتر نبي بحبه علشان شابهي مش عارفة لو كان ربنا اختر لنا الأنبياء ملايكة مش بشر كنت هسد إزاي؟ سبحانك يا رب ابتسم أدهم وفتح فمه لي وعلق ولكنها بادرته قائلة أتكتب كل يا ولد ولا أوم؟ حاضر يا عمته أهو كتبتهم ها بقى طلبت منه عمته أن يكتب أمام كل شخص حجة غيابه بالتوقيت وأن يضع علامة مميزة أمام أسماء الذين ليس لديهم شهود ولأسفه الشديد لم يضع العلامة سوى أمام إسمين لا ثالث لهما حسام وأبرار أربعة عشر انقبض قلب أدهم وهو يرى الحقيقة الساطعة اسم حبيبته يتصدر قائمة المتهمين وريني أدهم مد أدهم هاتفه لندرة فقرأت وقت غيقوع الجريمة حسب تقرير الشرطة من سبعة ونص لعشرة ونص أبرار معايا لحد تمانية ونص في السينما في التجمع من تسعة لحداشر ونص حسام في بيتنا لحد تمانية لواحده لحد تسعة ونص زار بابا من تمانية وربعة لتمانية ونص وفي الكافية من عشرة لاثناشر رنا في ميتنج من الصبح لحد حد حداشر بالليل سيف في اسكندرية اتحرك من القاهرة سبعة ووصل عشرة الحجمهدي في بيتنا من ستة ونص لحداشر تقريبا شيري في بيتنا طول اليوم ماما في بيتنا طول اليوم سامح على القهوة من سبعة لحداشر ميسا في البيت من ستة عشري تحت المكتب حتى تمانية زيارة الحج تمانية ونص وصول للبيت حداشر الأستاذ عبدالله من سبعة ونص لتسعة ونص على القهوة في عين شمس والساعة حداشر إلا ربع كان في بيتنا عمر في بيته من سبعة محروز في مدخل الشركة من تمانية الصبح لحد اتناشر بالليل كانت القائمة تضم ثلاثة عشرة اسما نظرت فيها عمته ثم طلبت إضافة الشخص الرابع عشر شخص مجهول سألها أدهم أمن قد يكون فأجبته أنه بالتأكيد توجد الكثير من الاحتمالات الأخرى قد يكون أحد موظفي فرع الشركة بالعباسية أو حتى شخص غريب استهدف السرقة شخص غريب هيدخل إزاي محروز قاعد دي نقطة مهمة يا أدهم إحنا عايزين نتكلم مع محروز تاني هو قال إنه قام مرة واحدة راح الحمام على تسعة ومصة تقريبا معقولة ما قامش تاني وبعد إن الكل أجمع إنه بيلعب على الموبايل أغلب الوقت يمكن حد طلع من غير ما ياخد باله ده يا ألي دي صعبة علشان لازم يعدي من قدام مكتبه بالضبط في الدخول والخروج أنا هتكلم معه بنفسي مهم كنت عايز أقولك ملاحظات سيادة المستشار ولي عميته بيقول إن زاوي الدخول للرصاصة ما حيارب طوال بحث الجنائي كإن اللي قاتل مش عارف يناشن كويس أو مش عارف يمسك المسدس وده معنى إيه؟ هو نفسه محتار بيقول كإن اللي كان ماسك المسدس حد يده مش سبته طفل مثلاً أو ست ضعيفة فيش أطفال في الموضوع خالص ما فيش كده غير احتمال واحد ست أطرق أدهم برأسه محبطاً وقد شعر أن كل الأدلة تشير إلى حيث لا يريد أدهم طريق لسه طويل طويل إيه بس يا عميته كل اللي كتبناه بيأكد شكوك ماما أكتر يا حبيبي لسه ما كتبناش الدوافع ولا حتى تأكدنا من كلام الشهود لعلمك هتلاقي ثلاثة ارباع اللي في الليست دول كتبه مرة ولا اتنين يعني إيه؟ يعني ده كلامهم وإحنا لسه هنحقق وراء خد عندك سيف مثلاً مش محلوس قال إنه شافوا ليلة الحدثة أيوة بس هو عنده شهود كتير في اسكندرية وعنده فلوس كتير برضو وما عندوش ضمير ممكن يكون اشترى شهود ظهرت ملامح الاستغرابي على وجهي أدهم بينما تابعت نادرة ورانا الفندق جنب الشركة ما فيش ميتنج بيعود اليوم كله من غير بريك حتى ولو نص ساعة تلحق تروح وتقتل وترجع يعني أبرار مش الست الوحيدة ورانا تعمل كده ليه؟ شألت لك لسه ما كتبناش الدوافع وبعدين عمر معه أرقام الخزنة ممكن يكون نزل من البيت وأهله بيكذبوا ومدارين عليه وعلى حتى ناموا بدري وما حسوا شبيه ونازل دور رأسه أدهم من كثرة التفاصيل ولكن بعد برها ارتسمت ببطء ابتسامة على شفتيه عندما أدرك وجود أمل يلا نكتب الدوافع عامته استنى لما أقولك على حاجة تانية اللي حيارت سيادة المستشارة هو قال لي موضوع الخبطة والرصاصة ده يحير ليه الجاني خبط الحاج لما كان ممكن يضربه بالرصاص على طول زاوية وما كان الجثة بتقول أنه تخبط على رأسه من وراء يعني الحاج كان مدي الجاني ظهره وبعدين اضرب بالرصاص وهو مرمي على الأرض امتعى ضوجه أدهم ألما وهو يتخيل المشهد فأردفت عامته علش يا حبيبي عارفة أن التفاصيل توجع بس لازم نستحملها علشان نوصل للآتل وياخد جزاؤه يعني أنت مقتنعة ببراءة أبرار يا عامته طبعا يا حبيبي نظرتي في الناس ما تخيبش أبدا أبرار بنت مستقيمة لا يمكن تعمل كده لكن رأيي الوحده مش كفاية لازم نلاقي الآتل وبالدليل طب يلا نكتب الدوافع عامته لا كفاية كده يدهم أنا أصدعت بكرة تعال بكرة خلاص أبعت لك اللستة على الواتساب تمخمخي في الدوافع لحد ما نتقابل بكرة إن شاء الله على الغدى برضو أمال عدي يلاقي دلع عمي الدلعش خلاص اتفقنا عامته ادعيلي دايماً بدعيلك يا حبيبي انتليك فقر الدعاء سابتة في صلاة الفجر يماتي زوديلي عليها إن ربنا يوفقني في المنحة منحتي ما أقدم على منحة أدرس ميكانيكا سيارات في ألمانيا تبع سفارة الألمانية ادعيلي قوي ادعيليك يا حبيبي والمنحة هتكون من نصيبك بإذن الله الخزنة تبوح آه يا سيادة المقدم وصلنا لإيه؟ لا جديد كلها شكوك لكن ما عندناش دليل واحد لغاية دلوقتي والبحث الجنائي ما عندوش حاجة يساعدنا بيها؟ مشهد الجريمة ما كانش فيه بصمات تقريباً غير بصمات الأتيل وعشري وأبرار آه أبرار وشهادة بتاع الأمن إنه شاف واحدة محجبة خرجة من المبنى ووجودها في التجمع من غير شهود محروس ما تعرفش عليها بالتحديد دي كانت ليلة ظلمة ومطر كده ما عندناش دليل نخورت وراها لو عندها دافع هنركز عليها أكتر نخورت ما فيش حاجة إلا إذا إيه؟ إلا إذا كانت هي ورا موضوع الاختلاص ولما حست إنها هتتكشف خلصت عليه صعب دي لسه موظفة جديدة ما بقلهاش كم شهر بعدين الخبطة محتاجة حد قوي بدنياً وطويل وهي طويلة وملاحظة البحث الجنائي بخصوص زاوية الرصاصة اللي بتقول إن الجاني ما كانش مسك المسدس بإحكام بترجح إن الجاني ست مش عايزين ترجحات أنا عايز الجاني يا أحمد حضرتك ما تلقش إحنا شغالين وحطنهم تحت عنينة ما فيش اهتمال إن الجاني يكون واحد غريب مش من المجموعة اللي أنت عارفها صعب يا فندم المجني عليه اتخبط وهو مدي ضهره للجاني يعني كان عارفه وواسق فيه تحليل سريم لكن الموضوع طول يا أحمد أعرف بس مصير المجرم يفقد حذره ويعمل غلطة شانستنى إحنا غلطات المجرم راجعتني أقوال الشهود يمكن تلعي حاجة تمام يا فندم جلست أبرار مع أبيها في كفاتيريا المركز الطبي لآلام العظام يرتشفان مع انكوبين من القهوة الساخنة كان الأستاذ كامل يعاني آلاما مزمنة بالركبة تزايدت في الفترة الأخيرة مع تدهور صحته العامة إزاء حالة ابنته النفسية السيئة فأبرار لم تحاول البحث عن عمل شديد بل ورفضت كل محاولات أبيها وعمتها لإخراجها من حالتها وحدها مها التي كانت تستطيع التفاهم معها عند زيارتها من حين لآخر ولكن مع ذلك كان وجه أبرار يزداد شحوبا ونحولا مع فقدانها عدة كيلوغرامات مؤخرا وبرغم اكتئابها وعزلتها لحظت أبرار حركة أبيها التي طباطأت وصوت تقطقت ركبتيه الذي بات واضحا ومتكررا فأصرت عليه أن يلتزم بجلسات العلاج الطبيعي التي قررها له الطبيب سابقا وأصر هو أن تستحبه هي إلى تلك الجلسات آملا أن تكون فرصة لها للخروج من البيت وتغيير الأجواء كانت هذه الجلسة الثالثة وقد نجح أخيرا أن يقنعها بتناول مشروب ساخن بعد الجلسة مساء الخير؟ أنتم لسا هنا؟ رفع الأستاذ كامل رأسه ليجد الدكتور طارق طبيب العلاج الطبيعي الذي يباشر حالته وهو يحمل بيديه كوبا ورقيا من القهوة وطبقا عليه قطعتين كروسون رحب به الأستاذ كامل وعرض عليه مشاركتهم المنطدة لاستهام المكان وكأنما كان الطبيب ينتظر تلك الدعوة وضع كوبه وطبقه على المنطدة وسحب كرسيا وجلس وهو يبتسم إلى أبرار استغربت أبرار استجابته للدعوة ولكنها لم تعاقب بل ظلت ترتشف قهوتها في شرود ولا حضرتك رأيك إيه؟ انتبهت أبرار لأبيها والطبيب ينظران نحوها فلم تفهم عجلها والدها مفسرا دكتور طارق بيسألك عن رأيك في الأهوة نظرت إليهم أبرار وقالت في سأم رأيك في الأهوة؟ كويس؟ عنزنكم؟ قالت أبرار وقامت باتجاه دورة المياه لم تكن مستعدة لتجاذب أطراف حديثا شعرت أنه سيكون تافها سمجا ألم يكفيه أنه اقتحم جلستهما بوجوده كي يقتحمها بأسئلته التي لا معنى لها؟ ارتدى أدهم ملابسه استعدادا للقاء عمته ولما وجد أن لديه وقتا فائضا قبل الموعد قرر أن يذهب إلى الشركة ليزور مكتب والده كانت هذه الرغبة تتنازعه من فترة فيصرفها ولكنه استجاب لها اليوم انقبض قلب أدهم مع دخوله من الباب الخارجي تجهل مشاعره وتوجه إلى مكتب والده لاحظ أن مكتب أبرار لا يزال شاغرا فاتجه نحو الباب الخشبي لمكتب والده وفتحه متوقعا أن يجد المكتب خاليا فوجد عمر جالسا على كرسي أبيه يتحدث في الحاتف ارتبك عمر لمرأة أدهم فأغلق السماعة ودار حول المكتب مرحبا بأدهم ابتسم أدهم ابتسامة فاترة وقال قلت أزور مكتب بابا أهلا بك يا أدهم في أي وقت كنت بعمل كم مكلمة في هدوء خارج على طول خليك برحتك يا عمر رن الهاتف مجددا فرد عمر ثم وضع كفه على السماعة قائلا لأدهم دال الأستاذ عبد الله لم يهتم أدهم ولم يدري لما كلف عمر نفسه عناء توضيه المتصل ظل يتأمل أرجاء المكتب متذكرا صوت والده وسكناته حاضر حاضر أبص علي في القزنة قالها عمر وأعطى ظهره لأدهم متوجها نحو الخزانة الموجودة في الحائط وفتحها وأخذ يقلب في أوراقها اتسعت عين أدهم فجأة وتسارعت أنفاسه وهو يراقب عمر ثم هب واقفا وذهب دون ما سلام الغباء الكاشف وقف أدهم يطرق باب عمته وهو يلهث حتى فتحت له إيه لطلعك ما رانت ليش لي ما قدرتش تستنى أنا فهمت كل حاجة تعالي تعالي المثخل جلس أدهم مع عمته وسط الغلالة الضبابية المعهودة وانطلق قائلا أنا فهمت ملاحظة سيادة المستشار بتاعت المسدس لا بتاعت الخبطة أنا عرفت سبب الخبطة المسدس نظرت إليه عمته ببلاهة فأوضح مسدس إيه مسدس بابا كان في الخزنة المأفولة أكيد بابا فتحها لسبب ما وهو مدي ظهره للآتل الآتل شاف المسدس خبط بابا بابا وقع وراسه اتخبطت في سن التربيزة الآتل خاد المسدس من الخزنة وآتل بابا وهو على الأرض ورمى المسدس جنبه وغرب احتارت نادرة فيما قال ولم تعقب إيه عمته بفكر يا أدهم بفكر بعد فقرة من الصمت كادة تودي بصبر أدهم كله قالت نادرة عندك حق يا أدهم كلام منطقي وده معنى أن بابا كان يعرف الآتل ومأمله علشان ينديله ظهره ويفتح الخزنة قدامه ومعنى كمان صمتت العمته تستجمع أطراف الفكرة معنى أن الآتل مش لازم يكون عارف ألقام الخزنة صح يا عمته صح يعني أي حد ممكن يكون زرباباك ولما الخزنة تفتح اتأخذ المسدس منها صح صح بس البصمات إزاي ملعوش بصمات ممكن يكون مساحة تعالى نكتب الدوافع يمكن نوصل لحاجة أخرج أدهم هاتفه وفتح قائمة الأسماء قالت عمته أبرار تفتكر ممكن تكون إيه دوافعها ما فيش طبعا أدهم أنا مش بسألك رأيك لازم نفكر زي البوليس ممكن يكون علشان تتجوزك مثلا هي ما كانتش تعرف أن أهلي رفضين مم مش عايزين ننسى الاختلاص لا كده وسعت منك يا عمتي أبرار ما كانتش تحت إيديها حاجة أصلا تختلص منها مم ممكن تكون بتغطي على المختلص مش هي وعمر كانوا زملاء أنا لاحظت يوم عيد ميلاد شيري إنهم كانوا داخلين مع بعض واخدين على بعض في الكلام على الإحمرار وجه أدهم فتجهلته واستمرت اكتب يلا قدام اسمها الاختلاص الزواج أطع أدهم عمته متضررا بينما أردفت حسان بقى موضوع الشيك ده غريب قوي لو خد الشيك يبقى هيقتل لطيف ليه وهو خد الشيك ليه أصلا تفتكر كان بيبتز باباك بحاجة اتسعت عين أدهم إذا أم اعتبره شطحة خيال بيبتزوا ليه بابا طول عمره مستقيم يمكن حاجة ما نعرفهاش أصلا مش معقول مليون جنيه علشان يفضل مع شيري بابا كان بيحب شيري قوي ده مش أسلوب يا أدهم مش أبوك ليشتري الناس بالفلوس يكونش حسام هو المختلص طب بابا هيكتب له مليون جنيه ليه زفرت عمته محتارة ثم أملت على أدهم ما يكتبه أمام حسام وانتقلت بعده إلى رنأ اكتب توكيل الملابس الرياضية أنسمعتهم يمعيد الميلاد ورنأ بنت طبوحة ظلا قرابة ساعتين يضيفان الدوافع ويعدلانها حتى اكتملت القائمة ابعتها لي على الواتساب وروح انت دلوقتي حاضر بس مش هنتغدى احتاج أفكر أكلمك أنا ما تكلمنيش إنهمك أدهم على هاتفه للحظة ثم صرخ إيه الغبادة؟ ضيقت عمته عينيها محاولة استعابة تعليقه شفت عملت إيه؟ بعتها الماما بذلك ش مهم؟ امشي دلوقتي يلا عايز أفكر قالتها نادرة وهي تكاد تدفعه دفعا نحو الباب حتى خرج فأغلقته ثم أزدلت جفونها وهامت بعيدا أدهم توقع أدهم نداء والدته منذ أن رأت عينه على متي الصحي الزرقاء التي ظهرتا بجوار القائمة المرسلة لها بالخطأ على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير أخذ نفسا عميقا ثم توجه إليها توقع أن يجدها غاضبة ولكن لدهشته وجدها ممتقعة تذرع أرض حجرتها جيئة وذهابا خير يا ماما أنا شفت اللي انت بعتهولي بعتهولك بالغلط يا ماما أنا لا يمكن أشك فيك طبعا مهما حصل أنا قطعته والدته كأنها لا تسمعه بخصوص أبرار اكتب في الدافع الانتئام رفع أدهم زاوية فمه اليسرى إلى أعلى حتى كادت تلمس طرف عينيه أكملت في شرود كأنها لا تراه سمحني يا لطيف انطر أتكلم لحظة أدهم أصابعها التي أخذت تتقلصه وتنفرد حول طرف ردائها شوفي أدهم أنت كنت عايز تعرف ليه لا يمكن أوافع على أبرار وليه متأكدة أني هي اللي أتلت باباك أنا هريحك وأقولك على السر إلا وعدت باباك أني ما أقولوش أبدا تسرعت دقات قلبي أدهم وهو يصيغ السمعة للسر الخفي بل كانت تطفو قالت صفي بصوت مرتجف فكر جارهم بتاع الحلمية اللي كان بيحب عمتك ندرة أيوة رد أدهم متسائلا وهو لا يرى الرابط كان صاحب باباك طيب إيه العلاق ما هو هو ده بقى يبقى بابا صاحبتك فهمت؟ سحب أدهم كرسية تسريحتي وجلس عليه محاولا فهم ما ترمي إليه والدته زفرت صافي قائلة في نفادي صبر يعني أبو أبرار يبقى هو جار عمتك ندرة اللي كانت بتحبه وعايزة تتجوزه أيوة ما اللي هقوله لك ده عمتك ندرة نفسها ما تعرفوش ها كنا وقتها أنا وباباك مخطوبين وفي يوم كان المفروض نخرج سوا اتأخر علي جدا ولما وصل كان وشه أحمر وباين عليه الغضب ألحيت عليه أعرف السبب حكالي ولما هدي حلفني ما جيبش سيرة لحد وأنا طوعته وعادت السنين وانسيت الموضوع لحد ما أبرار دي ظهرت وإنت طلبت تتجوزها وساعتها افتكرت مع باباك كل اللي حصل زمان لهو إيه كامل وندرة كانوا بيحبوا بعض باباك وقتها كان صاحب كامل وعارف الحكاية بس كان متردد كان عارف أن كامل كويس ومحترم لكن في نفس الوقت ما عندوش طموح ولا مخطرة هيفضل طول عمره موظف وكان في نفس الوقت عارف جدك ورأيه في العريس المناسب لندرة في يوم كامل طلب يقابل جدك وباباك كان حاضر كامل طلب إيد ندرة جدك صار عليه وشتمه وحزقه وضربوا بالألم قدام باباك التسعت عينة أدهم بينما أكملت صافي ومش بس كده جدك هدد كامل يبهد الأبوه ويطردهم من المنطقة ويشارد إخواته لو ما بعدش عن ندرة باباك ما قدرش يتدخل كامل ساعتها قال لهم إنه هايبعد عن ندرة بس عمره ما هينسى اللي حصل وإنه هينتئم لكرمته مهما طال الزمن صمت أدهم لحظة مستوعبا ما سمعه ثم عاد فسأل وده إيه علاقته بأبرار إيه يا أدهم أكيد كامل حكى البنته وربها على كرهنة أكيد كانت عايزة تنتئم لباباها اللي اضرب بالألم من جدك وتهان قدام باباك جدك وخلاص مات أي انتئم من غير لطيف إيه اللي بتقولي ده يا ماما مستحيل مش مستحيل روح اسأل عمتك ندرة هتقولك إن أبو أبرار هو حبيبها الأديم وإنه اختفى فعلا من حياتها هي ما تعرفش اللي حصل ولطيف ساعتها حلفني ما جبش سيرة علشان هو عرفها عنادية لو عرفت إن كامل تقدم وإنهم رفضوه هتتمسك بي وما حدش هيقدر عليها وقف أدهم وسحب سطرته ومفاتيح السيارة وانطلق أدهم أدهم رأي فين الوقت متأخر الجو تلق في تكرار لمشهد لم تنقضي عنه بضع ساعات وقف أدهم يطرق باب عمته لاهيثا ولكن هذه المرة استغرقها الأمر دهرا حتى فتحت الباب كانت تدعك عينيها وتتثائب بيد أن نظرة واحدة منها لوجه أدهم أرعبتها أدهم في إيه حد جرال حاجة تهى وأدهم على أحد المقاعد وهو يحكي لها ما سمعه من صافي مختتما كلامه بسؤالها الكلام دحقي عمته لم يسمع لها ردا فرفع عينيه إليها وجد دموعها وقد ترقرقت في مقلتيها وبدأت رحلة نزول دافئة على وجنتيها شاردة نظرتها معلقة في الهواء عمته معقولة لبتولده يعني كامل ما سبنيش اهتز قلب أدهم لعبارة عمته المرهفة لم يكن قد فكر في اعتراف والدته من هذه الزاوية كل ما احتل فكره هو موقف حبيبته من مقتل أبيه قامت عمته بشكل ألي فسحبت طرحتها من على ظهر الأريكة ولفتها على رأسها دونما أن تجفف دموعها كأنما جريانها هو ما يثبت لها أن ما سمعته لم يكن حلما كذاك الحلم الذي لازمها أعواما طويلة تغزل منه الأمل يلا يا أدهم وصلني على فين عميته الساعة عدة 12 وديني أهوة الحبايب ورانب كم شارع قابل الحق فتح كان صاحب باباك وصاحب كامل لو حاجة زي ذي حصلت هو هيبقى عارف وقف أدهم ذاهلا ولكن نادي رأيت تجهت نحو الباب فتحته وخرجت تبعها أدهم وقد أدرك أن حالتها أسوأ منه كثيرا أوقف أدهم سيارته أمام القهوة التي لم تكن قهوة بالمعنى المألوف أو ربما أضحى هذا هو المعنى المألوف للقهوة كانت عبارة عن دكال صغير لا يزيد مساحته عن عدة أمطار وقد رصت أمامه العديد من الموائد الحديدية الصغيرة التي ترقصت عليها الأكواب امتدت تلك الموائد على الرصيف فلم يكن كافيا لاحتوائها فتكاثرت في نهر الطريق كانت القهوة تعج بكراسي متنوعة الألوان والأحجام يشغلها ذكور من جميع الأعمار فبدى المشهد وكأن كل رجل من سكان الشارع والشوالع المجاورة قد قرر فجأة استحاب كرسيه المفضل والنزول من بيته للجلوس على قارعة الطريق لينتهي بهم الأمر وقد افترشوا الأسفلت والتحفوا بالعوادم انتبه أدهم على عمته وهي تفتح باب السيارة أرده السؤال عن الحاج فتحي أولا ولكن نادرة لم تأبه لكلامه بل ترجلت من السيارة واتجهت نحو الرجل تبعهما أدهم من بعيد محاولا فك شفرة الحديث على الأصوات المشتتة لخبطات النرد وصيحات رواد القهوة من الشباب والكهول لرائحة القهوة الطازجة الممزوجة بروائح الشيشة المتنوعة لحظ أدهم تبدد ملامح وجه الحج فتحي من الحيرة إلى أمارات التذكر ثم الإحراج ثم الارتياح وهو يفرغ الحقيقة من جوفه بعد سنوات الكتمان أيقا أدهم أن ما قالته والدته قد حدث بالفعل وهو يراقب عمته التي ألقت بجسدها على مقعد القهوة الخشبي العتيق وأخفت وجهها بين كفيها بينما نبض كتفها بحركة خفيفة رتيبة تأملها أدهم وقد شعر بتضاءل حبه وعذاباته أمام دموع وشجون عمرها أكبر من عمره هدأت الذكريات عن عمته أخيرا ففتحت كفيها عن وجهها كضرفتي نافذة ليشرق من خلفه من نور لمعت عيونها بتصميم لم يره من قبل ونادته بصوت عميق ملتهب النبرات أدهم يا لبينة أوصلها أدهم إلى منزلها وقبل أن يعاقب على ما رأى وضعت هي إصبع السبابة متعمداً على شفتيه ثم اتجهت نحو باب المبنى رأى أدهم أنها لم تكن تمشي كانت تسير الهوينة بل كانت تطفو ما أغنى عني مالية جلست أبرار تستمع إلى أبيها شاعرة بالحيرة إزاء مراده لحظت كيف يلف ويدور بكلمات وحكايات لا رابط بينها حتى بدأ أن عمتها الجالسة معهما قد أشفقت عليه فأخذت منه دفة الحوار لتقول دون مواربة الدكتور طارق معجب بكي وفاتح باباكي في الموضوع ظهر الامتعاض سريعاً على وجه أبرار فنظر أبوها إلى العمة طالباً المزيد من العون والتثبيت فاستمرت قائلة إيه يا أبرار؟ مش كفاياً دلع معضو أدهم وانت اللي أفلت بنفسك شغل ومش عايزة تشتغلي حتى الجواز هنضرب عنه؟ لم تجد أبرار في نفسها لا القدرة ولا الرغبة في الكلام نظرت إليهما في يأس ثم قامت ولكن عمتها جذبتها من يدها قائلة في إصرار رايحة فين؟ على الأقل رد علينا بصي باباكي بأعمل إزاي من الألأ عليك ولي هفكر ولي هشوف اتعرف يا ستي وبعدين ارفضي أي حاجة؟ زمت أبرار شفتيها عازمة أن لا ترد ولكن نظرة منها إلى وجه أبيها الشاحب جعلتها تقول في استسلام حاضر هفكر انفرجت أسارير عمتها واحتضنتها قائلة حبيبة عمته خلاص يومين كده وهكلمك أشوف إلى الأخبار ثم غمزت لأخيها وأردفت في ثقة شؤلت لك يا كامل أبرار لا يمكن تزعلنا رقب كامل ابنته وهي تعود إلى حجرتها وقد تهدل كتفها أكثر منذ قبل فزفر في يأس متمنيا أن يحظى بقليل من الثقة التي غمرت أخته تأمل أدهم قائمة المشتبه بهم وأخذ يدرس دوافعهم مجدداً وقت وقوع الجريمة حسب ما حددته الشرطة من سبعة ونص لعشر ونص أبرار معايا لحد تمانية ونص في السينما في التجمع من تسعة لأحداشر ونص الدافع الزواج المال اختلاص التسطر على المختلص حسام في بيتنا لحد تمانية لوحده لحد تسعة ونص زار بابا من تمانية وربعة لتمانية ونص وفي الكافيه من عشر لاثناشر الدافع المال الاختلاص الابتزاز الشيك رانا في ميتنج من الصبح لحد حد حداشر بالليل الدافع المال التوكيل الرياضي سيف في اسكندرية اتحرك من سبعة ووصل عشر بالليل الدافع المال الاختلاص الانتقام لطرده سابقا من الشركة الحج مهدي في بيتنا من ستة ونص لحد حد حداشر تقريبا الدافع حماية مصالح أحد أبنائه خلاف خفي شيري في بيتنا طول اليوم الدافع مشكلة حسام ويرس نامة في بيتنا طول اليوم الدافع المال سامة على الأهوة من سبعة لحداشر الدافع المال ميسا في البيت من ستة الدافع المال الاختلاص عشريت تحت المكتب حتى تمانية زيارة للحج تمانية ونص وصل البيت حداشر الدافع المال اختفاء الرزمة الأستاذ عبد الله من سبعة ونص لتسعة ونص على الأهوة ونص 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 الدافع المال الاختلاص الانتقام عمر في بيته من سبعة الدافع المال الاختلاص محروس في مدخل الشركة من تمانية الصبح لحد تناشر بالليل الدافع المال رشوة من آخر للأتل شخص مجهول الدافع المال شعر أدهم بغصة عندما نطق اسم حبيبته في أول القائمة وبالخجل عندما نطق اسم والدته وأخته في منتصفها ولكنه استمر بإصرار تفكر في القائمة مرارا وتكرارا حتى اضطر للاعتراف بأن عمته على حق بخصوص المال تلك الكلمة التي تكررت في دافع الجميع تقريبا كان المال نقطة قوتهم كعائلة يفتح لهم الأبواب يحقق لهم الأحلام ويأتي لهم بأسباب الحياة وما لذاتها حتى أطراف أصابعهم ولكن في هذه اللحظة شعر أدهم أن المال عدوه سلب حياة أبيه وسلب عمته حياة قلبها من قبله وها هو يسلبه حبيبته تذكر حواره مع عمته عندما اعترض قائلا وانت لمصر إن الفلوس هي السبب قل انت اقتراحاتك ش يمكن خصومة من عرفهاش حب قدم مثلا أو كرامة أو غيره ش معنى الفلوس علشان أكتر حاجة بتميز المرحوم هي الفلوس وعلاقته بأغلب الناس اللي حواليه كانت قايمة على الفلوس لا يمن انت على علاقة واحدة ما فيهش فلوس عدادها بناظريه إلى القائمة كان يود لو اتهم حسام بقتل أبيه خاصة مع غموض مسألة الشيك ولكنه أدرك أن هذا الاحتمال أضحى بعيدا بعد أن أدل كل من محروس وعشري بأقوالهم الأخيرة لقد صعد عشري إلى أبيه بعد نزول حسام وكان أبوه لا يزال حيا أم أنها اعتدل أدهم جالسا وقد واتته فكرة غريبة هل قتل حسام أباه ونزل ثم صعد إليه عشري ووجده جثة فسرق منه رسمة المال بأكملها وبعدها اتفق مع حسام على أن يدفع عنه الشبهات ويشهد بحياة الحاج مقابل المزيد من المال أعجبه هذا التفسير فهو يزج بحسام الذي لا يحبه ويزج بعشري الذي لا يحبه ولكن المال يغوي الكثيرين وعشري كان يحتاج إليه بالفعل قرر أن يتواصل مع المقدم أحمد لعل هذا الاحتمال غاب عنه ولكن ماذا عن الفتاة المحجبة التي رأها محروس إذا كانت قد زارت الحاجة كمزعم وكان أبوه وقتها مقتولا فهذا يعني أنها وجدت جثته فلما لم تبلغ بما رأته ومن هي أصلا أتكون هي التي سرقت المال أم تكون هي القاتلة تأمل القائمة مجددا وتسأل من أيضا تنطبق عليه المواصفات ضق قلبه سريعا عندما توقفت عينه عند رقم 13 كيف غاب عنهم ليس لديه شهود سوى كلمته ربما يكون قد اختلق مسألة الحادث أو تعمد أن يرمي نفسه أمام أي سيارة كي يصرف الشبهات عن نفسه أي يكون قد رأى عشري وهو يعود المال فوخز الطمع قلبه هل حاول مع الحاج في سلفة أولا ثم حدث شجار أودى بحياة أبيه لكن أبوه لم يكن من أولئك الذين يتشجرون بسهولة زفر أدهم في يأس وقد ازدادت حيرته وتعقدت ظنونه بكرة لصاحب بكرة مدت أبرار قدميها في الفراغ تتأمل الخضارة الممتدة من حولها كانت أبرار قد استجابت لرغبة مها صديقتها في الخروج من المنزل وقضاء يوم عطلتها الأسبوعية معها في حديقة الأسرة بدت الحديقة شاسعة وقد غسلتها أنطار اليوم السابق فظهرت خضرتها لامعة زهية وكانت أصوات ضحكات الأطفال تتنهى إلى أسماعها ممتزجة بزقزقة العصافير وصوت خرير الماء في ترنيمة حياة أبدية استقبلت روحها رسالتها القائلة الدنيا للسبخير ابتسمت أبرار فالتقطت مها ابتسامتها قائلة أخيرا يا أبرار أحنا لازم ناخد سرفي علشان الابتسام الحلودي أصارت مها على اختيار كادر تظهر فيه البحيرة من ورائهما والنخيل الباسق من حولهما وأخذت عدة صور لهما حتى اكتفت اكتنفهم الصمت حتى بددت مها مجددا وهي تسأل أبرار متعاشية للنظر في عينيها إيه موضوع الدكتور طارئ ده إيه ده وانت عرفت منين صراحة أميتك كلمتني لا بقى ده تدخل أوفر أنا همشي انت هتأفش علي أنا أنا في صفك على فكر ومش عاجبني كلامهم هدأت أبرار قليلا لكلام صديقتها التي أردفت قائلة أنا جايباكي هنا علشان نشوف حل تهت عيناء أبرار في الفراغ من حولها أدام واحشك مش كده تجمدت ملامح أبرار فاستمرت مها أكيد مش هتخبي علي ومش معقول الحب اللي كان بينكم مسحتي باستيكا ليه؟ روبوت؟ لانت ملامح أبرار ولم تستطع كتمان لو عجي قلبها أكثر فاعترفت قائلة لأ مش روبت وأيوة قلبي وجعني جدا وأدهم وحشني جدا جدا ومهما حاولت أكره نفسي فيه وفكر نفسي قد إيه هو طلعي لو تافه وكذاب برضو مش أدرة بس بس هو يا مهى ما سألش عني أنا استعبط مش انت اللي ترطي من بيتكم ده الراجل جيل حد عندك يترقاكي علشان ما فيش أمل كلنا عارفين إن ما فيش أمل مين كلنا دول؟ أنا شخصيا معرفش الغيب لكن أعرف أمل وبموت فيها امشي وراء قلبك يا أبرار وثيبي بكرة لصاحب بكرة يعني أعمل إيه؟ مش بتقولي وحشك روح الشركة يا ستة علشان تشوفيه تتحججي بأي حجة أنت خلصي استمارة ستة لسه بكرة الصبح تروح تخلصيها ابتسمت أبرار فقالت مهى ما انفعش نسيب استمارة ستة أكثر من كده ولا تحمض ثم جذبت يد صديقتها قائلة يلا بينا على لعبة الشلالة بقى يلا بصحى يا أدهم الساعة بأت 12 دوت نبرة صافي الحادة في غرفة ابنها بينما امتدت يدها لفتح الستائري فغمر النور الأرجاء واقتحم في لزجة جفون أدهم المغلقة خير يا ماما عندنا ضيفة مستنيك تحت تسأل أدهم عن كنهي تلك الضيفة أتكون عمته؟ ثم تصارع تنفسه وهو يتخيلها زيارة مستحيلة من حبيبته أصلنا أعزم ترنى على الغد عندنا أغمض أدهم عينيه بشدة وهو يجز على أسنانه وشد الغطاء ليخفي به وجهه متمنيا أن يكون ما سمعه ليس إلا كابوسا إضافيا لليلته لن يلبث أن ينقشع بقليل من الصبر وكزته والدته بيدها وكزة خفيفة قائلة اوم عصحاش نسبها تستنى اعتدل أدهم في فراشه ورمى الغطاء بعيدا وهو يقول في حنق رن يا ماما ليه ليه كده يا ماما حرم عليك ننت لو بتكرهيني مش هتعمل فيه كده أنا بجد مش مسد لم تتأثر صافي بأي من كلماته بل قالت ما فيش وقت للدلع يا أدهم احنا محتاجين نقرب العلتين من بعض أكتر انت مش شايف حسام وعميله الشركات كلها بقت في إيده كتر خير الحج مهدي واقف جنبنا وشعيل عننا كتير بس الحد إمتى حسام ممكن يسيب شير في أي وقت وساعة الحج مش هيقدر يمنعه ما فكرتش مصرنها بأي ساعتها لم يستطع أدهم استيعاب منطق والدته المتعرج رفع عينيه إليها فاصطدمتا بنظرتها المصممة أسقط في يديه فلم يدري كيف يصرف عنها أفكارها ولكيف يصرف رن القابعة بالأسفل شعر بالغضب يضرم في جوفه وبسحوبه المكفهرة تتجمع على عقله تسرعت الأفكار من سيء إلى أسوأ وأدرك أنه يمر بنوبة غضب أخذ يتنفس أنفاسا عميقة ويخرجها من فمه ببطء وصافي تراقبه في ثبات المنتظر هدأته الأنفاس العميقة قليلا فقرر تفنيد تلك الأفكار التي تؤجج مشاعره طمعن نفسه أولا بأن نزوله الآن ليس معناه زواجا فوريا من رنى ذكر نفسه أن حب والدته العميق لن يرضى له بالتعاسة وإن تظاهرت بغير ذلك بدأت دقة قلبه في الانتظام وهدأت أنفاسه وصف فكره قرر الاستسلام والنزول لعبور الموقف ثم التفكير في تبعاته لاحقا قام من فراشه فتسعت ابتسامة صافي وربتت على كدفه راضية ثم خرجت اقترب أدها من غرفة الجلوس حيث تقبع رنى فوجدها تتكلم بالهاتف بحدة تدعى فيها جسدها كله بالحركة وقف عند الباب يتأملها كان وجهها شاحبا قاتما بلا مصاحق التجميل لم يخفف من حدة ملامحه سوى شعرها المتموج اللامع الذي أحاط به كانت ترتدي طاقما رياضيا مكونا من سروال وسترة من القطيفة السوداء تلتمع عليها فصوص صغيرة من الكريستال لم يفهم كيف يتجمع التطريز البراق مع فكرة الزي الرياضي ولكنه سرعان منتبه من أفكاره على يد رنى التي امتدت إليه بعد أن أنهت مكالمتها سلمت عليه في عملية وربما بقدر من الفتور جعل الأمل ينبت في قلبه ففتورها يعني أن مهمة صافي لن تكون سهلة انضمت لهما صافي وحاولت جمعهما في حوار واحد قطعه لحسن حظ صوت رنات هاتف رنى المتكررة لم تيصافي من محاولاتها المضنية حتى على مائدة الغداء لتقاطعهم رنة جديدة ومكالمة جديدة كانت رنة هاتف رنى هي رنة العصلية للهاتف رنة رسمية بلا أي طابع شخصي انتبه لها أدهم وهو يتذكر رنة هاتف أبرار كانت رنة مسلسل اللقاء الثاني وكان أدهم يستغرب أحيانا ذوق أبرار الكلاسيكي عن نفسه لم يكن يكره الأغنية ولكنه كان يستخف المسلسل كثيرا لم تكن بوسي من ممثلاته المفضلات كم لم يكن يتحمل محمود ياسين وعليه فاجتماعهما معا في عمل درامي واحد كان أقصى من أن يتحمله خاصة مع فكرة المسلسل التي كانت تدور في أجواء كائبة من الألم والندم جسدها محمود ياسين ببراعة كفيلة بأن يخسره للأبد كان صوت رنة الحاد يرنه في خلفية أفكاره يا دينا أنت المديرة ومديرة أي فرع فرانشايز في الدنيا هي المسؤولة عن اختيار الكوليكشن المناسب للكالتشر أنا مش فهمة أنت لم دخلني في الموضوع ذكره لفظ فرانشايز بل فرانش فرايز التي يحبها كثيرا كانت أبرار تحاول دوما يقنعه بأنها مضرة قالت له أن البطاطس المقلية مضرة كالسجائر فوعدها أن يقلع عن التدخين كي يأكل منها براحته شغلك الأديم مزيد توكيل بتاعنا نحن نتكلم عن توكيل رياضي أغلب الشباب تلبس جزامها منه لم تكن أبرار ترتدي أحذية رياضية بل كانت ترتدي أحذية ذات كعب عال يزيدها طولا ورشاقة دينا أنا مش هينفع أقرب توكيل دا أهم حاجة في البزنس بتاعي لو حسنك مش أدي شيء لعرفيني يبدو أن دينا قد احتدت عند هذه النقطة من الحوار فبدأ صوتها واضحا حتى أن رنها اضطرت للقيام من على المائدة لاستكمال المكالمة فانتهز أدام الفرصة وقام مسرعا إلى حجرته ليتنفس الصعودة أخيرا مع إحكامه إغلاق الباب وقف بجوال نافذته وأزحى الستهرة رأى قطرات خفيفة من المطر تتساقط تمنى لحظتها أن يرى رنها مغادرة ويبدو أن أبواب السماء المفتوحة قد تلقفت أمنيته فبعد لحظات ظهر شعر رنها المتموج أسفل نافذته ثم مع ابتعادها ظهر معطفها الأسود ثم باقي جسدها أبرت الحديقة بخطوات واسعة نحو البوابة تحاول أن تقي شعرها قطرات المطر بكفها بينما امتدت يدها الأخرى إلى حقيبتها لتخرج منها إشاربا صغيرا وضعته فوق رأسها وربطته في عقدة سريعة أسفل ذقنها لحماية تسريحتها من المطر باي باي رنع قالها أدهم في حبور وهو يبتعد عن النافذة تاركا الستارة تعود لمكانها المطر الكاشف وقفت نادرة في مدخل العقار الذي يحوي الشركة تستجوب محروس حارس أبن العقار كان محروس هو الأخير على قائمتها من موظفي الشركة الذين قررت استجوابهم بنفسها شاب قليل التركيز سريع التشتت ولذا كان استخراج المعلومات منه أصعب من استخراج الماس من المناجم وبعد أول خمس دقائق من حوارها معه تأكدت نادرة مما سمعته عن تأثر التركيز بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية أنهت حوارها معه يائسة حينما لمحت أبرار تدخل من الباب أسرعت نادرة نحوها واحتضنتها بشكل مفاجئ قائلا يا حبيبتي يا حبيبتي متأليش الرابط بإذن الله قلت لي عمته قالت لك إيه سألت مها صديقتها قلت لي ما تقلعيش وقربت توصد إيه وأنا إيش عرفني وما سألت هاش لأ طبعا أنا بجد حاسة إنها مش طبيعية دي كانت عمالة تتخنع مع محروس بتاع الأمن لما أنا دخلت وأول ما شافتني جات علي وحضنتني وبعدين رحت سايباني وماشية وقبل ما تخرج من الباب لفت وغمزتلي بالزمة دي تصرفات ناس عقلين أما غريبة طب وأدهم ما كانش موجود كسفت أسأل عليه إنما مايسة لما شافتني قالتلي من نفسها إنه استقال من الشركة وما بقاش بيجي خالص استقال غريبة وأنت متوقعة يمسك الشركة بعد بابا قلتلك مش بتاع مسؤولية زمانه داير مع صحابه وبياخد مصروفه من مامته كل شهر داير مع صحابه أنت يا دي ما أوي علقت مها ضحكة فاغطاظت أبرار وقالت في غضب لو سمحت يا مها ما تجبي ليش سرته تاني الموضوع دا بالنسبة لي اتأفل للأبد شوفت حبيبتك النهاردة اعتدل أدهم وضغط الهاتف على أذنه أكثر متسائلا أبرار لا رانا احنا هنهزر يا عميتو خلاص ما تزعلش أيوة أبرار وطمنتها كمان شفتيها فين في الشركة وانت ايه اللي وداك هناك ايه السؤال دا يا ولد هو أنا كنت لابسة عبايا بكباسين عميتو ايه الرواءان دا ما رؤش لي يا حبيبي خلاص فاضل على الحلو داقة كلها يومين اتنين والمعلومات اللي مستنية هتجيلي وكله يبقى تمام انت أصلك ما تعرفش محروس قال لي ايه ايه يا ترى هو طبعا طلع عيني علشان يجمع انت لو سمعت وبيتكلم لا يمكن تفهم هو عايز يقول ايه بس عميتك فضلت وراء لحد ما طلعت منه معلومات جديدة هاي عميتو اول حاجة انه سمع صوت خط وفرقه على الساعة عشرة تقريبا فخاف يكون البرق جيه في صندوق الكهرباء اللي جنب الشركة ام خرج ولف حوالين المبنى ورجع تاني ممكن القاتل يكون دخل في اللحظة دي محتاجين نراجع تاني اللي استبتعتنا ونشوف مين ما عنده الشهود على مكانه في الوقت ده حاضر ويه تاني فاكر لما قال انه شاف حد شبه سيف بيعد الطريق الموضوع ده غريب محروس بيتكلم عن لقطتين مش عارف ربطهم ببعض خالص هو مصر انه شاف سيف شافه من ظهره هو بيعد الشارع وحاطت بلطه او جكت على دماغه من ظهره؟ هو كان شافه من ظهره وعرف انه سيف ده بيستهبل ما هو الغريبة انه بيقول انه شاف سيف من ظهره بيعدي الشارع وفي نفس الوقت بيحلف انه شاف وش سيف وسط المطر بس مش قادر خالص يفتكر شافه امتى وفين زي من ظهره وزي من وشه مش بس كده ده بيقول انه سيف اداله فلوس ولما نقلوه على المستشفى ما كانش معاه ولا مليم لايه بيتخيل؟ قالها ادهم وزفر في يأس ولا كان معاه الموبايل بتاعه يعني ايه؟ يعني غالبا الحاجات اللي كانت معاه اتقلبت منه بعد الحدثة فعمرنا ما هنعرف كان معاه فلوس ولا لا وقت الحدثة عارفة لو لقوا معاه فلوس كنت هقولك هو القاتن وهو اللي سرق رزمة الفلوس من بابا الله يرحمه ومش بعيد يكون رمى نفسه تحت اي عربية علشان يبعد عنه شبهات انما طالما ما لقوش معاه فلوس هو بيقول سيف اداله فلوس ليه؟ ما قالش وده اللي محيارني شكله عبيد تصيبك منه احكي لي عن ابرار هي كانت رايح الشركة ليه اصلا؟ تصدق؟ مسألتهاش مهم حكي لي انت عن رانا طالي غلاسة بقى تعرف ان رانا بلاكليست حتى لو ما فيش ابرار ليه؟ دي حلوة وشيك ومورة مش بتعجبني يا ستي انا حر لا شكلها ولا حتى لبسها لعلمك هو شعرها اللي اعمل لها منظر لو شفتها بالحجاب هتتخضي ايه ده؟ هي اتحجبت؟ لا طبعا الدنيا كانت بتنطر فيظهر خفت على شعرها ولبسة ايشار بكده انا كنت شايفها من ظهرها بس لما لفت علشان تركب العربية اتخضت والله لحظ شرود عمته المفاجئ فتساءل رحتي فين؟ بتمطر رددت نادرة بنبرة حائرة خالية من السخرية والعبث السابقين موضوع المطر ده ما حيرني ادهم دي مش اول لقطة يبقى فيها مطر حسا هو مفتاح الجريمة زي جهاز كشف الكد مطر بينزل على الناس يغسلهم ويكشف كدبهم انا مش فهم حاجة الو الو يقفلت السكة ولا ايه؟ اما سادهم لنفسه مستعجبا حاول ادهم الاتصال بعمته ثانية ولكن جاءه الرد هذا الرقم قد يكون مغلقا او خارجا نطاق الختمة الدكتور طارق تزايدت ضغوط الاخوين كامل وهادية على كائن الابرار الحبيس وفي ليلة وضحاها اصبحت سيرة الدكتور طارق هي القاسم المشترك لكل حوار الاستاذ كامل يتكلم عن دماثة اخلاقه واخلاصه في العمل ومستقبله اللامع كطبيب بينما مدام هادية تتكلم عن مدى ملاءمته لابنة اخيها من حيث التناسب في المستوى الاجتماعي والثقافي والمادي مرورا بلطفه وظرفه وكرمه وعطفه وحتى التقارب في الطول بينهما عارفة انك مش بتحبي قالت عمتها وهي ترشف رشفة من كوب القرفة الساخنة حبي بيجي بعد الجواز وباقي حبي ممطك بعد الجواز بشوفي علاقتهم كانت نجحة زي ابتسمت ابرار في شرود ليه بتفكري بادهم موضوع ده متقفل خلاص يا عمته ومال ايه يا ابرار ادي الراجل ريء حلو تقابله برة وتكلمه مع بعض ادي لنفسك فرصة تعرفيه مش يمكن يطلع كويس بس ما بسش هو احنا هنقصبك على الجواز يا بنتي لو ما عجبكيش اقولي لا وهنقفل الموضوع على طول كان كلام عمتها في ظاهره منطقيا هي تعلم ان اباها لن يجبرها على الزواج ابدا مهما كانت الاسباب ولكنها خافت من نفسها خافت من فكرة القبول والاعتياد خافت ان تقبل بعلاقة عادية بديلا عن الحب الذي طالما حلمت به خلاصي يا كامل ابرار وفئت يتقبل برة ديلوا معادوا خلينا نشوف نظرت ابرار الى عمتها وهي تخاطب اباها في حزم ارادت ان ترفض ولكنها لم تجد على لسانها اي عبارات في صفها فسكتت دق جرس الهاتف في منزل الاستاذ كامل صبيحة يوم ما رفعت ابرار السماعة لتسمع اباها يقول خلاصي حبيبتي انا رديت كان المتصل صوتا نسائيا لم تميزه ابرار بعد لحظات طرق عليها ابوها باب غرفتها وطل برأسه منه قائلا ابرار ممكن تلبسي عندنا مشوار مهم استغربت ابرار صيغة التورية التي استخدمها ابوها لماذا لم يقل انهم ذاهبون للقاء الدكتور طارق هل يحاول التهرب من ذكر اسمه لمعرفته بان الامر يتم على غير هواها بما تفيد التورية وبما يفيد التهرب اذا كانت الحقيقة واقعة لمحالة فتحت ابرار خزانة ملابسها في استسلام واحتارت لم ترد اختيار زي مميز ولا تريد الذهاب وخافة ترتدي لباسا عمليا بسيطا فيظن ابوها انها تتعمد ذلك كاسلوب من اساليب التطفيش ولكن بعد برها ادركت انها لا تريد زيا بسيطا بل تريد زيا يشعرها بالثقة والقوة بالاستقلالية وحرية القرار هذه هي المشاعر التي ارادت استجلابها خلال اللقاء المرتقب انتقت اخيرا بلوزة حريرية واسعة وطويلة بلون الحليب وارتدت فوقها كنزة صوفية قصيرة بلون المستردى على سروال اسود ذي تفصيلة رسمية وارتدته شاربا حريريا منقوشا بالابيض والاصفر والاسود واختارت سلسلة فضية طويلة تتدل منها قطعة كبيرة وغير متناسقة من حجر الجاد الاسود مع حذاء كلاسيكي اسود ذي كعب عال نظرت لنفسها في المرآة وابتسمت خرجت مسرعة من حجرتها متوقعة ان تجد اباها قد استعد وبانتظارها في مكانه المعهود على المقعد المجاوري لباب المنزل ولكن لدهشتها كان المقعد شاغيرا هل اضطر لدخول الحمام مرة اخيرة قبل النزول؟ نظرت لباب الحمام فوجدته مفتوحا نادت عليه اتاه صوته من غرفته ذهبت اليه لتجده امام المرآة يحاول باصابعه المرتعشة عقد ربطة عنق بلون دم الغزال القاني لفت نظرها فراش والدتها وقد ارتمت عليه عدة قمصان وسراويل كان ابوها ولأول مرة منذ سنوات قد احتار في انتقاء زيه هو الآخر لم يكن هذا ديدن ابيها اذ كان يسحب ما اتفق من الملابس من الخزانة دون من نظر اليه حتى ان والدتها كانت تصف ملابسه في اطقم متناسقة اتقاءا لاختيار سيء محتمل فما الذي حدث اليوم؟ نظرت الى وجهه كان يخترج بابتسامة غريبة تعطفت مع ابيها لم تكن تدرك ان موضوع زواجها من الدكتور طارق يؤرقه الى هذا الحد اختصبت ابتسامة وقالت له متلاش اوي كده يا بابا؟ لم ينتبه الى ما قالت بل ظل في شروده ثم افترت شفتيه عن كلمات ما كان يدندن اغنية فات المعاد وبأينا بعاد بعاد امتدت يده الى زجاجة عطره العتيقة فبخ منها عدة بخات في يده مسح بها على وجهه ورقبته وعدة بخات اخرى على ملابسه ثم التفت نحوها قائلا يا لبنة جلست ابرار بجوار ابيها في السيارة صامتة وقد تدثر ابوها بالصمت هو الآخر مدندنا بين الفينة والاخرى لحنا ما كان في الاغلب لكوكب الشرق شعرت ابرار باختناق مفاجئ وكان ذلك الضفضع في إناء الماء الذي ظلت حرارة الماء تتزايد عليه في بطء حتى مات في مكانه كانت تخشى مصيره تخشى قبول حياة ماسخة الطعم تخاف اعتياد حياة والسلام تذكرت والدتها وترددت كلماتها في قلبها مش هيرضيكي غير الحب وأتخذي يا حبيبتي بإذن الله هيك تحفظي عليه وما تعملش زي ابوكي هل كانت تلك الكلمات نبوءة؟ هل تنازلت عن حبها مثل أبيها؟ وقف العربية بابا وقف حالا لو سمحت فيه يا حبيبتي؟ أنا مش هتجوز الدكتور طارق طيب يا حبيبتي على راحتك وقف العربية بقى ليه؟ مش هتجوز بقولك قابله ليه بقى؟ تقابلي مين؟ فيها يا بابا الدكتور طارق ومين قالك يا بنتي إن احنا رايحين نقابل الدكتور طارق؟ وملا رايحين فين؟ ابتسم والدها ولم يرد وبعد لحظات عادة يدندن رايحين على البلد اللي تجمع شامل العشاء بابا نفرح ونغني ونودع عهد الأشواء رمان منثور توقفت السيارة أمام قصر منيف انتبهت إليه أبرار لتجده قصر آل عبداللطيف نظرة لأبيها غير مصدقة هلق ابن هنا فابتسم في وجهها قائلا بتلعثم لدعوة من ندرة لم تفهم أبرار شيئا متجاءت تلك الدعوة؟ ولماذا قد تدعوهم نادرة؟ ولماذا استجاب والدها؟ وكيف لم يخبرها؟ نادرة؟ بدأ عقل أبرار يربط الخيوط ببعضها مكالمة الصباح حالة والدها غير المعتادة اختياره لملابسه دندنته نظرت لأبيها حائرة لم تكن تعلم لأي المشاعر تستسلم للغضب؟ أم الفضول؟ أم للحيرة إزاء حالة أبيها الغريبة؟ يلا قالها بابتزامة لم تنجع في إخفاء ما ورائها من قلق أتى من خلفها صوتا يقول أنت كمان جيتي؟ كويس؟ عمر؟ يلا بينا كلهم قوة أنا مش فهم حاجة ما حدش فهم حاجة بس إن شاء الله خير قالها عمر وهو يصافح الأستاذ كامل الذي ترجل من السيارة وأمام وقوفهما معا بانتظارها لم تجد أبرار بدا من الانضمام إليهما مر ثلاثتهم من بوابة السور الحديدي المفتوحة وقطعوا الحديقة في صند حتى وصلوا إلى باب القصر الذي كان مفتوحا بدوره دخلت أبرار إلى البهو الداخلي بخطى ثابتة كانت خطواتها ترن على الأرض المكسوة بالرخام فانتبه لها الجميع وانتبهت لهم توقفت ومرت عيونها لتستوعبهم شري الجلسة على مقعد في صدر البهو تبدو عليها ملامح الحزن وقد ارتدت فستاناً أسود قصيراً ذا أكمام بيضاء أظهر براءتها وجمالها وبجوارها وقفت صافي ترتدي بلوزة من القطيفة السوداء ذا أكمام ساقطة تظهر كتفيها وسروالاً رمادياً على مقربة منهم وقف حسام ولم تظهر صفحة وجهه أي مشاعر داخلية وقد ارتدى قميصاً قطنياً أبيض اللون على سروال من الجنز الأزرق ووضع على كتفيه كنزة كحلية اللون بينما جلس أخوه سيف بجواره وقد اتسعت ابتسامته الجذلة وانسدل شعره الدهني الأسود على سدرة من الجلد البني ارتدى تحتها قميصاً أزرق وسروالاً كحلياً وعلى مقربة منهم وقفت رنة تتحدث في هاتفها وقد ارتدت بلوزة شتوية منقشة كجلد النمر وسروالاً من الجلد الأسود وقد عقصت شعرها إلى الخلف فظهر بلوز عظام وجنتيها وفي الركن الآخر من البهو اجتمع زملاء العمل ميزت منهم ميسا والأستاذ عبد الله وسامح وعشري ومحروس كان جميع الحضور ساكنين في أماكنهم باستثناء الخادمة التي كانت تدور بصينية فضية ترصت عليها كؤوس العصير تقدم منها للحضور دارت بعينيها باحثة عن صاحبة الدعوة وأدهم ضق قلبها سريعاً حينما لمحت أدهم خلف الباب الزجاجي الذي يفصل البهو عن الحديقة واقفاً بجوار المسبح مع عمته والحاج مهدي يتكلمون في جدية أخذت أنفاساً بطيئة وعميقة كي تهدئ من ضربات قلبها انتبه لها والدها بينما انطلق عمر نحو شري وصافي مسلماً لم يتحرك أحد للترحيب بأبرار سوى ميسا التي أومأت لها ثم أشارت أن تنضم إليهم ترددت أبرار كان الهواء ثقيلاً وكانت رغبتها بعدم التواجد وسطهم ملحة التواجد تحت نظرات صاف الباردة ونظرات سيف المتفرس المتبجحة استدارت وهمت بالخروج لو لا أن لمحها أدهم انطلق نحوها ابتعدت اقترب تصرع طرقات حذائها فعاجلها أبرار ألف شمس بزغت دفء وفراشات ومطر ورائحة القرفة الطازجة وبريق حبات الرمان المنثورة توقف جفنها عن الارتجاف وتوقف قلبها عن ضخ الدم وسكن كل شيء أبرار عد قلبها يدق بأعلى من دقات حذائها ضخ الدمى بجنون في كل الأنحاء تصعدت أصوات زقزقة العصافير وخارير الماء وقفارة فيروز وقف أدهم أمامها وطلق فكفها مسلماً شرارة كهرباء عمت جسدها فسحبت كفها سريعاً ورفعت أهدابها نحوه ونظرت في عينيه وقيل كل شيء أهلاً أستاذ كامل اتفضل قالتها نادرة فعد شريط الزمن بضعاً وثلاثين عاماً في لحظة وأشرقت مزيداً من الشموس والنجوم والفراشات ونداء الكروان وألحان بليغ وعذوبة وردة ورائحة البن المطحون وعابير الليمون السلام عليكم حقائق انضم عليهم الحج مهدي مرحباً فانقشع كل شيء استاذنت منها نادرة واتجهت نحو الخادمة أمست في أذنها فتراجعت الخادمة من البهو وانزوت بينما وقفت نادرة وسط الجمع أخذت أنفاساً عميقة ثم تنحنحت فانتبهوا لها جميعاً قالت بصوت عذب طغط عليه حالتها السابقة أنا أجمعتكم هنا في بيت أخوي الله يرحمه علشان أنتم علت وعشرته وأقرب الناس لي صمتت تتأمل الوجوه ثم أردفت بس للأسف في حد خسيس خان الأمانة ولازم يأخذ جزاؤه قالتها بنبرة غريبة ظاهرها صلابة وباطنها الألم تصعدت بعض الهمهمات وتبدل كثير من الموجودين النظرات عبداللطيف تأتل يوم الأربعة ما بين الساعة سبعة ونص وعشر ونص زي ما الطب الشرعي قال واللي أتلوا يعرفوا وإلا ما كانش لطيف دخلوا المكتب ودالوا ظهره يعرفوا ومعا أرقام الخزنة قطعها عمر على استحياء لا مش ضروري عبداللطيف ادل الآتل ظهره وفتح الخزنة يطلع منها حاجة ساعتها الآتل خبطوا على راسه من وراء وقع لطيف على الأرض انتهز الآتل الفرصة وخد المسدس من الخزنة ضرب منه على لطيف ورمى على الأرض وقفل الخزنة ومشي يعني حضرتك عرفت الآتل؟ الأستاذ عبدالله انتفض الأستاذ عبدالله وهو يقول إيه؟ يعني إيه؟ أكملت نادرة الأستاذ عبدالله راح للطيف المكتب الساعة 11 بالليل لا 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 ما حصلش قالها الأستاذ عبدالله وقد امتقع وجهه ما فيش دعي تكزيب يا أستاذ عبدالله انت طول عمرك مخلص للحج قالتها نادرة بنبرة لطيفة بها تأنيب خفيف فأطرق برأسه قائلا وهو الله العظيم ربنا اللي يعلم إيبقى تقولي الحقيقة اغتلجت شفتاه للحظة أنا فعلا لما جيت يومها هنا وسألت على الحج صفي نازهاني مقالت لي إنه في المكتب فقلت روح له على هناك أنا ما شفتكش يومها خالص قالها محروس متحيرا انت كنت مشغول بالموبايل وأنا دخلت وخرجت من باب الجاراج منا معايا مفتاح طيب وليه باب الجاراج سأل أدهب متحيرا ما كنتش عايز محروس يشوفني ويسألني ليه الأجازة وسين وجيم كنت عايز أخلص الموضوع مع الحج وامشي على طول وبعدين سألت نادرة لما طلعت شفت شفت لم يستطع إكمال العبارة فأخفى رأسه بين كفيه شفت لطيف مأتول شكذا ورفع رأسه بغتة مؤمنا على قول نادرة أيها مصبوط لكن أنا والله والله ما قتلته عارفة مع أني معاك أرقام الخزنة ولطيف كان مديك أجازة لما يكتشف الاختلاص لكن أنت ما قتلتوش وعلشان قلبك يرتاح هو ما كانش شاكك فيك خالص هو كان بيقول لي أنه بيسق فيك أكتر من نفسه وقبل الحدثة بيمين كلمني وطلب مني أدعيله وحكالي على موضوع الاختلاص وقال لي أنه ادك أجازة مش علشان شاكك فيك لأ علشان المختلس الحقيقي يبقى متطمن ويفتكر أن لطيف شاكك فيك أنت نظر إليه عبدالله نظرة تتأرجح بين الألم والامتنان ثم سألها بغتة إنما حضرتك عرفت منين أني رحت الشركة يوم الحدثة مراتك قلت لي إيه؟ مش علشان تخلص منك لا بالعكس هي ما قلت ليش غير لما حلفتها أني عرفة أنك بريء وحكت لها على مكلمة لطيف عنك وترجتها تقول للحقيقة علشان أقدر أوصل للآتل كان لازم أعرف أن الستات ما تتبلش فبقهم فولة قالها الأستاذ عبدالله بيحنق بينما سأله أدهم في عتاب حائر لما بلغتش أول ما شفت بابا سايح في دمه يا أستاذ عبدالله كان على عيني قفت البوليسي قبض علي أنا مين كان هيصدقني لو قلت مش أنا الموظفين عارفين موضوع الاختلاص والأجازة وأرقام الخزنة بس والله يعيني ما غمضت وأول ما النهار طلع جريت على الشركة ولما لقيتهم لسه ما اكتشفوش اتصلت بالنجد على طول أمالا مين الآتل؟ سأل عمر قالت نادرة حسام اتجهت الأنظار من فورها لحسام الذي ظلت ملاميحه جامدة حسام أنت أخذت شيك من حماك بمليون جنيه ليه؟ توتر وجهه شري وامتعض وجهه صافي مش حابب أقول السبب لطيف ما كانش بشتري الناس بالفلوس أنت مخدتش الشيك علشان تفضل مع شري تجهم وجهه حسام بينما أشرق وجهه شري بالأمل كنت بتبتزه؟ تحول التجهم إلى غضب مكبوت بدأ في صوته وهو يقول مستحيل ابتز عم لطيف وبعدما أخذت الشيك أتلته؟ لا 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 يا حق ما أتلوش أنا شفت الحق عايش بعدما حسام بنزل قطع عشري مؤكدا يمكن كنتم متفقين يمكن أبضك علشان تسكت سكت عميتك يا أدهم لو سمحت قال حسام وهو يحاول ضبط نفسه ولكن قبل أن يتدخل أدهم قالت نادرة في صرامة لا ما ينفعش أسكت النهاردة يا حسام أنت ما أتلتش لطيف لأنك كنت بتحبه أنا شفت الحب ده في عينك والحب ده هو اللي خلاك تصبر على شيري مش الفلوس أمهلة الفلوس ليه؟ سألت شيري بصوت متردد لشان يفتح بيزنس لنفسه إيه؟ هتف الحج مهدي وقد تجمدت ملامحه بينما ارتخت ملامحه حسام ولم يعقب أيوة لطيف كان بيحب حسام زي ابنه وكان عارف أديه هو طموح ما كانش عايزه يفضل عايش في قلباب بابا وحماء لطيف شجعه وده له مبلغ محترم يمول بي صفقة معينة أول صفقة لحسابه علشان يكبر ويستقل زي ما كان بيحلم ظهر غيظ مجذوم في عيون الحج مهدي وعيون سيف أيضا بينما رقت ملامحه حسام قليلا وتساءلت شيري في عتاب حائر ما قلت ليش كده لي حسام من الأول ليس بتنافتكر أنك خدت فلوس من بابا علشان تفضل معايا لم يرد حسام بينما حدجت نادر الحج مهدي بنظرات ذات مغزى وتساءل عمر يعني حسام مش آتل لا مش حسام عشري فعلا شاف لطيف بعدما حسام نزل من عنده اتجهت النظرات نحو عشري الذي بده مزهوا إلى أن بدد سيف زهوه قائلا إبا أنت لا تلت يا عشري علشان الفلوس بوهد عشري وقال بصوت مرتعد لا والله يا أبدا حرم عليك يا أستاذ سيف دا كان ولي نعمتي ثم قال بنبرة عدائية لما كنش انت مش محروص شافك يومها أما نتنادر على قول عشري بسؤالها ها يا سيف هبا سيف من مقعده هادرا ما لي أنا بأي حاجة أنا كنت في اسكندرية من الساعة كام؟ من بدري وعندي شهود قالت نادرة بنبرة ناعمة آه عندك شهود بس زي ما أنت أبطوهم علشان يشهدوا بالزور أنا أبطوهم علشان يقولوا الحقيقة يعني سأل حسام مستريبا سيف ما كانش في اسكندرية وقت الحدثة سيف كان هنا وتحديدا في التجمع أنت أكيد تجننتي قالها سيف بأضب فنهره والده قائلا أصبر يا سيف أنا ما تجننتش ولا حاجة ردت عليه نادرة كله بشهادة الشهود البرمان في الفندق اللي جنب الشركة شهد أنك كنت صهران في البار بتاع الفندق لا حد متأخر وبطوهم اسكندرية قالوا أنك وصلت على الفجر أنت إيه اللي خلاك يتدوري ورايا أصلا الدافع الدافع يا سيف دفع إيه علشان أعرف مين اللي قاتل أخويا كنت بدور على مين عنده الدافع يتخلص منه وإنت عندك كذا دافع ممكن مثلا بسبب الاختلاص تكون أنت المختلص اللي بندور عليه وأختلص إزاي بس تي مش داريانا أني خلاص مش بشتغل في الشركة ولا إيه أكملت نادرة متجاهلة تعليقة وممكن الانتقام علشان كشف سرقتك ورفض يرجعك تشتغل وممكن كمان الفلوس تكون مثلا روحت له علشان تستيلف فلوس فرفض فقتلته علشان تسرقه تدخل الحج مهدي قائلا باستخفاف لا كده وسعت منك أوي يسرق إيه سيف مش محتاج يسرق ولا حتى يشتغل أنت نسيتي هو ابن مين سيف عنده كل حاجة شي لسيف خالص من حساباتك تجاهلته نادرة واستمرت موجهة كلامها لسيف وشهادت محروسة أنه شافك ليلتها بتعدي الشارع من ظهرك وأنه شاف وشك رد سيف باستخفاف قائلا هديك يقولت بنفسك شاف وشي ولا ظهري ده بيخرف الحقيقة هو شاف الاتنين فعلا لكن سيبك من محروس في شهود أنك كنت صحران في البار هنا في التجمع مش في اسكندرية أنا حر أروح مطرح مروح أنا ما أتلتش حد قطعه أدهم قائلا وما ما أتلتش حد كنت بتجدب ليه وتقول أنك في اسكندرية تحرك سيف نحو أدهم وقد بدت أمارات العنف على وجهه وحركاته ولكن حسام تصدى له قائلا أصبر يا سيف ما ينفعش كده بينما أقرت نادرة أنت صحيح ما أتلتش حد هدى سيف فجأة وارتخط عضلاته وهو ينظر إليها متسائلا ملعي با بس كنت هتأتل أنا مش فهم حاجة أبدا قالت صافي بغتة بصوت حد كالصفير أجبتها نادرة بهدوء سيف هو اللي خبط محروس بالعربية تصعدت الهمهمات والتساؤلات بينما تجهلتهم نادرة وأكملت بإصرار كان سايه وهو سكران ومحروس كان واقف جنب الرصيف علشان يروه سيف خبطه ونزل يبص عليه معرفش يتصرف إزاي طلع الفلوس اللي كانت في جيبه وحطها في جيب محروس وهرب بعربيته على اسكندرية ودفع لهم هناك علشان يشهادوا بالزور انبرا محروس قائلا يعني أنا كنت صح شفت وشه تحت المطر وداني فلوس فعلا قال له الفلوس راحت فينهم مال أكيد ولادي الحلال ألبوك يا حلو قالتها ميسة ساخرة يعني مش سيف اللي قاتل بابا ومال مين قالها أدهم في حيرة صبرك بالله يا أدهم كان في ملاحظة غريبة على الخرم اللي سابطه الرصاصة ان اللي كان ماسك المسدس مش عارف يناشن كويس يده مهزوزة كأنه طفل أو أوحدة ست تصعدت الهمهماته من جديد ومحروس بيقول انه شاف واحدة نزلة من الشركة يمكن دي آخر حد تشاف نازل من الشركة بعد حسام وبعد عشر كمان والوحدة دي كانت طويلة رشيقة ومحجبة اتجهت نظرات الجميع بالاستثناء نحو أبرار التي رفعت ذقنها لأعلى بينما وقف واردها في تحفز عض أدهم على شفته ونظر إلى عمته غير مصدق تحركت نادرة نحو حقيبة نسائية رمادية اللون موضوعة على رف المدفاءة الرخمية التي تزين البهو وأخرجت من جيبها شيئا ما علقته في حقيبة ورفعته أمام الجميع وأذا به القرد الرمادي وقد تدل من الحقيبة متماثلاً مع لونها تماماً شنططي دي أبرار قالت ميسا دي مش شنططي ردت أبرار في حيرة تصعد صوت حاد قائلاً دي شنططي أنا القاتل اتجهت العيون نحو رنة التي نظرت إليهم في عدم فهم فتطوعت ميسا قائلة الإردداء لأو وائع في المكتب يوم الجريمة رفعت رنة كتفيها في لامبالات قائلة ويه يعني ممكن يكون وايع مني في أي مرة زرت فيها عمه نظرت نادرة إلى أحد الموظفين وسألته ممكن يا سامح تنح نح سامح وهو ينظر إلى رنة قائلاً آسف يا نسى رنة بس الحق يومها الصبح طلب مني أدور له على زراركم العميس بتاعه فتشت يومها المكتب حتى حتى لحد ما لقيت الزرار وبعد ما لقيته كنست السجادة بالمكنسة الكهرباء ومسحت الأرض الإردداء ما كانش موجود أنا متأكد اضرم وجه رنة بينما أخرجت نادرة من جيبها قطعة قماش ملونة فردتها فإذا بها إيشارب صغير توجهت نادرة بالإيشارب إلى رنة قائلة ممكن يا رنة تحط الإيشارب دا على رأسك نظرت إليها رنة في استخفاف ولم تتحرك فاقتربت منها نادرة وشبت بجسدها محاولة وضع الإيشارب على رأسها صرخت رنة ودفعت يد نادرة عنها قائلة بعد الست المجنونة دي عني تدخل أدهم قائلا رنة ما اسمح لكيش ما انت شايفها وسمعها بتقول إيه؟ اقترب حسام مهديا طبعيها يا رنة مش هتخسري حاجة كلنا عارفين إنك ما قتلتهوش تكنت في الفندق طول الوقت وعندك شهود ترددت رنة ناولتها نادرة لإيشارب فوضعته على رأسها مستسلمة يا ديني النبي هيا ديني نزلت من الشركة يومها بالليل أنا متأكد نظرت إليها رنة في غيظة مجذومة وهي تنزل الإيشارب وترميه أرضا بينما قالت نادرة بانتصار ها يا رنة قالت رنة وقد استعادت برودها سريعا هاي؟ أنا ما تلتش عد انت رحت للحق يومها أنا سألت في الفندق وقالوا إن كان في بريك في نفس الوقت اللي محروس شافك فيه وإنك رجعت متأخرة محروس شافك وانت نزلة والإرد بتاعك لقوه في المكتب ولنفرض هأت العم اللطيف ليه؟ علشان التوكيل الرياضي اللي خدتيه تنكر إنك رحتيله يومها بالليل علشان تتفوضي معاه على التوكيل ودلوقتي التوكيل معاك وبقى أهم حاجة في شغلك كمان أشحت رنة برأسها ولم ترد بينما صرخت صافي وهي تنقل النظرات بينها وبين نادرة مش ممكن انت يا رنة تعمل في لطيف كده؟ انت؟ انبر الحاج مهدي قائلاً وقد نفض صبره إيه يا ست نادرة؟ انت عمالة تتسلي على أولادي من الصبح وأنا ساكت ما تشوف عمتك يا أدهم إيه يا مادام صافي؟ انتم جايبيننا تهزؤون أفيش غير ولادي ولا إيه؟ رنة لا يمكن تعمل كده عندك حق يا حق مش رنة اللي عملت كده هم المين؟ سأل أدهم في نفادي صبر المطر إيه؟ المطر هو كشف الكدب بتاعنا المطر هو اللي كشف وش سيف لما محروس شافه المطر هو اللي كشف رنة لما لبست الإشرب والمطر هو اللي كشف القاتل اللي هو؟ سأل الحج مهدي ثم أردف ساخرا بس سيارة المراد دي بعيدة عن عيلتي للأسف صعب لأن اللي أتى اللطيف هو اتسعت عيون الجميع وهم ينتظرون كلمتها انت قالتها وهي تشير بإصبعها لو رؤوسهم متتبعين الخط غير المرئية الخارجة من إصبعها ليجدوا الحج مهدي في نهايته انت اللي قتلت أخوي وغدرت بي بعد العشرة والناسب والعيش والملح إيه الجنن ده؟ أنا لا يمكن أعمل كده انت نسيتي أني كنت معاكم هنا طول الوقت كنت معانا صحيح بس مش طول الوقت انت جدت لك مكالم التليفون كانت من لطيف وبيواجهك باللي اكتشفه قررت تروح له الشركة وحطت العباية بتاعتك على راسك وخرجت من الباب الوراني وعادت الشارع وسط المطر وطلعت له المكتب ولما واجهك وعرفت انك تكشفت خلصت عليه ضحك الحج مهدي ضحكة ساخرة وقال ايه التخريف دي؟ طب ومحروس ما شافنيش وأنا داخل حظك ان محروس سمع صوت قبلها وكان بلف حولين الشركة فما شافكش وانت داخل طب وانا خارج وانت خارج لقيت محروس قعد مكانه فطلعت تاني ودست على الانتركامب وفتحت باب الجاراج وخارجت منه محروس لمحك وانت بتعد الشارع من ظهرك لخبط بينك وبين سيف اللي شافوشه ساعة الحدثة وبعد ما فاء ما كانش عارف يفصل بين المشهدين فافتكرك سيف لا فعلا خيال متكلف وصحيح بس انت نسيتي حاجة مهمة الهات اللي استخدم ايده اليمين وانا اشول خرم الرصاصة ما كانش دليل على ايد طفل او ست ده كان دليل على ان حد اشول استخدم ايده اليمين انت عملت كده قاصد علشان تبعد عنك الشبهات انت ست مجنونة ما فيش دليل على اللي بتوليده ولا حتى بصمات انت كنت لابس جوانتي يومها انا فكرة كويس ايوه فعلا كاللبس جوانتي قالت صافي بصوت مبهور انت هتعومي على عمها يا مدام صافي دي بتخرف قالها مهدي وقد بدأ يرتعش كثور هائج بينما اكملت نادرة باصرار دخلت علينا يومها غرقان مية وقلت انك نسيت طوف تحت التندة لكن في الحقيقة انت انت غرقت مطر لانك عدت الشارع وقتلت لطيف ورجعت محروس شافك من ظهرك وانت راجع والاستاذ عبدالله شافك وانت داخل من البوابة بس انت لخفنته لما قلت له انك كنت بتتمشى في الجنينة وهو صدقك ساعتها انت مجنونة مجنونة انا هعمل كده ليه علشان انت المختلس سنين وانت بتلخبط في الحسابات وبتسرق لطيف وهو مش مخون ولما اكتشف واجهك خفت من الفضيحة لانك عارف انه لا يمكن يغفر خيانة الامانة خفت تطلع انت ولادك من الشركة وحنافية الفلوس اللي انت بتغرف منها تتفل فقررت تخلص منه وفي لحظة خدت القرار وقتلته فديت بي نفسك من فضيحة الاختلاس وفضيحة الافلاس انت مجنونة وما حد شيء سدائك صرخ بها مهدي وهو يتجه بجساده الضخم نحو نادرة فتراجعت تلقائيا في خوف كان مهدي يستعده للانقضاض على نادرة عندما سمع صوته اقدام كثيرة اتبعها صوت حاسم ولا حركة تمأبوض عليك ظهر رجال الشرطة من لا مكان فاحطوا بالحج مهدي ومنعوه من الحركة بينما تقدم المقدم احمد نحوه قائلا هي مش مجنونة كل الالت صحيح وعندنا الادلة نظر اليه مهدي غير مصدق وهو يصرخ في جنون شيلو ديكم من علي انتم منسيتم انمين انبر سيف قائلا بعدوا عنه فورا ضعوضوا مجل الشعب وعنده حصانة كان كان عنده حصانة رقب الادارية او مباحث الاموال العامة مرأبين وبالهم شهور رصدوا كل الاختلاسات والرشاوي واتلعوا في البورصة ومن كم ساعة بس خدوا اذن من النيابة واترفعت عنه الحصانة قال الصافي بصوت اجش اختلاسات ورشاوي ايه مستحيل لا مش مستحيل يا مدام حاج مهدي يخسر كتير في البورصة الفترة اللي فاتت وده اللي خلاه يتقل ايده في الاختلاسات علشان كده اكتشفها الحاج عبداللطيف الله يرحمه ده غير الصفقات الحكومية اللي كان بيساهلها بعلاقاته ورشاويه لحد ما رحته فاحت انتم ازاي ما خدتوش بالكم انه بيبيع ممتلكاته هو كان بيبيع هنا علشان نشتري بر ده لسه شاري شقة في نيويورك ما فيش الكلام ده هو كان بيبيع علشان يلحق نفسه من الافلاس اشار المقدم احمد الى افراد الشرطة قائلا يلا بينا يا ريت حضرتك تيجي معانا من سكات ما فيش داعي للشوشرة ما تلتش حد دي بتخرف قالها الحج مهدي مقاوي من افراد الشرطة كلمها مش تخريف ولا حاجة شركة الاتصالات اثبتت اني قتلك مكلمة من تليفون لطيف وقفلت بعدها بدئتين يعني ما فيش مكلمات طولت معاك ولا حاجة احنا كمان لقينا حتة وماش صغيرة ذونها بني مشبوكة في عمود في الجراج انا متأكد اننا لما نقرنها بع بيتك عليها منها غالبا من استعجالك ما حستش بيها وهي بتتنتش في المصمار اللي في العمود انا عايز المحامين بتوعي فورا قال الحج مهدي بصوت هادر حاءك يا حاج لكن ما اعتقدش اينفعوك المرادي ما تخفش يا بابا بكلمه ما هو روح معاهم واحنا كلنا هنحصلك قالت رانا واصابعها تجري على شاشة هاتفها بينما تهرك حسام من مكانه رقبه مهدي وهو يتجه نحو شري وقف أمامها وهم بقول شيء ما ثم لم يقل شيئا بل اتجه بخطوات مسرعة نحو باب القصر وخرج دون ان ينظر وراءه تحرك رجال الشرطة ومعهم الحج مهدي الذي اخذ يهدد ويتوعد وتبعهم سيف يرغي ويزبد وخرجت وراءهم رانا وهي تجري اتصالاتها الواحدة تلو الآخر ظل الباقون في اماكنهم ولم يقطع السكون سوى نحنهات شري التي اجتذبت اليها عمر كالمغناطيس فجث على ركبتيه بجوار مقعدها ايواسيها بينما هوت صافي على مقعدها كالمخدرة وتبدل الموظفون نظرات الصدمة عدا ميسة التي لم تستطع كتمان نظرات الجذل والاثارة اما ميغان وهاري وبليغ ووردة فقد حلقوا معا في فلك اخر حيث تتوهج النجوم وتولد الشموس وتتحقق الوعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة